بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب اليوم زملاء الغد أحلى وأجمل دكاترة في المستقبل إن شاء الله إزايكم يا حلوين وحشتونا جدا جدا وأهلا وسهلا بكم يا شباب في المحاضرة الأولى المحاضرة رقم واحد من محاضرات الترم التاني للثانوية عامة تانية سنوية يعني عشرين أربعة وعشرين عاملين يا شباب إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وأفضل حال الحمد لله المعيد المبدي حمدا كثيرا وهو أهل الحمد ثم الصلاة أولا وآخرا على النبي باطنا وظاهرة صلوا عليه اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النهاردة أولاد إن شاء الله هنبدأ المنهج بتاع الترم التاني وعايز بس ننبه حب التنبيهات إن إحنا شباب بإذن الله هنكمل على الوتيرة اللي إحنا اشتغلنا بها الترم الأولاني وكمان هنضيف تحسينات مهمة جدا 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 يعني حضرتك بتشوفني إن شاء الله احفظ المعاد صم واظبط المنبه بتاعك كل اتنين الساعة ربعة العصر تصلي العصر وتقعد تستنيني تمام ما تروحش في أي حدة كل اتنين الساعة ربعة تستنى تسمع المحاضرة أول ما تنزل لا تحط الدرس في المعاد ولا تقابل حد في المعاد ولا تلعب في المعاد اللي بقى ماتش ولا مش ماتش ولا حاجز كرة ولا مش حاجز كرة ما ليش دعوة الاتنين الساعة ربعة العصر تستنى على القناة هنا وتعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان أول ما ننزل المحاضرة إن شاء الله يجي لك أشعار إنها نزلت تمام يلا اعمل السبسكرايب خلص بسرعة يلا وشغل الاشعار انا عارف انك مشترك اكيد ان شاء الله ولكن لو مش مشغل الاشعارات مش هيجي لك اشعار ان الفيديو نزل تمام عشان بس ما تجيش بعد ما المحاضرة تنزل بثلاثة اربعة يام تقول لي يا دكتور انتو نزلتوا المحاضرة امتى ما شرحتش كزا ليه لا اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك ان شاء الله كل ما نزل محاضرة جديدة طيب هنبدأ على بركة الله شباب ولكن بعد دعاء المذاكرة عشان ربنا كده ان شاء الله يفتح علي يا رب نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين باسم الله اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعله الحزنة اذا شئت سهلا طيب للعلم يا شباب المذاكرة التانية مهمة جدا 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 ليه علشان في ثالثة ان شاء الله ما يحصلش كده انك هتروح تتصش في صنيت زيت لا لازم تكون بتتعود على المذاكرة من دلوقتي يعني ايه في ناس مطنشة ما بتذاكرش خالص ما بيذاكرش حرفيا ساعة على بعضها يروح ثالثة مطلوب منه يذاكر في اليوم عشر ساعات وعشر ساعات في ثال تمام هو يدوب فهم يعني اما دخلش كده ان شاء الله في شهر تسعة عشرة يدوب عشر ساعات ياسمان في اليوم تمام عشر اه بطلطم تمام فحقها طلطم لان المذاكرة في ثانية اولى صباح الفل يعني مضع بيقضى كده وبنشد بس في اليوم اللي امتحان ولا حاجة ولكن في ثالثة من اول السنة كده لازم نذاكر فالمذاكرة في ثانية مهمة عشان تتعود على المذاكرة في ثالثة فشباب محدش يطنش ذاكر اول بأول ده اخر ترم تجربة قبل ثالثة سنوي انا اسف نابع فكرك بال الموضوع ده بس انت خلاص فاضلك يعني احنا في شهر اتنين فاضلك ستة شهور بس وتبقى في ثلثة سنة فلازم تكون عامل حساب الموضوع بتفكر فيه كويس يلا بينا حلوين نبدأ معها الاخراج في الانسان ويا ولاد الاخراج ده الترتيب المنطقي بتاع منهج الاحياء طالما حضرتك خلصت في الترم الاول التغذية والهضم والامتصاص والتنفس الخلوي وبينتج عن كل العمليات الحيوية دكتور اللي بتحصل في جسم الانسان حبة فضلات فلازم حضرتك تخرج هذه الفضلات تاني انت ح حضرتك بيحصل في جسمك عمليات حيوية ويا جماعة عملية حيوية يعني عملية بتحصل في جسم الانسان حاجة سهلة الانسان ده كان حي تمام فلي بيحصل في اسمها عملية حيوية فقال لك يا دكتور عندك مسلا الهضم دي عملية حيوية الامتصاص دي عملية حيوية الاخراج دي عملية حيوية واخبلك انت فانت بعد ما هضمت مسلا وانت الصوت الغذاء بيروح الغذاء ده يتحرق في قلب الخلاية دي اسمها عملية التنفس الخلوي اللي احنا خدناها جماعة زمان اخر الترم الاول يعني الل هي كانت عملية اجسادة او حرق الجلوكوس داخل الخلايا صح كده طيب وبيتفضل اكل المفروض يا جماعة ان هو بيخرج وخبالك انت في البراز مسلا فهل البراز ده اخراج هنعرف النهاردة طيب حضرتك بتخرج بول البول ده في مكونات هل البول ده اخراج برضو هنعرف النهاردة يعني اخراج اصلا والحاجات دي بتخرج ليه تمام طيب حضرتك بتخرج من جسمك حاجات تانية مثلا زي العرق هل العرق ده اخراج هنعرف يا دكتور هل ده اخراج ولا مش اخراج فيا شباب احنا النهاردة هناخد باذن الله الاخراج ركزوا معي اولاد بسم الله قالك يا دكتور يا جميل الاخراج هو عبارة عن عملية حيوية يتخلص بها الكائن الحي من الفضلات الناتجة عن العمليات الحيوية الاخرى يعني الكلام ده يعني حضرتك بتعمل هضم وامتصص وتنفس خلوي ووو الى اخره كل العملات الحيوية شباب بينتج عنها فضلات فحضرتك لازم تتخلص من الفضلات ولا هتعمل لك في جسمك مشاكل في جماعة العملية اللي بنخرج بها الفضلات اسمها عملية الاخراج سهلة سهلة ابقى جماعة التعريف بتاع الاخراج قمة في السهولة عبارة عن ايه عملية حيوية يتخلص بها الكائن الحي من الفضلات الناتجة عن العمليات الحيوية الاخرى كلام سهل وبسيط طيب بص يا سيدي انا بحب يا ولاد ابدأ من حيث انتهيت بحب ابدأ من حيث انتهيت احنا جماعة انتهينا في الترم الاول بحاجة اسمها التنفس الخلوي تمام؟ وكنا يا ولاد بنقول ركزوا معي بقى كده وتعالوا لي كده عبدالرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بقول لك يا دكتور يا جميل معادلة اكسادة الجلوكوز عاملة زي يا ولاد قال لك يا دكتور والله الجلوكوز ده هو رمز ولاد سي ستة اتش اتناشر او ستة صح كده؟ حلو كنا جماعة بنحرقوا في عملية اسمها التنفس خلوي هوائي نحطوا لأولاد اكسوجين زي ستة اوتو يطلع جماعة نواتج ايه النواتج دي؟ كان اللي همني يا جماعة في الترم الاول هو الاتبي او الاتبي او الاتبي او الاتبي دي يا دكتور كدت همني جدا لان يا جماعة كدت بحرق الجلوكوز اصلا في وجود الاكسوجين عشان اتيبي اللي عملة الدولية للطاقة في الخلية صح كده؟ ممتاز طيب قال لك بقى دكتور بيطلع معي سي اوتو يا اولاد غاز سي اوتو ساني اكسيد الكربون وكمان يا جماعة مية تمام حلو خلص الكلام ده زي الفل ابقى يا دكتور العملية اللي اسمها تنفس خلوي وبينتج عنها فضلات مسلا اسمها سي اوتو واتشو تو او او فانا محتاجة تخلص منها خلي بقى انت الاتبي هنا تخلص منه؟ ل seiner Mits�� بقى لانا محتاجة시는 انها حرق في الخلية او استخدمها في الخلي عشان العملية تحصل واخد بالك انت لكن يا جماعة الحاجات اللي انا مش هستخدمها هخرجها. تمام? فأولاد العملية اللي بخرج فيها الحاجات اللي انا مش هستخدمها اسمها عمالة الاخراج. تمام? حلو. زي مين? زي مثلا 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 اولاد السي او تو والاشي تو او. الناتجان من التنفس الخلب مثلا يعني. طيب ايه كمان? قال لك يا دكتور حضرتك. آآ جسمك ساعات بيكسر البروتين. يا ولاد ايد البروتين. احنا خدنا جماعة حاجة اسمها الايد. والاي دي اسمها اما بناء وامة هدم. فجما احنا لو بنكسر برو حبة فضلات. ماشي? طيب سؤال معلش. هو البروتيني اسمها البوليمر الكبير ده. المونيمر بتاعه اسمه ايه? حمضة ايمينية. عامل ازاي? تعرفي التركيب بتاعه عامل ازاي? عبارة عن زر الكربون. مسكة فيه. اربع. حاجات. مجموعة كربوكسية الحمضية سي او او اتش. مجموعة اماين قاعدية اني اتش تو. مجموعة القايل ار وهيدروجينة. تمام? فجماعة البروتين. الفضلات التي تمتج عن تكسيره اولاد. بتكون فضلات نيتروجينية. ليه? بتحتوي على كمية من النيتروجين. ليه? لان اصلا يا دكتور البروتين فيه نيتروجين. اهو مجموعة اماين اني اتش تو اني اتش تو اني اتش تو. فلما تكسر بروتين يطلع لك فضلات فيها نيتروجين. زي ايه بقى? عدة عندك. اول حاجة يا اسماء. حاجة اسمها النشادر خدتها في الكيميا? النشادر ده اللي هو غازي الامونيا. رمزه ايه دكتور اني اتش سري. خلاص? حلو اوي. ايه سوقا ناتج لك. ناتج عن تكسير البروتين. فضلت من تكسير البروتين هاولاد.алист. وهي اليورياء. اليوريا رملها كده سي او ان اتش تو باي تو خلي بالك الرمز الده مش عمدك بس انا اليه معربكة انيها مركبات فيها نيتروجين. فى دكتور ان نشادر قد نيتروجين اللي فيها. اليورياها جماعة قد نيتروجين اللي فيها. ن تو. تمام؟. قالك يا دكتور احد فضلات تكسير البروتين ايه وهو حمض اليورجيةinse المهي ن boys dwa يقصلا وهاieving للسد Lovely drug are. وثلاثا يا ا عايز بس حضرتك تعرف ان هما كلهم فيهم نيتروجين 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 اهو اهو. ايبا جماعة فضلات النيتروجين يولاك قد تكون نشادر او يوريا او حمد اليوريك. طيب بقول لك الكلام ده ليه عشان هيجيلك امسيقات مهمة جدا. بص يا دكتور. قال لك والله الكائنات الحيوانات بتطلع الفضلات النيتروجينية في صور مختلفة. يعني مثلا يا ولاد الحيوانات المائية اللي عايشة في المياة بتطلع فضلاتها النيتروجينية على صورة نشادر. ليه? حد عارف لي يا ولا نشادر ده غاز بيدوف في المياة. فبيطلع من الحيوانات المائية عشان يزوف في الماء. نشادر غاز الامونية. تمام? حلو خاطف. طيب. البر مائيات يعني اللي عايش في المياة وعايش على البر. زي مثلا السلمندر عارفة? ماشي. والثديات بيطلع دكتور فضلاتهم النيتروجينية على صورة يوريا. يوريا. طيب. جماعة اليوريا اذا وجدت في الدم تسمى عارفة? بولينا. بولينا. تمام? حلو. قال لك دكتور الحشرات والزواحف بتطلع ولاد الفضلات على صورة حمض اليوريك. حمض اليوريك. يبقى دكتور الفضلات النيتروجينية ولاد قد تكون نشادر في الحيوانات يا اسماء المائية. عشان ايه? عشان ده غاز يا دكتور بيدوف في الماء. طيب. بالنسبة للثدييات مثلا زينا. والبر مائيات بيطلعوا الفضلات على صورة يوريا. يوريا. اما بقى دكتور الحشرات والزواحف بيطلعوا على صورة حمد اليوريكا تمام حلو خالص طيب يا ولاد دي مواد الكئن الحي بيخرجها قال لك عشان تقول على مادة معينة دي بقى يا جماعة بداية الاسئال عشان نقول يا اسماعي على مادة معينة انها مادة بيحصل لها اخراج او مادة يعتبر خروجها من جسم الكئن الحي اخراج لازم لازم وحتما ولابد يا ولاد تعبر تعبر الاغشية البلازمية للخلايا دي اسمها شرط الاخراج ما معنى هزا الكلام يعني يا دكتور دي يا ولاد خلايا عملت عملية حيوية تمام حلو خالص قال لك نتج عن العملية جواها مسلا مسلا يا ولاد يوريا او سي او تو او اي مادة خلاص قال لك عشان اعتبرها مادة حصلها اخراج لازم تعبر الغشاء البلازمية بهذا الشكل يا ولاد تمام حلو طيب بص بقى جماعة هفاجئكم البراز كلكم عارفونه صح صح لا يعتبر اخراج يا ولاد بتقول لي يا دكتور ده احنا اشهر حاجة في الدنيا اخراج البراز شفت مفاجئات البراز يا ولاد لا يعتبر اخراج ولكنها يا دكتور يمر عبر القولون ثم المستقيم ثم الشرج اه ما بيعديش يا دكتور غشاء بلازمي لان جماعة تخيلوا معايا كده يا ولاد ده كده المستقيم اهوت بينتهي بفتحة الشرج ده يا جماعة عبارة عن انبوبة فيها البراز او يا ولاد عبارة عن قناة فيها البراز هل بيعدي من اخشية بلازمية الخلايا لأ لان يا دكتور هو ماشي جوه انبوبة وفي الاخر يا دكتور بيعدي من الشرج فتحة بتفتح وتقفل بتعدي وخلاص وتقفل فيا دكتور ده مش غشاء بلازمي فيجيلك السؤال يقول لك لا تعتبر الامعاء الغليظة او لا يعتبر الشرج عضو من اعضاء الاخراج ليبقى تقولوا لان البراز يعبر من خلال القولون اللي هي الامعاء الغليظة ثم المستقيم ثم الشرج دون ان يمر باي غشاء بلازمي يبقى يا جماعة البراز يا اولاد لا يعتبر اخراج حلو خلص طيب بقول لك يا دكتور النيتروجين اللي حضرتك بتتنفسه مع الهواء الجوي لان يا دكتور معظم الهواء اللي حواليه نيتروجين نيتروجين يا جماعة بيدخل ويخرج وما يخشش الدم بتاعنا دخولي اولاد زي يخرج وما لوش اي تلاتين لازمة بقول لك يا دكتور لا يعتبر النيتروجين اثناء التنفس من الغازات التي يحدث لها اخراج ده مش اخراج ليه قال لك يا دكتور علشان لا يمر باي غشاء بلازمي زي ما بيخش هولاد زي ما بيخرج تمام يعني بيخش جوه المنخير بعد كده البلوم بعد كده القصبة بعد كده الشعب الهوائي بعد كده الشعبات بعد كده الحواصلات ويخلي جوه الحواصلة ويلف ويرجع تاني من نفس الطريق هل عدى الغشاء بتاع الحواصلة ودخل على الدم لا يبقى دكتور لا يعبر النيتروجين اي غشاء بلازمي لتالك لا يعتبر اخراج النيتروجين في الزفير اخراجا او خروجه ما اعتبرش يا جماعة مننا الاخراج ليه لانه لا يعبر اسماء اي غشاء بلازم ممتاز جدا طيب يبقى اولاد احنا كده خلصنا اول مصطلح معاني وهو الاخراج يعني اخراجي اسماء يلا يا ولاد يلا ده كاترة حلوين عملية حيوية يتم فيها او يتخلص بها الكئن الحي من الفضلات النتيجة عن العملية الحيوية الاخرى زي عملت مين مثلا تنفس خلو اللي كان بتحصل لدكتور للجلوكوزمس اكسات الجلوكوز ينتج عنها دكتور سي اوتو مية عايز اتخلص منهم اعمل ايه اخراجهم ازاي هنعرف طيب قال لك يا دكتور مثلا مثلا عندك بعض الفضلات النيتروجين زي النشادر زي اليوريا زي حمض اليوريك على حسب الكئن الحي دول يا دكتور لما يخرجه ويعدوا غشاء بلازمي يبقى مواد يا دكتور بيحصل لها اخراج ممتاز طيب يا جماعة هل كل حاجة بتخرج من الانسان تعتبر اخراج لا طالما لم تعبر غشاء بلازمي لا تعتبر اخراجا تمام زي ايه مثلا اشهر حاجة اشهر حاجة زي البراز ده يا دكتور لا يعتبر اخراج لي يا دكتور لانه لا يعبر من خلال اي غشاء بلازمي وكذلك النيتروجين يدخل يولاد جوه الحواصلات الهوائية ويخرج من رأتك تاني ولا يعبر اي غشاء بلازمي يبقى دكتور كل من النيتروجين والبراز يا اولاد لا يعتبر اخراجا تمام طيب سؤال معلش يا اولاد هو ايه هدف الاخراج معلش ايه هدف الاخراج ارتاح صح لا بص يا اولاد حضرتك اليوريا مثلا يا اولاد لو زادت في دم الانسان بتعملوا حاجة اسمها تسمم البولينة تمام حاجة اسمها يوريميا تسمم بولينة يعني جماعة الفضلات النيتروجينية يا اولاد مادة سمة مادة سمة لو قاعدت في جسم حضرتك تأذيك ممكن تعمل لك تسمم فيا دكتور اول حاجة طبعا طبعا من فوائد الاخراج التخلص من المواد السمة والتالفة اللي انا مش هستفيد بيها تمام سهلة ايه كمان قال لك يا دكتور تنظيم محتوية الجسم من الماء والاملاح ماذا يعني هذا الكلام لا ده كلام مهم خلص بقى جماعة عشان تلتة سنوات بصوا علات احنا يا جماعة بنشرب مية ماشي فالمية يا شباب بتخرج عن طريق الكلية فده اخرج مش كده لانها بتعدل نفرونات واخشاب لازمية تمام حلو فجماعة لو احنا مثلا في فصل الصيف وبنعرق كتير قوي 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 فالجسم فيه مية قليلة ولا كتير قليلة اذا الكلية تخرج مية لا تخرج بس مش كتير عشان كده حضرتك في الصيف بتعمل حمام اقل مية طيب تعالى في الشتة بقى بتعرق قليل بتعرق ابس قليل وخبالك انت طيب فعشان حضرتك بتعرق قليل في الشتة فالمية اللي بتفقدها مش كتير فالكلية تخرج براحتها على حسب ايه ولاد على حسب دمك عايز ما يعد ايه يبقى جماعة الاخراج من احد فوائده تنظيم محتوى الجسم من الماء يعني لو الماء في جسمك زادت تخرجها في البول بشكل بسيط وسهل طيب لو يا دكتور الاملاح في جسمي زادت يعني حضرتك مثلا انكلت اكل ملح كتير 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 هناخد يا جماعة ان شاء الله في التالتة سنة وفي الهرمونات ان يولاد فيه هرمون اسمه هرمون الالدستيرون بينظم المعادم في الجسم بيطرد البوتاسيوم في البول ويرجع لك السوديوم ما علينا عايز اقول لحضرتك ان الكليا بتخرج الاملاح ازا ادا عن الحاجة يعني جماعة الاخراج بيفيدنا في تنظيم الاسموزية بتاع الدمنا بالزبط كده لو انت عايز مية يعين لك الماء في جسمك لو انت عندك مية كتير يخرج المية كتير طيب لو انت عندك املح كتير يخلصك منها لو انت ما عندكش ما يخرج لكش يبقى اولاد كلمة تنظيم مهمة جدا ما نقولش اخراج على الاطلاق لا قال لك يا دكتور بينظم محتوى الجسم من الماء والاملاح يا ولاد تمام يبقى جماعة ما فوايد الاخراج حاجتين يا ولاد اول حاجة يا دكتور التخلص من المواد السمة او التالفة ثانيا تنظيم محتوى الجسم من الماء والاملاح سهل ها ستة اسماء طيب ده ولاد تعريف الاخراج ويعنيها شباب مادة بيحصل لها اخراج من المواد اللي ما يعتبرش اخراجها اخراج ومين او ايه هدف الاخراج تمام ممتاز جدا طيب قالك يا دكتور تعالى نركز على الاخراج في الانسان الاخراج في الانسان من اهم اعضاء الاخراج في الانسان كل من الجلد skin الكليا kidneys الكبد liver الرئة lungs تاني الجلد الكليا الكبد الرئة تاني بص يا دكتور ركز في اللي جاي ده والله اسئلة انتحانات اسئلة انتحانات وش بقولك ان جلد حضرتك بيخرج ايه انت لما تعرق بتعرق ايه مية ولا بقول مية صح انت بتحكي مية صح مية طب مية مسكرة ولا مملحة انت بتعرق اكيد فالعرق بينزل ع شفافك لما تجد تلحس كده شفافك بتلاقها مية ايه مملحة كلنا بندوق طعم العرق ما تهزريش اسماء صح اولاد صح يا اسماء صح لا صح فالعرق مية له اسماء مملح ولا مسكر لا هو انا عايز اجابة واضحة صريحة مملح ولا مسكر عارفي ازاي عارفي ازاي اسماء اكيد دقتي قبل كده يعني سهل له وبسيط اما هو مش دقتيه بمزاجك لا بينزل على شفافك وبتلحس لشفافك فبتعرف العرق طيب خلاص انا هكامل فجماع العرق ده هو مملح يا ولاد فعبار عن ايه قالك يا دكتور في مية وملح وفضلات نيتروجينية بس بنسبة بسيطة يعني جماع العرق بتاعنا ده بيساهم في الاخراج او بيخرج في ايه المية اتشي تقو وبعض الاملاحة ولاد المعدنية والفضلات النيتروجينية تمام ممتاز جد ده جماعة بيخرج عن طريق الجلد في العرق تمام وكلنا بنعرق بصيت او سحلة ايه شي طيب تعالي عكليتين بيخرجوا ايه عرق ولا بول مش عارف انت بتحكي لق بول بيخرج بول تمام حلو البول ده مملح ولامسكر وملح وانا على الدكتور وعارف انت عارف انه مملح ولامسكر ايه وملح ولامسكر طيب قولوا عيال مملح ولامسكر في الكومنتات ها مملح مملح البول مملح في املاح ماشي في يا جماعة برضو في مية اتشي تقو يا ولاد واملاح وفضلات نيتروجينية السؤال بقى اسماء اه هنا يا دكتور الفضلات النيتروجينية اللي تخرج في البول اكبر نسبة يا جماعة بنسبة عالية تمام حلو خالص وقال لك يا دكتور بعض التوابل وركز عشان ده ايه فهتركيها هقول لك عليها كمان شوية ان شاء الله ماشي التوابل يا دكتور زائبة في قلب البول هقول لك يعني اتقالي بس طيب ركز يا دكتور يبقى جماعة كده الكلتين بيخرجوا ايه مية ملح فضلات نيتروجينية بنسبة عالية وبعض التوابل تمام حلو طيب ركز خش على الرقة تاني هل رقة تيك بيخرجوا حاجات في الاخراج طبع مين اهم واحد سي او تو تمام ومية اتش تو او اتش تو او ويا دكتور في حاجة بتخرج مع النفس اسمها التوابل المتطايرة على فكر ده منطقي واللوجيك لي يا دكتور لان حضرتك بتقول لي مع النفس مع الزفير خرج حاجة مع الهوى يبقى توابل طايرة في الهوى ولا دايبة في المية لان يا دكتور خرج مع الزفير يبقى توابل متطايرة اما يا دكتور اللي فيه قال كيلتين يا اولاد توابل هتكون ذائبة طيب يبقى جماعة الرقتين بيخرجوا مية بيخرجوا سي او تو وتوابل متطايرة طيب خش على الكابت جماعة احنا وحنا بناخد العضيات وقول لها سينا يا اولاد كنا بندرس يا جماعة حاجة اسمها الشبكة الاندوبلازمية ممتازة الاندوبلازمية بس يا دكتور الجميل الملساء مش الخشن يا اولاد وكنت بقول لحضرتك ان ده هي بتعمل حكتين لا الخشن اللي كان فيها ريبوسومات بتعمل يا اولاد الملساء شطار لا كنت بتصنع دكتور الدهون كنت بقول لك حتى ملساء بتصنع الدهون خلاص ايه كمان قال لك يا دكتور كد لها القدرة على التخلص من السموم او ابطار مفعول السموم او تكسير السموم يا اولاد في يا جماعة من اهم من اعضاء في جسمنا الذي يساعد على التخلص التخلص من السموم اي تحويل السموم الى مركبات يا دكتور الجميل غير سمه تمام ايه بقى يا دكتور الشبكة الاندوبلازمية الملساء موجودة يا دكتور في الكابت بشكل كبير ليه عشان تتفاعل مع السموم تحويلها المركبات غير سمه ازاي ما لكش تدعم دي بقى دكتور العضو اللي بيكسر السم في جسمك بشكل اساسي الكابت وقال لك الكلا سعب بتساعد مشي مش الرقتين الكلا دين سعب بتساعد تقولي يا اسماء بيتكسر يتحاول المركب غير سمه يتم اخراجه بقى يبقى دكتور الكابت والكلة ايه ماشي ايه بقى جمعة عشان بس يا ولاد في ايه حاجات بتيجي متشابهات مهمة جدا 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 بتعرف كده تقولي يا دكتور من بيخرج مية الجلد بيخرج مية والكلتين بيخرجوا مية الكابت بيخرج مية لا الرقتين بيخرجوا مية تمام من بيخرج املاح الجلد بيخرج املاح كلتين بيخرجوا املاح الكابت بيخرج املاح لا رقتين بيخرجوا املاح برضو لا طيب من بيخرج فضلات نيتروجينية بشكل اساسي طيب اسمعها كلتين بالنسبة صغيرة وبسيطة الجلد ممتاز طيب مين يا جماعة بيخرج التوابل سهلة دكتور لو دايبة في المية يعني دايبة في البول يبقى من الكلتين لو متطيرة يبقى جماعة تخرج من الرئتين طيب مين يا جماعة بيتخلص من السموم بشكل اساسي هؤلاء اللي بتخلص من السموم ألا وهو الكبد مين بيساعده بالنسبة بسيطة الكلتين ممتاز جدا 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 طيب دايبة بالنسبة لي أعضاء الاخراج في جسم الإنسان اللي عندنا في المنهج طيب قالك بقى دكتورة انت هتبدأ تتعمق في الدرس ده مع الجلد يا ولاد أو العضو إخراجي في جسم الإنسان فهيبنا يا جماعة ناخد قطاع في جلد الإنسان طيب بسم الله الرحمن الرحيم قالك يا دكتور البنات كلها عارف يا ولاد إن الجلد ده اللي عليه من فوق اسمها البشرة ماشي إليه أسماء عشان بنعمل بشرة كير سكين كير ماشي فيا جماعة الطبقة اللي على صفح الجلد اسمها البشرة خلاص اللي تحتها ولاد طبقة اسمها الأدمة تاني جلدك يا دكتور يا جميل عبارة عن طبقتين بشكل أساسي البشرة اللي على صفح الجلد تحتها الأدمة تمام ويا جماعة احنا بشكل عام يا ولاد عندنا جلد بعدين شحم اللي هو الدهون بعدين اللحم اللي هي العضلات بعدين العزون تاني جماعة لا حد يبتحرق بتحري ازاي? اول حاجة بيبدأ جلده يولع. الجلد ده لما يولع ويخلص يا دكتور بتبدأ تولع الدهون اللي تحته. خلاص? لما تولع الدهون تولع اللحمة اللي تحت الدهون. بعدها بقى يوصل لعضنه. بالدرجة الرابعة. خلاص? فصعبة جدا يعني. يا شباب الجلد التانية برعن طبقتين بشكل اساسي. البشرة وند البشرة والادم. طيب ركز بقى كده معي. يا عم عبد الرحمن. دلحهم كده وزوجهم لحد انهو. كده عم عبد الرحمن. كده هو. ماشي? بص اولاد. ركزوا معي. لنبكلم المنتير يعني كده لغة خاصة بيني وبيني. بصوا جماعة. نركز جدا جدا في الرسمة العظمة دي. فهاش باب يشتور الرسمة دي هتلخص لنا كل الدرس. بص اولاد. قال لك يا دكتور يا جميل الجلد عبارة عن طبقتين بشكل اساسي. ماشي يا اسماء? طبقة اسمها البشرة. دي يا دكتور اللي على سطح الجلدة والطبقة الخارجية. وطبقة اسمها الادمة دي يا جماعة الطبقة الداخلية والطبقة العميقة من الجلد. طيب بص يا دكتور. يا ولاد البشرة ده ايه? بما انها دكتور بتطلي الجسم من الخارج. فقال لك هي عبارة عن نسيق طلاقي. خدنا زمن وحنا في قولة سنة والانسجة. ماشي? قال لك عبارة عن عدة طبقات. يعني يا دكتور مش طبقة واحدة. لا دي يا دكتور عدة طبقات سبحان الله يا ولاد. عدة طبقات من خلايا طلاقية. ركز يا دكتور. ادي مسلا الجماعة اول طبقة انا رسمها. اللي بعدها يا شباب. عدة طبقات من خلايا طلاقية. يعني جماعة نسيق طلاقي. ليه? بيطلي الجسم يا دكتور. بيطلي سطح الجسم من الخارج. ماشي? حلو خالص. ادي يا جماعة الطبقات بتاعة البشرة. خلاص? طبقة اهي. طبقة اهي. طبقة يا دكتور بالازرق اهي. طيب ركز بقى. يبقى جماعة البشرة عبارة عن طبقة واللي عدة طبقات عدة طبقات من خلايا طلاقية طيب بص يا دكتور قال لك والله هنرجع نقسم البشرة تاني ركز بقى الجلد كله اسماي عبارة عن بشرة وادمة صح هنرجع نقسم البشرة تاني صحيح معي قال لك يا دكتور لما تقسم البشرة تاني هتقسمها ليه طبقة سطحية اللي بالاخضر دي يا شباب ماشي وطبقة داخلية اللي بالازرق دي يبقى يا جماعة البشرة نفسها بتاعتنا طبقتين طبقة سطحية ناحية فوق وطبقة داخلية ناحية تحت ماشي خلي بالك خلي بالك انا بقول لك الجلد دي يا جماعة هي دي البشرة الولاد وادمة دي حضرتك كل ده هي اسمها الادمة يا جماعة قطعا الاكبر هي مين الادمة ولكن البشرة الولاد عدة طبقات هنقسمها تاني ليه طبقة سطحية وطبقة داخلية طيب بص يا دكتور قال لك والله الطبقة السطحية اولاد هي خلايا غير حية هي خلايا ميتة يا اسماء بكل بساطة حضرتك وانت قاعد كده لو قعدت تفرق في ايديك هتطلع حاجة زطينا كده صح يا دكتور طبقة خلايا ميتة موجودة على سطح الجلد بتاعك الطبقة السطحية يا ولاد من البشرة هي خلايا غير حية هي خلايا ميتة مملوقة بمادة اسمها الكيراتين ايه الكيراتين اه الكيراتين بروتين يا ولاد ركز معاي يبقى يا جماعة الطبقة السطحية طبقة حية والغير حية لا دكتور طبقة غير حية مملوقة بمادة اسمها الكيراتين طب ليه دكتور بقى غير حية ومملوقة بكيراتين قال لك والله انت بتواجه البيئة اللي حوليك بجلدك يعني وشك هو اللي بيواجه كل الاخطار وانت ماشي الصبح ايديك ورجديك لو مكشفين هم اللي بيواجه كل البيئة اللي حواليك بتعمل با ايديك كل حاجة حرفيا فاللي بتعرض لكل المايكروبات والحاجات الضرة اللي في البيئة هو جلدك فقال لك عشان كده سبحان الله الطبقة الخارجية من جلدك يا دكتور او الطبقة السطحية بتاعت البشرة هي خلاقة اولاد غير حية او خلاقة ميتة مملوقة بمد باسمها الكيروتين لكي تكسب الجسم يا جماعة مناعة بيسموها جماعة حائط الصد الاول في مواجهة المايكروبات المايكروبات اذا يا دكتور هل الجلد التاعنا له وظيفة مناعية؟ نعم الطبقة السطحية من البشرة هي خلاقة غير حية مملوقة بمد اسمها الكيروتين تعمل كحاجز دفاعي ضد المايكروبات التي تخزو جسم الانسان يبقى جماعة اهم حاجة بتدفع عننا في الحياة الا وهو الجلد التاعنا للعلم اولاد هو مين اكبر عضو في جسمنا؟ الجلد قال لك يا دكتور الجلد ده هو هو اكبر عضو في جسمك ليه يا دكتور يا جميل بقى قال لك لانه بيغطي كل جسمك حرفيا فجماعة لو الجلد تاني تشغيل هيكون اكبر عضو في الجسم ماشي؟ اكبر اعضاء الجسم يا جماعة له هو الجلد طيب يبقى دكتور الجلد بتاعنا طبقتين بشرة وادمة البشرة اولاد طبقتين تاني طبقة سطحية وطبقة داخلية من اللي ميتة من اللي غير حية من اللي فيها كيراتين كتير من اللي بتشتغل كحائط او حاجز مناعي الطبقة السطحية اللي مليانة كيراتية ممتاز ايه كمان قال لك والله هي بتتعرض يا اولاد للاحتكاك باستمرار يعني حضرتك وانت شغالة النهار مثلا بتروأ بتكنس بشغال في اي شغلانة مثلا معينة فلاح بتاع بنجار حدد اي حاجة فبتحكي جلدك باستمرار فالطبقة دي اولاد بتسقط لانها خالة ميتة بتسقط طيب ولما تسقط من اللي بيعوضها ركز معي قال لك يا دكتور لما تموت بتهاجر يا اولاد خلايا الطبقة الداخلية لأعلى تهاجر خلايا طبقة الداخلية لأعلى يا اولاد لكي تعوض الخلايا الميت حلو هل يا دكتور طبقة داخلية هي طبقة ميتة هي كمان ومال بتهاجر ازاي لا يا جماع هي طبقة حية بس يا جماعة عشان تكون الطبقة السطحية الميتة بعد ما تهاجر اولاد بتموت يبقى دكتور ده ايه خلاية سطحية فرضا انها ماتت ايه اللي هيحصل لها خلاص ماتت ووقعت ماشي كده فرضا انها وقعت انت عملت ارتكاك او حكيت جلدك في حاجة فالخلاية وقعت ايه اللي بيحصل اولاد قال لك يا دكتور والله الخلاة ده ايه لما تقع بتهاجر جماعة خلاية من الطبقة الداخلية لأعلى ثم تموت لكي تعود خلاة طبقة السطحية يبقى الدكتور اللي بيعاوض الطبقة السطحية الا وهو? الطبقة الداخلية. وركز. يا جماعة غالبا في الدنيا دي او في الزمن ده اي حد بيعمل اي حاجة بيعملها كده بمقابل يعني. فركز عشان اقول لك الطبقة السطحية لما تستفيد من الداخلية هي كمان بتفيد الداخلية. ماشي? تبتعرف تقول لي كده? علاقة او علاقة منفعة متبادلة بين كل من الطبقة السطحية الداخلية? او العلاقة بينهما? والله يا دكتور ده الداخلية بتجدد الخلاة السطحية? تمام. يعني الداخلية دكتور بتعوض الفاقد من الخلاة السطحية? تمام. ها السطحية بتعمل لها ايه? ميتة فاكرتين بتشتغل كطبقة منعية بتحميها. يبقى جماعة العلاقة بين الخلاة السطحية والخلاة الداخلية للبشرة بتاع الجلد الا وهي. ان الخلاة السطحية تحمي الخلاة الداخلية من الاختارة المايكروبات. دي الخط الدفاع الاول. والداخلية دكتور تعوض الفاقد او الخلاة الميتة من الخلاة السطحية. ممتاز جدا. يبقى يا جماعة في الصر الخلايا السطحية تتجدد باستمرار. ليه يا ولاد? تقول له حضرتك لانها تتعرض للاحتكاك المستمر. الذي يؤدي الى سقوطها. مين باب يعوضها? قالك والله هجرة الخلايا الداخلية من اسفل الى اعلى يؤدي الى تعويض الخلايا المفقودة يا ولاد باستمرار. تمام? ده جمعة بالنسبة لي الطبقة السطحية. طب خش على الداخلية. قالك والله انت خلاص خلصتها. حي او لا ميتها يا اسماء? حي اخلي بالك احنا رحنا لدى؟ من ما او لس. لس احنا يا دكتور في البشرة. الطبقة السطحية طبقة دة خلاية. تمام? قالك يا昨ة دكتور خلايا بتعمل ايه? بتوعود الخلايا السطحية من البشرة. بيسموها جماعة الخلايا القرنية. الايه القرنية. الايه القرنية? يا قرنية يعني مغطى او مملؤة بالكيراتين. لما يقولك الخلايا القرنية او الطبقة القرنية اقصد الطبقة السطحية من الجلديه اسماء مش يا ولاد تمام زي الفول طيب ايه كمان قال لك والله دكتور في بقى حاجة اسماء جاية خطيرة يا ولاد لو قسنا عند الناس كمية الميلانين في خلايا جلدهم هللقاها مختلفة وكمية الميلانين يا اسماء او صبغة الميلانين تؤثر على لون البشرة لا بالراحة هقول لك بص يا دكتور قال لك مثلا هاتلي واحد مصري واحد مصري وواحد يا ولاد سوداني وواحد اوروبي من اوروبا وقسلي كمية الميلانين في جلدهم من يا جماعة اكتر واحد اسود او اسمر مين السوداني هتلاقي دكتور عنده حبيبات الميلانين عالية جدا 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 طيب من الامحاوي المصري هتلاقي الميلانين عنده متوسط مين اللي بيض جدا وناصع البيض ناس بتوع اوروبا وروسيا والشارق دول هتلاقي الميلانين في جلدهم قليل جدا يا ولاد اقل من اي حد في العالم يبقى جماعة في حاجة اسمها حبيبات الميلانين دي يا دكتور صبغة بتكسب الجلد لونه والشعر لونه والعيون لونها كل ما زادت كل ما كان الجلد اغمأ اكثر سوادا او سمارا ماشي كل ما قلت كل ما كان الجلد افتح تمام طيب بيطلع منين بقى الميلانين ده ركز معي قالك يا دكتور الطبقة الداخلية بتاع البشرة ولاد مو حضرتك الطبقة السطحية عدة طبقات وكذلك الداخلية قالك الله يا دكتور في قاعدة ركز يا ولا في قاعدة الطبقة الداخلية شباب بتاعت البشرة يوجد خلايا خلايا شباب صبغية تفرس حبيبات الميلانين اه يبقى جماعا فايدة الطبقة الداخلية بتاعت البشرة حاجتين اولا بتعود الفاقد من الطبقة السطحية ثانيا توجد عندها قاعدة ديها لانها دكتور كذا طبقة توجد عندها قاعدتها خلايا شباب تقوم بافرس حبيبات الميلانين التي تكسب الجلد يولاد لونه وكل جماعة ما زاد الميلانين كل ما كان الجلد اغمأ تمام حلو خلص الكلام ده زي الفل يبقى جماعة ده كده بالنسبة لي البشرة اذكر العلاقة بين طبقتي البشرة قالك دكتور الطبقة السطحية تقوم بي حماية الطبقة الداخلية مناعة للطبقة الداخلية اما دكتور الطبقة الداخلية الخلايا الحية الخاصة بها تهاجر لاعلى لكي تعوض الخلايا الميتة التي تسقط من الجلد تمام تهاجر ثم تموت عشد تبقى خلايا ميتها شباب تمام حلو يعني جماعة الخلايا اللي في الطبقة السطحية كلها اصلها كان خلايا حية تحت تمام وهجرت وماتت ماشي طيب الطبقة الداخلية يا ولاد هي طبقة فيها يا دكتور هي عدة خلايا ماشي قال لك الخلايا اللي في القاعد بتاعتها في قاعدة طبق يا ولاد تكون بإفراز الميلانين الذي يكسب الجلد لونه تمام حلو خلاص الكلام ده يبقى يا جماعة العلاقة أن السطحية تحمي والداخلية تعود ممتاز جدا 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 طيب خش بقى دكتور الجميل على الأدمة يعني كده يا جماعة خلصنا البشرة ليها الطبقة العلوية من الجلد اللي اسمناها اللي سطحية ودخلية هنخش يا ولد على الادمة اللي هي تحت البشرة بقى ماشي؟ الادمة يا حلوين اللي هي الطبقة اللي تحت البشرة طب تعالى بسم الله قال لك والله يا الادمة ان اقول لنا جماعة ان البشرة عبارة عن خلايا طلاقية لانها يا دكتور بتطلي فشباب دي كده مهم جدا 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 انسجة طلاقية او خلايا طلاقية خش بقى على الادمة قال لك الادمة يا دكتور هي عبارة عن انسجة ضامة يعني جماعة الادمة نسيج ضام بيحتوي على ايه؟ ركز معي بص يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم قال لك والله بيحتوي على اول واهم حاجة يا ولاد ولازم تكون موجودة عشان مهمة جدا 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 الغدد العرقية بص بقى جماعة احنا خلصنا البشرة اللي فوق دي كده يا اسماء اهي هنخش على الادم اللي تحت البشرة بتحتوي على ايه؟ اولا يا دكتور الغدد العرقية وصفها عامل ازاي يا ولاد قال لك والله يا دكتور عبارة عن انبوبة تلتف على نفسها او حول نفسها وتفتح على سطح الجلد بمسام العرق مسام العرق بصوا كده يا دكتور الجميل انبوبة انبوبة تلتف حول نفسها تتصل بقناة اسمها قناة عرقية تفتح على سطح الجلد يا دكتور في الطبقة السطحية بتاع البشرة بمسام العرق اسمها ايه؟ الغدد العرقية يبقى يا دكتور اللي في الادم اللي في الادم يا ولاد دي كده الغدد نفسها اللي بتستخلص العرق من الدم ماشي؟ ويا جماعة اللي طلع كده هو بتختارك الادم والبشرة هي القناة العرقية واللي على سطح الجلد يا ولاد قالوا هي مسام العرق يقول لك مثلا ده بتاع ده في الاسكون كير بيفتح المسام مش عارف يعمل في المسام صح يا اسمها؟ مسام دي حاجة كده هم عارفين يعاني يا رجال احنا من الناس دوعبين الحمد لله احنا مرايحين بالنا خلص يعاني ولكن هم عندهم حوارك كده ماشي؟ فهم عارفين حاجة اسمها مسام العرق واخد بالك انت حلو قوي يبقى دكتور دي كده الغدد ماشي؟ انبوبة تلتف حول نفسها ولاد تستخلص العرق من الدم تتصل معه قناة لكي تنقل العرق الى مسام الجلد لكي تطرد العرق على سطح الجلد يبقى جماعة العرق اللي خارج من جلدها ده يا ولاد جاي من قلب غده في قلب الجلد في قلب الادمة بعد كده عدى على قناة بعد كده خرج عن طريق المسام فلما قل حضرتك الغدد العرقية هي الوحدة الوظيفية للاخراج في الجلد يعني جماعة فصر الجلد هو عبارة عن عضو اخراجي ليه؟ لاحتوائه على غدد عرقية تكون باخراج العرق والعرق الذي يحتوي اسماء على ماء واملاح وفضلات ايه؟ نيتروجينية ما احنا قلنا يا دكتور ان الجلد بسهن في الاخراج ليه؟ عشان بيخرج في العرق اولاد ميا وملح وفضلات نيتروجينية تمام؟ سهلة؟ طيب فصر الجلد هو عضو مناعي بيساهم في المناعة ليه؟ تقول لها دكتور الاحتواء الطبقة السطحية من البشرة او الاحتواء البشرة على خلايا توجد في طبقة السطحية خلايا ميتة تحتوي على كمية كبيرة من الكيراتينة التي تعمل كخط دفاع اول لكي تمنع غزو من الكروبات الى داخل جسم الانسان ماشي؟ يبقى دكتور الجلد بتاعنا عضو لحد الان يا ولاد خدنا عضو اخراجي وعضو مناعي طيب كمل لها دكتور بسم الله قال لك والله الغدى العركية هي عبارة عن يا ولاد الوحدة الوظيفية للاخراج في الجلد ايه كمان؟ قال لك عبارة عن انبوبة تلتف حول نفسها ولاد تفتح على سطح الجلد بمسام العرق عبارة عن سلاسة اجزاء الغدى في الادمة ثم القناة العرقية ثم مسام العرق التي تفتح على سطح الجلد طيب بص يا دكتور تعال يا جماعة نتكلم شوية على العرق نفسه يا جماعة قلنا يا جماعة العرق ده هو وسائل بيحتوي على املاح صح كده؟ ايه هي مكونات العرق يا رجالة؟ عبارة عن ايه؟ قال لك يا دكتور عبارة عن مية وملح وفضلات ايه؟ نيتروجينية صح كده؟ ممتاز ركز بقى جماعة امتى العرق يزيد وامتى العرق يقل؟ في البداية كده يا دكتور بسم الله الرحمن الرحيم صح وغلط العرق ينقطع في فصل الشتاء غلط انت بتعراه في اي وقت وده جماعة نعمة عظمة من ربنا تمام؟ المهم انك تستحم والله بجد يعني مهم انك ايه؟ ما تشممناش الريحة بتاعته بس العرق مهم خلاص؟ وبيخلصك منفضلات اهم حاجة الناس ما تشموكش تمام؟ في حاجة يستصمها مزيل العرق كده ممكن تستخدمه طبعا الفول يعني ماشي؟ ماشي؟ فجماعة العرق ده هو بيزيد يا ولاد في فصل الصيف ليه بقاه؟ طب بقولك على كمان حاجة بقولك بيزيد مع الاكسرسايز او النشاط الرياضي حد عارف ايه؟ والله دكتور عندي شقين في السؤال اول حاجة يا دكتور ان هو بيزيد في فصل الصيف ده يا جماعة لان في فصل الصيف بترتفع الحرارة ويا جماعة لما ترتفع الحرارة تعرف تقولي يا دكتور الاوعات الدموية اللي موجودة في الادم يا ولاد تتسع ولا تنكمش؟ مع ارتفاع الحرارة يا اسماء؟ دي حصلها ايه؟ تتسع بقى دكتور تتسع الاوعات الدموية الدموية تمام؟ طيب هو حضرتك لما الوعاء ده هو يوسع يدي الغضة العرقية دم اكتر ولا اقل؟ اكتر فتستخلص فضلات اكتر تستخلص ماء واملاح وفضلات نتروجينية اكتر وبالتالي دكتور كمية العرق تزداد يبقى جماعة في فصل الصيف العرق بيزيد ليه؟ لانه عند ارتفاع درجات الحرارة يتسع الوعاء الدموي فيزيد استخلاص الغضة العرقية او الغضة العرقية في الادم للعرق من الدم تمام؟ حلو خلص؟ طيب يا اولاد هي بتاخد من الشوريان او لما الوريد؟ الغضة العرقية؟ شوريان؟ شوريان؟ يا دكتور يا جميل لما اني مارس الرياضة يا اولاد ايه اللي بيحصل؟ اسألك انا اسؤال كده لما تطلع السلي من اسماء ضربات قلبك بيحصل لها ايه؟ بتعمل لي كده؟ بتزيد صح كده؟ وضغط دمك بيزيد ليه بقى؟ عشان يوصل الدم لكل العضلات لما ضربات القلب تزيد يا شباب وضغط الدم يزيد الدم بيوصل بسرعة لكل الاوعات دموي لان الضربات في الديئة زادت بدل سبعين بقت مية ماشي كده؟ حلو فيا دكتور هنقول لما يحصل نشاط رياضي بيزيد سرعة وصول الدم لكل الانسجة وبالتالي حضرتك الدم اللي كان بيوصل بالراحة بيوصل بسرعة فيا دكتور دي شغالة اكتر واكتر واكتر بتستخلص عرق اكتر واكتر واكتر يبقى جماعة بيزيد مع النشاط الرياضي بسبب سرعة وصول الدم يا ولاد لكل الانسجة منها الغضة العراقية كمان يا ولاد لما بنعمل النشاط الرياضي بيزيد درجة الحرارة صح كده؟ لانك بتزود الحرق بتزود حرق الجلوكوز والحرق يا دكتور بيونتج طاقة اتي بي حرارة صح كده؟ حلو خلص الكلام ده يبقى جماعة مع فصل الصيف الحرارة بتزيد فالععاية بتتسع حتى انت في الصف بتلاقي كده وشك مظنهر يعني مظنهر محمر ليه؟ وغضوطك موردنة ليه؟ ليه؟ عشان الاوعاية دمه مفتوح صح كده؟ حلو طيب والرياضي يا ولاد بتخلي برضو الدم يوصل بسرعة عليه الاوعاية وبالتالي دكتور نفس النتيجة بيزيد يا جماعة استخلاص العرق من الدم كمان يا ولاد بيزيد الحرارة وبالتالي تعمل نفس النتيجة ممتاز جدا 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 طيب جماعة العرق في الشتاء بيمتنع؟ لا لا يمتنع ولكن يقل يعقل العرق شتاءا هل يمتنع؟ لا ليه؟ لان يا دكتور في وصل الشتاء ولاد الدم ما زال بيوصل عن الغدة العراقية وهي وظيفتها استخلاص العرق يعني حضرتك هي ما تطلعش عرق لما تقطع عنها الدم هل في الشيطة الدم يبين قطع عن حاجة؟ لا لا ما يبين قطعش هو بيقل يا جماعة في الأطراف شو عشان كده أطراف ما بتسقع يا أولاد صح يا سماء؟ ولكن حضرتك مش بيمتنع فيه برضو دم يعني لو شكتك في الشيطة هيطلع دم عادي فجماعة طالما الدم بيوصل عند الغضة العرقية يبقى أولاد بتستخلص العرق عادي جدا 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 يبقى أولاد صح ولا غلط؟ يمتنع العرق شتاءا غلط يا دكتور ليه؟ لماذا لا يمتنع العرق شتاءا تقول له حضرتك لأن أو بسبب استمرار وصول الدم ولو بكمية أقل إلى الغضة العرقية وبالتالي تستخلص العرق لأن وظيفتها الأساسية استخلاص العرق من جسم الإنسان أو من دم الإنسان ممتاز جدا 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 طيب بصوا أولاد جماعة هي حرار الجسمينة المفروض إنها أولاد لو ما فيش أمراض سابتة عند مثلا 37 صح كده؟ والله يبقى دكتورة صيف شتاء هي ستة فأجماعة لو رسلنا منحنة بياني هنا أولاد درجة الحرارة عشر عشرين تلاتين أربعين وعلى الصاد يا أولاد بنعمل حاجتين بنمثل بالأخضر دهو درجة حرارة الجسم وبالأحمر يا أولاد بنمثل كمية العرق فقال لك والله حضرتك عند عشرة مثلا يعني حرارتك 37 وعندي عشرين حرارتك كام؟ 37 تلاتين أربعين خمسين سبعة تلاتين يبقى جماعة الحرارة سابت ولكن العرق يا أولاد هو اللي كميته بتتغير ليه؟ بصوا كده على العرق هتلاقي حضرتك عند عشر وعشرين قليل في عرق بس قليل لكنك في الشتاء ولكن يا دكتور أول من الحرارة تعدي تلاتين درجة يا أولاد يبدأ جماعة العرق يزداد بهذا الشكل عشان يعملي بقى عشان يا جماعة يخفض من درجة حرارة الجسم يا أولاد مسأل بسيط قوي لو أنت مثلا يا دكتور يا جميل بتحب البيض ماشي؟ فبتسلق بيت كتير في طروة غدا وعشا لما طلحها من نار بعد ما تسلقها مش من نار من المياه السخنة يعني بتعمل فيها ايه؟ حطها في مياه ايه؟ سخنة برضو؟ سععة صحك تقليه بقى عشان المياه السععة تاخد الحرارة وتنزل تمام؟ فتهدي السخنية بتاع البيضة ده يا جماعة اللي بيحصل في جسمنا بالزبط يا بلاد السخن نحط انتشرو في مياه سععة جماعة المياه السععة لما تخرج من جسمنا او المياه جماعة لما تخرج من جسمنا تخرج من جلد يا ولاد تتبخر على سطح الجلد فتاخد وهي خرج الحرارة بتاعتنا فجماعة الهدف الاساسي من خروج الماء من الجسم ركز بقى جماعة الفضلات على فكرة قلت لك نسبة قليلة من الفضلات الميتروجينية يعني لو العرق بتاعك وقف الفضلات هتخرج عادي من الكليا مش هتأثر قوي يعني مش هيجيلك مثلا تسمم بولينة خالص كليتك هتقوم بالواجب ولكن يا ولاد اللي هيتأثر هو الحرارة بتاع الجسمنا قلت لحضرتك اللي محافظة على حرارة جسمك بشكل اساسي هي كمية العرق اللي بتخرج من الجسم يا ولاد عند المجهود او في فصول السنة المختلفة تمام؟ حلو يبقى يا دكتور الحرارة اللي بتخرج من جسمي اللي بيخرجها ألا وهو تبخر العرق على سطح الجلد وده جماعة الهدف الاساسي من العرق ماشي؟ حلو خلص الكلام ده زي الفضل طيب بقول لك يا دكتور يجب ازالة الفضلات التي تخرج مع العرق باستمرار يعني مهم حضرتك باستمرار تمسح عرقك وتستحمى ما تسيبش العرق كده وتنم بيه ليه يا ولاد؟ لان يا شباب لو انت لوحدك حتى يعني ما مش هتعرف من نفسك كاكيد ولكن يا جماعة الفضلات اللي في العرق ده هي تجعل الجسم لازجاً جسمك ملزق عارف انت الحساس القذر ده لما تعرق؟ انا اسوري على ما بقوله النهار ده بس يا جماعة ده وقع ده في جسم الانسان زي ما فيه حاجة حالة وفيه حاجة وحشة خلاص؟ يا جماعة تجعل الجسم لازجاً بس كده؟ لا مش بس عرف ده كمان يا ولاد بتسد مسام العرق وحضرتك لما تسد مسام العرق دي مشكلة كبيرة جداً 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 خلاص؟ طيب ايه كمان يا ولاد؟ قالك يا دكتور كمان يتخلف عنها روائح كريهة مؤذية للغير ماشي؟ فجماعة لازم يتم ازالة الفضلات باستمرار ليه؟ لماذا يجب ازالة الفضلات؟ لانها تجعل الجسم لازجاً وتسد مسام العرق ويتخلف عنها روائح كريهة ماشي؟ طيب ممتاز جداً ده يا ولاد بالنسبة لي الغدد العرقية دي يا جماعة اول حاجة في الادمة لازم نكون عارفينها كويس جداً 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 طيب ايه تانية حاجة؟ قالك والله يا دكتور شعرنا يا شباب اللي موجود جلدنا يا جماعة فيه شعر صح؟ الشعر ده يا ولاد موجود عند الناس كلها ماشي؟ قالك الشعر ده خارج منين؟ الشعر ده خارج منين؟ الشعر ده خارج منين؟ الشعر ده يا جماعة خارج من الادمة بص يا ولاد الشعر يا شباب تركبها مهم جداً 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 عرف بصلة صغارها خليها بصيلة دي يا جماعة اسمها بصيلة الشعر ماشي بصيلة الشعر البصيلة جماعة الصمرة اللي عاملة زي الاولادة ده هاي خارج منها ولاد الشعراية ماشي طيب وفي الادم يا دكتور بتعدي على الحاجتين بتعدي على عضلة عضلة تتحرك لوحدها انت بتعرفش تحركها عضلة يا ولاد تحرك الشعرة اذا انقبضت ما هي دكتور العضلة وظيفتها في الحياة انقبض وانبساط فلو انقبضت يا ولاد تحرك الشعر خلاص عشان كده حضرتك لما تأشعر وجسمك يأشعر كله يبقى جماعة العضلات بتاعة الشعر هي اللي انقبضت وقفت الشعر ماشي طيب ايه كمان قالك يا دكتور مهم جدا جدا بقى يا ولاد غدة دهنية غدة دهنية ليه بقى يا دكتور يا جميل قالك والله يا غدة دهنية بتطلع ايه بتطلع ايه دهون ليه عشان يا دكتور الشعر ده هاي بتخرم جلدك وتخرج صح كده يا جماعة لكي تسهل خروج الشعر من الجلد كمان يا ولاد تكسب الشعر ليونة تمنع تكصفها حضرتك لما تيجي ترطب شعرك بتحط عليه ايه زيت في ناس يا جماعة سبحان الله لوحدها شعرها ناعم وجميل ومسابسب ومش محتاجة زيت صح كده ايه اللي عمل كده ايه اللي عمل كده قالك سبحان الله ربنا خلقنا يا ولاد مع الشعرية غدة دهنية شباب تكون بافراز دهون وزيوت لكي ترطب الشعر وتمنع تكصفها وتكسبها ليونة وكمان تسهل خروجها من سطح الجلد سبحانك يا رب سبحان الله سبحان الله يبقى جماعة الشعر فيها بصايلة اولاد ده حضرتك اللي بيطلع منها الشعر واجماعة لو حد شافها قبل كده زراعة شعر الدكتور يا ولاد بيخش جوه الجلد يخرمه ويقوم جايب الشعرية من جدراها عارف الجدر بتاع الشعر اسمه ايه اسمها دكتور البصايلة بتاع الشعر خلاص حلو خلاص بعد كده اولاد البصايلة ده ايه قالك يا دكتور يا جميل بتطلع الشعرية والشعرية دكتورة في السكة بتعدي على الحاجتين بتعدي على العضلة اللي بتحرك الشعرية لو انقبضت بتعدي يا دكتور على الغدة الدهنية التي تفرز دهون اوزيوت اللي كيتعمل على تسهيل خروج الشعر من الجلد ياسمها وكمان تكسب الشعر ليونة تمنع تكصفها يبقى جماعة الشعر عبارة عن بصايلة والشعر نفسها اولاد والعضلة والغدة الدهنية طب تعال قالك يا دكتور يا جميل دي يا جماعة حاجة عيشة طبعا الشعر يا دكتور حاجة عيشة وبتاكل وتتغزة وتكبر ماشي حلو فقالك يا دكتور البصايلة بتحاط بكمية كثيفة من الشعيرات الدموية يا ولاد ماشي ليه عشان تغزيها عشان تديها غزاء ماشي وتديها البروتين اللي محتاجها وهكذا يبقى جماعة البصايلة تحيط بها كثير من الشعيرات الدموية عشان تغزيها ايه كمان قال لك يا دكتور تاني حاجة عضلة تحرك الشعر اذا انقبضت تلاتة اولاد غدة دهنية تفرز سائل دهني او زيتي لكي يسهل خروج الشعر من الجلد يا شباب كمان يكسب الشعر اللي هنا تمنع تقصفها ممتاز جدا 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 طيب اخرنا جماعة في القدمة بتاعتنا حاجة اسمها نهايات عصبية حسية بص يا اولاد ده كده جماعة الاسمر ده عصب ماشي بينته جماعة لصاتح الجلد بتاعنا بحاجة اسمها نهايات نهايات عصبية حسية ايه الفكرة قال لك الفكرة كلها ان يا دكتور وانا واقف على رجلي كده انا عارف ان انا واقف ليه حاسس بوزني على رجلي مين اللي حاسس النهايات العصبية الحسية اللي في الجلد بتاع رجلي طيب وانا مسك يا دكتور القلم كده هو ومسك التراتة دول كده انا عارف ايدي فيها ايه وحاسس بيهم وادماغي فيهمهم ليه عشان انا حاسس بحاجة في ايدي جام ده في لبيس وفي قلم وفي سن بيطلع حاجة سئلة في الدكتور ده قلم. ماشي? فجما انا حاسس. ايه اللي بيخليك تحس? قالك اللي بيخليك تحس هي النهايات العصبية الحسية اللي موجودة يا جماعة في الادمة. ماشي? حل. يبقى جماعة الادمة فيها ايه? نهايات عصبية حسية اولاد تقوم بالاحساس بكل من او تنقل الاحساس لكل من الضغط لو حضرتك ضغط على ايدك كده او ضغط انت بايدك على حاجة تبقى عارف انت بتعمل ايه. يعني لو مسكت ايدك مثلا في عصبية حسية. ماشي? واللمس. اللمس يا دكتور انا عارف ان انا لمس ايه دلوقتي اللي بيستقبل الولاد المؤسرات دي وان ننهي للمخ عشان مخك يفهمها هي النهايات العصبية الحسية. والالم لو خدت عصائي على ايدك خلاص 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 يا استيه خلاص عارف انت ليه بتهرب عشان عارف انها هتوجعك ليه? لانك لما تتخبط على ايدك هتحس بالالم. في دكتور هنا فيه الم بيحصل. كمان يا ولاد درجة الحرارة تحس حضرتك بالحرارة حواليك انت برد ولا فتحل Village ساعة ولا ايه ب nun هتر reporting الى لو هي النهايات العصواية الحسية موجودة فيها الى ولاد تمام طيب بس كده ابقى كده كده يا ولادًا في الجلد بشرا والاطمرا بك بالطباعتين بتوعه واخدنا في الادم يا دكتور الغدة العركية والشعرة والنهايات العصواية الحسية يا ولاد فضل حاجة? اه فضل حاجة فضل ايه يا اولاد قالك يا دكتور والله بعد كده فيها ا大家 اوعدة موية? لان يا دكتور كل ده حي مع ده الطبقة اللي فوق صح كده اللي فاقلك يا دكتور كل ده محتاج تغزة هتغزة ازاي اولاد? قال لك يا دكتور لو حضرتك خرمت جلدك يطلع دم دم جاي من اين? قال لك جاي من شعارة دموية. جاي جماعة من اوعدة موية ماشي في الادم من تحت كده اولاد شريانه ووريده. خلاص يبقى دكتور فيه شريان ووريد. ايه كمان? قال لك يا دكتور اخيرا خلاية جماعة دهنية. يبقى دكتور اخر طبقة كده اسمها ايه? اسمها دكتور خلاة دهنية. خلاة دهنية خلاة دهنية. السؤال يا ولاد. السؤال يا اسمها قوليه وديكه 50 جميع. ماشي? 50 جهي بحلق. خلاص? بحلق. مش هنجعل نرجعكلامي. مش مش هنجعل خل 360 جنيه. الغطة العرقية العرقية كمان. والدهون. صح ممتازا! ليه؟ لأن حضرتك أخدت في قولة سنوية في اللايبات البسيطة زيود دهون شموع وقلت إن الدهون يا دكتور كانت موجودة تحت الجلد عشان تحافظ على حرارة الجسم يبقى جماعة اللي بتخلص من الحرارة يا دكتور ألا وهي الغضة العراقية اللي بيحافظ على الحرارة ألا وهو الدهون يبقى جماعة وظفتهم في الدهون عكس بعض واحد حضرتك بيتخلص من الحرارة مع العرق بيبخروا معه عشان يخلصك من الحرارة والتاني بيحافظ لك على الحرارة سبحانك يا ربي فجماعة ده كده الطبقة الدهنية يبقى اسماء الجلد التانية عبارة عن البشرة والأدمة البشرة فيها حاجتين يا دكتور طبقة سطحية وطبقة داخلية خلص كده وإيه؟ الأدمة يا دكتور فيها خمس حاجات أهمهم مين؟ الغضة العراقية يا دكتور بتطلع العرق وعرفنا يا دكتور العرق ده بيزيد أمتى وإلا أمتى؟ ماشي؟ حلو خالص ايه كمان؟ قال لك يا دكتور الشعرة ماشي؟ شعرك كله بنفس النظام ده بصيلة وغضة دهنية دكتور بتطلع الدهون وعضلة بتحرك الشعرة بعدين حضرتك الشعرة بتخترك الجلد وتخرج تمام؟ طيب؟ ايه كمان؟ قال لك يا دكتور والله فيه نهايات عصبية حسية تستقبل كل من قال لك يا دكتور النهايات ده هي؟ بتحس يا ولاد به الضغط واللمس والألم والحرارة ماشي؟ آخرين يا ولاد أوعيدة موية وتحتها دهون علشان تحافظ على درجة حرارة الجسم ده أولاد بالنسبة لي الاخراج في آآ الانسان وقال لك يا دكتور والله الجلد بتاع حضرتك بيشتغل كعضو اخراج لأن يا دكتور ركز معي الجلد بيعمل فيه تلت أجهزة بالجسم جهاز الاخراجي لأن يا دكتور بيخرج العرق اللي بيحتوي على ماء وفضلات وأملاح ويساهم في المناعة دكتور لأن الطبقة السطحية اللي فيها كيراتين بتشتغل في خط الدفاع الأول عشان تمنع دخول المايكروبات وعضو يساهم في الإحساس لأنه يحتوي يا دكتور على حلمات أو نهايات عصبية حسية دكتور بتستقبل كل من الضغط واللمس والألم ودرجة الحرارة في جماعة جلدنا بيساهم في سلاس أجهزة الإخراج والمناعة والإحساس تمام؟ يبقى إحنا يا حلوين خدنا النهاردة خدنا يا دكتور مقدم عن الإخراج يعني إخراج يا أولاد إيه المواد اللي بتخرج من جسم الكأن الحي وشارط الإخراج عشان يحصل إيه المفروض يحصل يا دكتور وكمان يا أولاد أخذنا عضاء الإخراج في جسم الإنسان الجلد الكليتيني الكبد الرئتيني ثم يا شباب أخذنا الجلد بشرة وأدمة البشرة يا أولاد عبارة عن طبقة سطحية وطبقة داخلية والأدمة حضرتك عبارة عن خمس حاجات يا أولاد الغضض العراقية والشعرة ما شي بتاع جسمك يا دكتور والنهاية العصبية الحسية رابعة من الأوعية الدموية خامسا وأخيرا يا أولاد الخلايا الدهنية صلى عن النبي عليه الصلاة والسلام النهاردة أولاد معنا الدرس رقم 2 في الإخراج في الإنسان إحنا نهينا الجلد في الدرس الأول وعرفنا أن الجلدنا دكتورة كان عبارة عن طبقتين الطبقة اللي فوق اسمها البشرة واللي تحت اسمها الأدمة طيب يا شباب البشرة كان لها وظيفة أساسية شوية إنها بتشتغل مع المناعة لأن الطبقة العلوية يا دكتور في البشرة الطبقة الخارجية أولاد طبقة ميتة خلايا مملوئة بالكيراتين حاجز مناعي يمنع اختراق المايكروبات الأدمة كان فيها خمس حاجات أهم حاجة بالنسبة لنا في الإخراج ألا وهي الغضة العرقية لأنها دكتورة أمبوبة ملفوفة حول نفسها بتستخلص العرق من الشعيرات الدموية تخرج من جلدك مية وحبة أملاح وحبة فضلات نيتروجينية بس فضلات نيتروجينية بصورة كبيرة لا يا دكتورة بصورة صغيرة بالنسبة بسيطة وما لا يا دكتورة معظم الفضلات النيتروجينية معظم اليوريا اللي خارجة من جسمنا الفضلات اللي نتج عن الأيد بتخرج منين؟ من الكليا أهو النهاردة يا دكترة معانا الكليا ركز معي بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة يا جماعة لطيفة خالص كده بقول لك يا دكتورة أن أي حيوان فكار يا جماعة عنده كليتين السؤال يا دكتور معلش أنا ممكن أتخيل معنى كلمة كليتين سهل لكن يا دكتورة يعني إيه حيوان فكاري عايز أعرف يا أولاد فكروا كده يا شباب يعني إيه حيوان فكار يا أولاد يعني عنده يا دكترة عمود فكاري في فكرات وعنده جمجمة ده يا جماعة اسمه حيوان فكاري قال لك يا دكتورة عنده كليتين ماشي ليه بتستخلص البول بتخرج الفضلات من جسمه كلام محترم تختلف في الشكل والحجم تبعا لدرجة رقيه أو رقيه يعني إيه يعني جماعة كلما كان أرقى كلما الشكل والحجم اختلف طيب بسم الله عندك حضرتك في الفكاريات الدنيا جماعة دنيا يعني تحت من المعاني الجميلة أولاد إن كلمة دنيا اللي إحنا عايشينها معناها الحقيرة دنيا عكسها عليا فجماعة الدنيا بتاعتنا حتى معناها حقير فإنت اجتهد واسع واشتغل فيها بس عشان تبتغي إن شاء الله النجاح في الدنيا وكمان النجاح في الآخرة ماشي ولكن همك الأساسي الجنة بإذن الله فجماعة الفكاريات الدنيا زي مين قال لك يا دكترة زي الأسماك إيه ده الأسماك عندها عمود فكري آه عارف السفن ليه انك بتاكله ده اللي هو عارفه ده دكتور اللي عمود الفكري بتاع السمك عادي جدا ماشي زي مثلا مثلا يا أولاد قولوا معايا كده تسمعه عن سمك البولتي تسمعه عن سمك البوري ماشي ديها دكترة أسماك من الفكريات الدنيا كمان البرمائية تركز في الأمثالة كواس جدا 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 زي الضفضعة تعيش في الماء وعالأرض برمائيات زي حاجة اسمها السليماندر شكله يخوف كده عارفينه السليماندر ماشي قالك الضفضعة والسليماندر والأسماك بولتي وبوريا أولاد دول اسمهم الفكريات الدنيا السؤال هتلاقي عندهم كيلة زي بتاع الإنسان استحالة وما العمل ازاي قالك يا دكترة الكيلة بتاعتهم طويلة ورفيعة تمتد على طول جانبي العمود الفقري العمود الفقري يعني يا دكتور مش كنزة مش مضغوطة زي بتاعتك لا طويلة بس رفيعة أو طويلة ورقيقة رفيعة ورقيقة طب تعال شكلها عمل ازاي عملك كده يا أولاد ماشي هتلاقي دكتور طويلة وفي نفس الوقت يا دكترة رقيقة ورفيعة تمتد على جانبي العمود الفقري ادي حضرتك العمود الفقر هي على الجنب المتوع ماشي ده فين ده في الفقريات الدنيا زي البرمائيات والأسماك حاجة صعبة حاجة صعبة طيب خش حضرتك على الفقرات العليا اللي هو احنا منهم يا أولاد ركز معي قالك والله دكترة زي الزواحف حد عارف مسار على الزواحف حاجة بتسحف على الأرض تمسح مسلا صح الطيور طيور اللي بتطير الثديات زي الحيوانات والإنسان اخلي بالك دي كائنات أكثر أكثر رقيا أكثر ورقيا عربية حديبة كلمة رقيا كده تمييز صح أكثر على وزن أفعل زي اسم الناكرة منصوب يا تمييز أي خدم درس العربي وإيه طيب قالك الفقرات العليا زي الزواحف طيور ثديات يا أولاد دي حضرتك الكليتين بتوعها هزي بتوعنا يا أولاد كده أكثر اكتنازا عارف أكتنك مسكت الطوال ده همت وخبالك أنت عيش معي عيش معي وتخي وقعدت تكميزهم كده عارف عملتها كنزة كده وخبالك أنت فتخيال دول اتضغطوا كده يبقى عاملين إزاي كنزين صغارين خبالك أنت تعال أكثر اكتنازا تمييزة هو ركز بقى يعني يا دكتور عاملين إزاي يقل لك والله يا دكتور هتلاقيهم عاملين كده مش طوال ولكن كنزين طب السؤال بقى هم أرق ولا بتوع الفكرات الدنيا اللي فوق أرق لكن يا دكتور دول أكثر سمكا وخبالك أنت أهو بقولك أن الكليتين بتوعك كل واحدة يا دكتور مثلا في الإنسان طولها يا أولاد 12 سنطي وعرضها 7 سنطي وسمكها البعد التالت 3 سنطي ماشي؟ فهي دكتور هي أكثر اكتنازا ولكن أقل في الطول ماشي؟ حلو خلص الكلام ده فيها يا جماعة حاجة مهمة جدا 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 تعرفوها عشان إن شاء الله أنتوا دكترة كده تفتكروني أقول لك يا دكتورة أن الكليتين ده همت بيقعوا أولاد خلف البريتون هتعرف البريتون ده إيه؟ عارفين الطرب هتعرف الطرب اللي هو الكفتة محشية في حجم دهنينة كده جماعة البريتون ده بيكون حاجة غشاء أولاد موجود في بطننا بيحوط الأعضاء عشان يثبتها في مكانها سؤال معلش هو أنت و أنت بتجري كده وتتنطط وتعمل حركات ليه مثلا أمعائك ما بتطلعش عند صدرك والمعدة بتقعش عند الفاخدة تحته والمسانة بتطلعش يفوق ليه يا جماعة؟ كل حاجة حضرتك متثبتها في مكانها ويا أولاد اللي مسكها بشكل محكم جدا جدا حاجة اسمها البريتون بص كده معي على الصورة دي ده يا جماعة واحد إحنا قطعنا من بطنه يعني جبت كده من شره قطعته كده ماشي؟ بصت كده على بطنه انت خلص بقى ربيت راسه بصدره ببطنه شفت حتة من بطنه قال لك يا دكتورة ده كده اسمه الغشاء البريتوني يا أولاد محوط يا جماعة كل الأعضاء في البطن وبيلف حولها يثبتها في مكانها اسمه إيه؟ الغشاء البريتوني شاف حضرتك الكليتين فين؟ خلف البريتون جماعة الكليتين مكانهم في الإنسان في الجانب العلوي من التجوف البطني ناحية وراء على جانبي العمود الفقري يعني يا دكتور لما يجي لك واجع مثلا في الحتة ده هيكون مسا عندك أملاح عندك لقدر الله حصوه في الكليا وهكذا ماشي؟ يبقى يا دكتور هم خلف البريتون ممتاز يبقى يا دكتورة الكليتين في الفقاريات العليا يا أولاد أكثر اجتنازا يقعاني خلف البريتون في حاجة صعبة يا أولاد؟ في حاجة صعبة؟ عرفنا ايه هو البريتون؟ ده يا دكتور عبارة عن غشاء بيحوط الأعضاء في البطن هم براه مش جواه هم خلف البريتون في ظهرك تمام؟ أو في التجوف البطني بس ناحية وراء شوي ممتاز جدا 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 طيب تعالي بسم الله الرحمن الرحيم يلا بينا يا أولاد على الجهاز البولي في الإنسان عشان يا أولاد نتعرف على الإنسان إزاي بيعمل حمام بولي بص يا دكتور تعالي كده على الرسمة الجميلة جدا جدا دهيت هتلاقي دكتور والله الرسمة دي فيها مكونات الجهاز البولي وأجماعة يعني أسهل ما يمكن في الأول كده دكتور احنا بحب أرجع للأصل يا أولاد الأصل حضرتك أن الإنسان جسمه عبارة عن أجهزة صح؟ حلو والجهاز عبارة عن أعضاء فإحنا يا دكتور في حرم دلوقتي الجهاز البولي الجهاز البولي دكتور عبارة عن أعضاء أول عضو دكتور وأهم حاجة يا أولاد المصفى بتاع الجهاز البولي ألا وهي ستة أسماء الكليتان هم بيعملوا إيه بياخدوا الدم يفلطروا يصفوا ينظفوا يرجعوا تاني ماشي حلو يبقى دكتور أدي كليا وأدي كليا حلو خالص ماشي حضرتك الكليا بيخرج منها عند الجزء الداخلي ليها حاجة اسمها الحالب اسمه إيه الحالب الحالب أدي حالب وأدي حالب حالب وحالب ممتاز جدا 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 طيب قال لك يا دكتور الحالب ده وظفته في الدنيا يا أولاد ان هو ياخد البول اللي جاي من تنقية وتصفية الدم في قلب الكليا يوصلوا لحد الكيس اللي اسمه المسانة البولي تخيل ما عنلكش مسانة كنت تبقى بتنزل البول على طول على طول على طول وخبلك انت لكن يا دكتور الحمد لله الحمد لله عندنا حاجة بتخزن البول لحد ما تتملي مثلا يا أولاد يقول لك المسانة مثلا بتاخد من تلتمية إلى خمسمية ملي لما توصل عندك خمسمية ملي تحس انك مزنوق تخش الحمام ماشي وطبعا بتختلف من حد للتاني ولكن لما تتعبق نص لتر مية نحس ان احنا عايزين نخش الحمام توصل لك احساس عن طريق عصاب لمخك يقول لك انت مزنوق خش الحمام ماشي حلو خلص لما تخش الحمام يا دكتورة تبدأ تعمل حمام قال لك يا دكتورة تحت المسانة فيها جماعة عضلتين او عضلة جماعة اسمها العضلة العصرة ماشي ديها دكتور المحبس المحبس دي وراد لما تخش الحمام بيحصل حاجتين المسانة هي نفسها عضلة اصلا بتنقبض ليه عشان تدفع المية والعضلة العصرة تتسع عشان البول ينزل طب خلصت البول ايه اللي يحصل العضلة العصرة تقفل تنقبض والمسانة توسع عشان تجي لها البول خلاص ممتاز طيب بعد كده حضرتك مجرى البول موجود عند الرجال موجود عند الستات ماشي حلو خلص الكلام دي يا دكتور ماشي ده اولاد بالنسبة لي مكانلة الجهاز باولي تعال كده اوريك فيديو حلو قوي قوي قبل ما نخش على التفاصيل بتاعت كل حاجة بسم الله ركز معي بص على دكاترة حلوين احنا يا اولاد بناكل دي كده الأمعاء يا دكتور حضرتك بتنتص من الأمعاء اللي انت عاوزه والباقي بيقى فضلات خلاص كده حلو تعال قل لك والله يا دكتور هناك فضلات بتروح على البراز عشان تنزل براز ويا دكتور فيه فضلات بتروح على الدم ركز بقى دمك يروح على الكليتين عشان الكلية يا دكتورة تاخد الدم وتفلتره وتنظفه وتنقيه اهو يخش يا دكتورة الشريان للكلية عشان يا جماعة يتنظف جواها والكلية يا جماعة تستخلص منه الفضلات بص دخل جوا الكلية دي يا جماعة اسمها النفرونات مليون نفرن ركز معي قال لك النفرن ده بيرشح الدم يا دكتور ياخد منه الفضلات ويرجعه تامي خلاص والفضلات يا ولاد بتتجمع في الاخر عشان تعمل البول ركز معي شايف الدم بترشح ازاي خش على النفرن يا جماعة في حاجة اسمها محفظة بومان هنخدها حالة ان شاء الله ركزوا كويس جدا بعد كده حضرتك الانبوبة ماشي فيها البلازمة بتاع الدم ماشي بعد كده دكتور البول اللي خرج يخرج فيه الحالبان شايف الحالب قال لك الحالب ده في عضلات يا ولاد بتنكبض وتنبسط عشان تخلي الدم او تخلي البول يعدي وميرجعش تمام حلو حاجة بس كده برر من هكسيك الذي يمنع ارتجاع البول للكلتين العضلات اللي فين اللي في الحالب ماشي او ده احد العوامل يعني طيب بص حضرتك على الحالب هيروح يصبه فين في المسانة جماعة من الخلف بصوا جوة المسانة هتلاقي انبوبتين بينزلوا مياه سبحان الله عظم يا ولاد لقد خلقنا الانسانة في احسن تقويم المسانة دكترة عمالة تتعبى 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 ايه بول من السوق ساعة بول ماشي حلو تتعبى بول اتملت هتوصل لك احساس انك انت مزنوق عايز اخش الحمام دلوقت ماشي حلو يلا دكترة بسم الله الرحمن الرحيم بصوا بقى السئلة العصب اللي هيخرج اولادي يروح على الدماغ عشان تحس انك مزنوق اهوة دخلت الحمام ماشي حلو اهوة ماشي اخيل عادي خلاص بصوا بقى انت دخلت الحمام مخك يبعت اشارة للمسانة يا مسانة انقبضي لأ معلش شوفها بص على تاني بص على تاني هه بس ايوائي بصوا بقى مخك يبعت لها اشارة عصبية يا مسانة انقبضي بص 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 جماعة في الاول كانت الاشارة خارجة من المسانة عشان تفهم انك عايز تخش الحمام. لما دخلت الحمام اخك يستجيب بقى. يعطي لقى اشارة عصبية. بص العصار داخلة ازاي. بص الاشارات داخلة ازاي. يا مسانة انقبضي. بص حتى انقبض ازاي. شفت العظمة. تب والمحبس. شايف المحبس? يفتح البوليانزل. سهلة? طيب. خلاص يا دكتور الراجل. الحمد لله ارتاح زي ما كنت عبان وارتحت. زي ما كنت عطشان وشربت. خلاص الحمد لله. عمل حمام يا جماعة. الوقت ده ارتاح خلاص الحمد لله. ها في مشكلة? عشان بس الراجل بيرتاح يا جماعة? طيب. خلص بقى العضلة. تقفل تاني. عشان ما يخرجش حاجة. طيب. جالك سؤال في كتاب اللي متحان يقول لك ايه? والله دكتورة هو اخبار حضرتك ايه? لو العضلة ده يفوتت. انسان يصب ايه? تبول الله اراضي. ماشي? ربنا ده بالنسبة ليه البول. طيب بصوا بقى. تعالي بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة واحدة بقى جماعة عشان ايه? واحدة واحدة ورانا ايه? انا بحبك انت بتحبيني استمتع بالعلم. بصوا جماعة. اول حاجة يا ولاد معنا. الا وهي الكليتان يا دكتورة. بسم الله. الكليتان. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. بصوا ولاد. حضرتك دي كليه. ودي كليه. ماشي? هنجلهم بالتفصيل. دول حضرتك اللي بيستخلصوا البولم الدم. دول على جنب دلوقتي. وتعالنا نكمل كده على الحالب او الحالبان. قال لك اباكترى الحالبان بيعملوا ايه? بيعملوا ايه? نقل البول المستخلص من الكلية الى المثانة. قولك بينقلوا البول قطرة بقطرة. يعني الكلية يا جماعة مش بتحوش البول. اي حاجة بتتعمل? بول بيتعمل? يلا على الحالب على طول. اقعدش فيها. ماشي? حلو خلص? طيب. بعد كده ولاد يتصلاني بالمثانة من الخلف. شفت الفيديو لما دخلنا جوان المثانة لقيت حنفيتين في ظهر المثانة من وراء. مين دول? فتحات الحالبين. بيتصلاني بها في اتجاه ماء اللي يولد من الخلف وبيحتوى ده كترة على العضلات بتمنى ارتجاه البول. طيب خش على مسانة. قال لك المثانة اصلا كلها كيس عضلي. ليه? ليه كيس عضلي? عشان تنقبض وتنبسط عشان يا دكترة. لما نيجي نعمل حمام تنقبض. فاتزوق البول. ماشي? واحنا مش عايز نعمل حمام بتنبسط عشان تحوش البول. ماشي? قال لك يا دكترة لها عضلة عصرة. شفتها اولاد في الفيديو? بتعمل ايه? لما تفتح البول? ينزل. لما تقفل البول يتحبس فوق. طيب. مع لش عندي سؤال? هسيبك تسألي بس عندي سؤال الاول يا ولاد. هو اخبار حضرتك ايه? مع الجهاز العصبي. السمبثاوي. بصد الكلام ده جاي في اخر المانهج يا ولاد. والبارة سمبثاوي. بيعملوا ايه في البول? طيب. طيب انها سهل عليك شوية. حضرتك السمبثاوي ده بتاع الفايت اند فلايت في الحماس والقتال والهو واحد بيتخانق. يعمل حمام بول? لا. يبقى دكتور السمبثاوي هسألك انا بقى يا اسمائي. يعمل ايه في عضلة المسانة? ريلاكس. يعمل لها انبساط. ماشي? والسمبثاوي الذي يعمل ايه في العضلة العصرة? كنت راكتي خلاها منقبضة. يبقى دكتور السمبثاوي بيعمل انبساط في العضلة بتاع المسانة نفسها ويقفل العضلة عصرة. طيب. البارة سمبثاوي بتاع حضرتك انت في الحمام. لما تخش الحمام كده تقعد على القاعدة وتقعد تقلب في الموبايل كده. ده البارة سمبثاوي. وانت قعد على الكنبة بالليل كده بتسمع التلفزيون وشوية تلبه مش عارف هو الكلام ده كله. البارة سمبثاوي الشغال. قال لك والله دكتور البارة سمبثاوي بيعمل عكس. يروح المسانة يا مسانة يلا في الامارات قعد ما بيعملش حاجة. فتخش الحمام عادي اصلا انت هتحوش البول ليه? تمام? في يا جماعة ده بيعمل انكباض في العضلة بتاع المسانة. ماشي اولاد? ممتاز جدا جدا جدا. طيب تعال مجرى البول قال لك والله دكتورة. ده حضرتك الحاجة اللي خارجة من المسانة عشان توصل البول على الاعدل. او الحمام. ماشي? لو جدا جدا جدا. يبقى دكتورة ده كده مجرى البول. ماشي? طيب. ده اولا الكلام دافي وزحل. خش بقى على الكالية. تركيز من النار. اسأل السؤال. ده السؤال? طيب اسأل السؤال. هي الناس بتاعتص كده. هاتشي انت انت بتاعتصي? ازاي مش فاهم? طيب اسأل السؤال يلا. اللي على جنبي الشرق دي بتاعت براس. طيب غيرهم اه. دي فتحة ودي فتحة. ماناش علاقة ببعضها. تمام? طيب اسم الله الرحمن الرحيم. الكالية. بصوا ولاد. يلا يا عم عنا باوي. قالك يا دكتورة والله هو الموقع بتاعها فين? موقعها فين يا ولاد? والله يا دكتورة الكالية موجودة في الجانب العلوي من التجويف البطني على جانبي العمود الفقري. ده جماعة اسمه التجويف الصدري اللي في الرقتين والقلب. ده يا دكتورة اسمه التجويف البطني. التجويف البطني. فحضرتك فين بقى معدة وامعاء وبن كرياس وايش حاجات كتير خالص الايه الكرشة والحاجات دي. ماشي? حل? شيل كل ده. خلاص امرق ارمي بعيد. اقول لك ايه? بس اكي اسمعي. بس اكي. شيل كل ده ارمي. خلاص? حلو. في الجانب العلوي يا جماعة من التجويف البطني. خلفها البريتون كلها وكلتين. عندك كما واحدة يسطل? عندك كما بتحديد. تلاتة اول اتنين? اتنين صحيح. عندك كما اسمه? اربعة? تلاتة? اتنين. اهو اتنين بس. اهو اتنين اهو. ماشي? حلو. يبقى دكتورة موقعها فين? ادي التجويف البطني. في الجانب العلوي? فوق يا السيدة حضرتك الجانب السفلي. هنا تحت. هنا فوق. يعني يا دكتور ده كده اول التجويف البطني. جماعها وقال لي بيفرق التجويف الصادر عن البطني. امتازها الحجاب الحجز. خلاص كده? اول ما خلصت الحجاب الحجز بدأت التجويف البطني. على طول هتلاقي فوق الكليتين. وتحت يا دكتور المسانة. في دكتورة ده الجانب العلوي من. على فكرة جماعة مثلا في الحوض مشكلة يعني. فدكتور الكليتين في الجانب العلوي من التجوف البطن. حلو خاص بقى دكترة ده الموقع. طب تعال بقى الحجم. قال لك والله يا دكترة حجمها صغير. بص اولاد نص الكليا. ماشي. اهي. عشان نبص عليها رأي العين. تبقى متأكد منها وشايفها مليون في المية. بص يا جماعة. دي كده اولاد الكليا هي. ماشي? شايف? اهي. اصغر شوية من الحقيقة بس اشطة يعني. ماشي? دي مصغرة. قال لك يا دكترة. طولها? طولها يا add. اتناشر سنطي. اتناشر سنطي عرضها ده سبع سنطي. صمكها ده تلاتة سنطي حاجة صعبة? حاجة صعبة?هان بسم الله. الوصف قال لك يا دكترة وصفها. تشبه يا اولاد حبة اللوبيا? تشبه حبة اللوبيا بص بص. اهي شابه حبة الوعاملة كده يا جامعة. تشبه حبة اللوبيا حيتؤنى صطحها الخارجي بص اولاد. هي قاعدة في كده. قاعدة في جسم جماعة كده. ماشي? حلو. فه continuar كده ناحية بره الخارجي. وكده ناحية الجوه. فوه سطحها الخارجي محدب يا اولاد والداخلي مقعر يعني ايه? يعني حضرتك اللي برة ده يا اولاد محدب اهو ده اجامعة اسمه محدب خارج البرا البروز والجماعة بتاع البرا. لكن يا دكتور الداخلي مقعر داخل الجوه يا اولاد. خلاص? ده جماعة صاح luôn بها تلاقي كده يا اولاد بالزبط. ماشي? يبقى دكتور السطح الخارجي بتاعها محدب. محدب والداخلي سوريا مقعر. تمام? ممتاز بقى دكتور تشبه حبة اللوبيا. في حاجة صعبة يا اسمك? حاجة صعبة يا حبيبة? طيب بسم الله. بص بقى دكتور. قال لك والله عند جزء مقعر هنا ولاد كده? بيخش حاجات ويخرج حاجات خطيرة جدا 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 جدا. اول حاجة دكتورة. احنا عارفين ان الكليه بتعمل? بتصنع? بول. صنع بول. حلو. هيخرج ازاي? في ايه? هيخرج في الحالبين. هيخرج في الحالبين عشان يخش على المسان. صح كده? يبقى دكتور اول حاجة خارجة من السطح المقعر للكليه يا ولاد. قال وهي الحالبان. حالب هنا? وحالب هنا. يبقى دكتور ده اول حاجة. اليوري ترجمها اول حالب. خارج من عند السطح المحدب الخارجي? ولا المقعر الداخلي? المقعر الداخلي. سهلة? طيب. ايه كمان? قال لك يا دكتورة زي اي عضو في جسم حضرتك? داخل لها شوريان. وخارج منها? وريد. يبقى دكتور ده شوريان. وده هو وريد. حاجة صعبة يا ولاد? في حاجة صعبة? يبقى دكتور عندك جزء المقعر للكلية في ثلاث حاجات. اولا الحالب خارج. ثانيا الشوريان داخل. ثالثا الوريد خارج. صح يا ولاد? حلو خلص الكلامة. طيب سؤال. سؤال معلش. حاجة مهمة جدا جدا جدا. انت بتدخل الدم بتدخل الدم للكلية عشان يتفلطر. يخش لها عن طريق ايه? شوريان. يبقى دكتور الدم اللي مش متفلطر يا ولاد. الدم غير النقي داخل فين بقى? في الشوريان. في الشوريان. وحضرتك الدم النقي اللي متنقي. اللي متشال منه البول. المتشال منه الفضلات سورية. خارج فين? في الوريد. فيقول لها الدم اللي في فضلات. لكن الوريد خارج نضيف. تمام? ممتاز جدا جدا جدا. طب تعالي. قال لك يا دكتور يا عند الجزء المقاعر يدخل يا ولاد. شوريان. كلوي. قال لك الشوريان الكلوي دهو. فرع من الاورطة. اللا 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 اللا. تعالي. ده احنا بنحب ان نقلقه في الانسان. يا دكتور كان القلب البطن الايصر خارج منه حاجة اسمها? ايه ورطة او اورطة. حلو. كان بيطلع فوق فروع ويرقوم نازل ولفف نازل تحت في البطن. في يا جماعة الاورطة بيكمل لحد البطن عشان يتفرع بعد كده في رجليك. ماشي? في يا دكتور كليا هي الاورطة معدي من جنبه هو. يعدي كده هو? ما يعبرهاش? لا. يبعت لها فرع اسمه الشوريان الكلوي. عندك في جسم الكام شوريان كلوي. كام شوريان كلوي يا بنتي يا حبيب. اتنين ولا اربعة? اتنين? اتنين? او انت عندي الكليتين. كل واحد تاخد واحد صحة كده اسمك. يبقى دكتور عندي شوريان كلويين. خلاص? واحد لكل كلي. طيب الاسم الله. ايه كمان? قالك يا دكتورة بيخرج وريد كلوي. كمان يا جماعة بيخرج الحالب. ده يا ورد عندك جزء المقعر امسي كيو. لو حاجة صعب اقولولي. لو حاجة صعب اقولولي. طيب ممتاز جدا. التركيب بقى لك اسمعي. قالك يا دكتورة الكليا تعالى كده بناخد حتة منها اولاد. بيسموها رينا البرامد. اسمع جماعة من جوازة يا الاهرام كده مسلسات يا اولاد. مسلسات مسلسات مسلسات. الاول كده بيقول لك ان الكليا بتاعتك وحدة البناء. وحدة. لان غير الاحمر عشان نحسه رفا. وحدة. البناء. والوظيفة. للكليتين يا اولاد. قالوا هي النفرن. شوف يا اخي سبحان الله. الكلية الواحدة عند حضرتك فيها مليون نفرن. ده هي. ده هي. اللي اتنشر سنتي في سبع سنتي في ثلاثة اه. فيها مليون نفرن. تخيل النفرن ده ايه? صغار جدا. صغار جدا. بقول لك النفرن ده ما تشوفوش الا بالميكروسكوب بالكوة الكبرى. ليه? تمام? حلو خلص. لان الدكتور صغار جدا. تخيل ده هي? فيها مليون نفرن. يعني انت عندك في جسمك كم مليون? اتنين مليون. ماشي? طب حاجة كده من ترمي الاول كان عندك في جسمك كم حواصلها واي? ستمائة مليون? وكمان ستمائة بقى دكتور في الناحيتين? مليار ومتين مليون. ده يخليك كده تتأمل في عظم خلق المولى سبحانه وتعالى. انت قاعد بتذاكر ما تعدهاش كده. لازم تاخد ثواب. اي حاجة بتعملها في حياتك دور على السوف ايه? احتسب الاجر بتاع اي حاجة في حياتك. انا بذاكر اهو مليون نفرن في كل كلها. اهي? سبحان الله. سبحان الله دي عبادة عظمة جدا. واجر عظيم. تمام? في قوات عديها. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى دكتور كل كلها فيها مليون نفرن. السؤال هو انت بستاني تشوف بعنك النفرنات? لا تبقى عضيت. لانها دكتور صغارة جدا 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 جدا. ما تشوفهاش. طيب تعالى بقى انكبر شوية كده. عشان حضرتك تشوف تركيب الكلي. قال لك دكتور الكلي عبارة عن. الطبقة جماعة اللي ناحية الجزء الخارجي ناحية الجزء المحدب اسمها دكتور الكشرة. اسمها يا اسمها? الكشرة. سهلا يا دكتور انا عندي البرتقانة اللي بره اسمها قشرة واللي جوا اسمها النخاع عادي. يبقى دكتور دي كشرة. واجماعة الجزء الداخلي بتاعها اسمه ايه? اسمه حضرتك النخاع. تعالى بقى. شايف حضرتك الجزء اللي خارج منه الحالب? ده الجزء يا جماعة اللي خارج منه الحالب دهه اسمه اولاد حوض الكليا عارف ليه؟ لان يا جماعة النيفرونات كلها بتستخلص البول وبتصب في حاجة اسمها انابيب جامعة والانبيب الجامعة يا اولاد بترجع تصب في الاخر في الحالب فبيسموا يا جماعة المكان اللي بيجمع في البول في الاخر خالص حوض الكليا اكيدنا حوض كده بجمع فيه البول عشان تخرجوا في الحالب سهلة حلو خلاص الكريم ده ماشي يبقى دكتور عندي كشرة وعندي اولاد نخاع وعندي حاجة اسمها حوض الكليا ركز بقى كويس جدا 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 بص يا دكتور تعال نشوف النفرون ازاي بيتحط في جسم الانسان او زي جماعة موجود في الكليا كبر اوي 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 وزوم اوي 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 يا دكتور عشان نشوف النفرون بس يا جماعة احنا متفاقين ان الكليا في الانسان يا ولاد موقوحة فين في الجانب العلوي من التجوف البطني على جانبها العمود الفقري موجودة الدكتور في بطنك بس منورة شيو من فوق. حلو في البريطون ولا خلفة البريطون؟ خلفة البريطون حلو. الوحدة البنائية للكيلة اسمها ايه? النيفرون. الكلية بتعمل ايه? بتستخلص البول. بتستخلص البول من الدم. بتنق الدم. بتفلتر الدم. وبعدين تعديهم في الحليبين. وبعدين الحليبين يصبوا فيه. خليكم معي كده بسرعة. المسانة البولية والمسانة دكتور لما حب اعمل البول تنقبض والمحبس يفتح العضلة العصيرة يا دكتور تنبسط عشان البول يعدي. في الوحدة البنائية والوظيفية للكيلة الل concretة. لو هي النيفرون. عندك من النيفرون ده اثنين مليون. تعال يا دكتور نبسط على النيفرون ده عمل ازاي. ما هو النيفرون يا ولاد؟ قال لك يا دكتور بسم الله. او الامس كيوب. ده عبرة عن الوحدة الوظيفية. والبنائية الكليا. حاجة صعبة? لا خالص. طيب. عدده كام? قال لك يا دكتورة والله مليون لكل كليا. يعني كليتك فيهم كام? اتنين مليون. تعال اقول لك النفرن ده عامل ازاي? عشان تبقى انت كده متخيل بس اللي حاصل. بص هؤلاء ده. احنا يا جماعة عارفين ان الدم اللي احنا عايزين ننظفه. هندخلوا للكليا عن طريق ايه? شريان ام وريد? شريان. شريان. دخل. ودي حضرتك حوض الكليا. ماشي? حلو خلص الكلام ده. قال لك يا دكتورة الشوريني يبدأ يتفرع ليه فروح جماعة اصغر اصغر اصغر. بعد كده فروح ولا تدى تتفرع ليه فروح اصغر في اصغر في اصغر. لحد حضرتك ما توصل ليه شعيرات دموية. ماشي? حلو. قال لك الشعيرات? هتخش يا دكتورة بصوا على ما احنا قلنا يا جماعة الكليا عبارة عن القشرة والنخاع. ماشي? هنا يا جماعة كده. كل ده اولاد. كشرة. ماشي? وكل اللي بالاصفر يا ولد ده هو. قال وهو اسمها? نخاع. الشعيرات الدموية يا شباب هتقوم دخلة وتتجمع جماعة في القشرة تتجمع الشعيرات الدموية وتعمل حاجة اسمها الجمع. سؤال هو انت عندك اعتراض على ان احنا سمينا الشعيرات الدموية المتجمع الجمع? لا. السؤال الشعيرات دي يا اولاد جاي منين? شوريان ولا وريد? شوريان يعني فيها دم ناقي ولا غير ناقي? غير ناقي. غير ناقي. صح كده? ممتاز جدا. ركز بقى. قال لك يا دكترة والله يرحمكم الله. قال لك يا دكترة والله. قال لك. شعيرات يا ولاد. تبدأ تخش النفرون ازاي? عن طريق اول مكون في النفرون يا جماعة? حاجة يا جماعة عاملة زي الفنجان. عاملة كده يا ولاد. حاجة عاملة يا دكتور زي الفنجان. الله ينور عليك. قال لك يا دكترة تركيب يشبه الفنجان له جداران يا ولاد واحدة هو والتنى هو اسمها دكترة محفظة بومان. مين بومان ده? الرجل اللي ابتشافها. خلاص? ده دكتور المكان اللي بيحصل فيها ولاد ترشيح ترشيح لبلازمة الدم. وركز في كلمة البلازمة اللي عاشي مهمة قوي. اللي بترشح من دم يا جماعة هي البلازمة بتاعته والماء اللي فيه مش الخلايا. لان الخلايا حجمها كبير ما تعرفش تعدي من الشعارات الدموية. هلو خلصوا بعدين. قال لك يا دكتور بعد المحفظة ولاد في حاجة اسمها انبوب النفر. يعني يا دكتور النفرون عبارة عن محفظة وانبوب. نفرون عبارة عن محفظة وانبوب. نفرون عبارة عن محفظة وانبوب. طيب الانبوب يا ولاد بيبدأ يتعرج ويلف حولي نفسه في منطقة القشرة. ويعمل لجماعة حاجة اسمها انبوبة ملتفة. وعشان هي قريبة من البومان سموها دكتور انبوبة ملتفة قريبة. اقسم بالله كمان مع بيض. في حاجة صعبة. انبوبة قريبة. ماشي? حلو. طيب. قال لك بعد كده ركز في اللي جاي خوطيلي قوي 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 قوي. بص ولاد. مش عارف بعمل كده ليه. قال لك الدكتور انبوبة الملتفة القريبة. بتنحني في منطقة القشرة عشان تعمل تانية. جماعة الخارطة بتاعة مصر كده الدلتة كبتبقى نزلة كده. وتيجي في محافظة ايه وتعمل تانية كده. كانوا بسموها ثانية قنة. ماشي? فقال لك الدكتور التانية ده هي. هيسموها جماعة ثانية. مش معناها ثانية اللي هي دي. لأ. ثانية على جماعة حاجة بتنية. اهي. التانية دي يا ولاد. ثانية الرجل اللي شافها اسمه ايه? هنل. 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 تمام? يا دكتور كده اخدت في النفرون كم تركيب? يلا. يلا. محفظ ابو مان. امبوبة ملتفة قريبة. ثانية هنل. دايما في العلم كده يا جماعة فيه سنس. يا دكتور طالما فيه امبوبة ملتفة قريبة. يبقى فيه بعيدة. سهلة يعني. هتجي ازاي? قال لك يا دكتور والله. قال بعيدة. بعد عما حضرتك تخلص ثانية هنل. هتقوم. عامل امبوبة ملتفة بعيدة. طيب. دي يا جماعة النفرون. خلص يا ولاد. قال لك يا دكتور النفرون. لما يستخلص البول بقى. عن طريق مثلا محفظ ابو مان ترشح والانبوبة تستخلص. قال لك يا دكتورة هنا بيكون فيه يا ولاد المرحلة الى قابل البول او مكونات البول الاخيرة. قال اك يا دكتورة بعد كده هتقوم يا جماعة هذه القناة الملتفة البعيدة صب يا ولاد المكونات يا جماعة اللي فيها عليه فضلات يعني. فيه. اسمها دكتور الانبوبة الجامعة. او الانبوبة المجمعة. اسمها ايه. سؤال يا جماعة. اتصال القناة الملتفه البعيده ياسماء بالانبوبة الجمعة بيحصل في الاشرة ولا في النخاع، في الاشرة يبقى دكتوراء اللي اتصل في الاشرة. حلم؟ حلو خالص. قىك الدكتوراء القانبوبة الانبوبة من الجمعة ده هيئ؟ تقدر يا جماعة تجمع من نفرن واحدة ولا كذانفرن!!! من كظانفرن! يولا يا نفرنهات هاتولة البول. هاتولبة تاخد البول يا جماعة و تروح الدكتور تصب عنده حوض الكليا عشان حضرتك يخرج فيه الحالب. حد دفهم حاجت? يبقى دكتور اللي بيحصل لأولاده شورنجة اتفرع عليه شعيارات دمويه اتجمعت في منطقة دكتور في القشرة عند محفظ اببوماين اسمها دكتور الجمع تجمع شعيارات دمويه فيها دم غير نقل خلاص حضرتك محفظ اببوماين هترشح البلازمة مش الخلايا لان الخلايا دكتور حجمها كبير السؤال يا جماعة ممكن بروتين الالبيومين يترشح من الدم في البل لا لان البروتين يا دكتور حجمه كبير يبقى يا دكتور انا اعدي البروتينات وانانعدي خلاء دم يعني خلاء دم الحمرة تعدي ايه في البلازموا الثانية حجمه كبير مش كل البرزما بتعدي تتيп �ما اي حاجة في البلازمه تتيп كيفمين اي حاجة حجمة كبير متعديش ايه خلاء دمات Lap S encontarla Umar ستويدها انا مبا suced يبقى دكتور البلازما ما تعديش منها يا ولاد لا انها خلال دم ولا البروتينات كبيرة الحجم بقدر حجمها كبير جدا حيطا ركز 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 كلام ممتع اولاد قال لك يا دكتورة حصل الترشيح ماذا بعد قال لك يا دكتورة النفرن يبدأ يستخلص البول واحدة واحدة ماشي حلو خلص هنعرف ازاي دلوقتي ماتلاقوش ماشي طيب بقى عندي بول صبه في قلب الانبوبة الجماعية يبقى جماعة اول مرة بقول بول فين في الانبوبة الجماعة كل ما هو قبل الانبوبة الجماعية اولاد لو يعتبر بول ده اسمه مرشح من الدم تمام لان وانت في السكة بتاخد حاجات في قلب النفرن تكمل وحاجات بترجع الدم تاني وهقولك يعني دلوقتي بقى يا دكتور مش ايه حاجة بتخش النفرن بتنزل في البول ماشي بقولك لو الكلي بترشح او لو بتنزل في البول كل ما ترشحه كنت حضرتك هتحتاج تشرف في اليوم مية وسبعين ليتر ماية تخيل بس سبحان الله جماعة عندنا حاجة اسمها اعادة الامتصاص اعادة الامتصاص اللي بيحصل قالك يا دكتور مش النفرن ده اتملى بلازمة من دمك او كتير جدا كتير جدا تخيل كلها نزل في البول كنت محتاج تشرف في اليوم مية وسبعين ليتر ماية لكن يا جماعة المية والجلوكوز والحاجات المهمة اللي خرجت مع البلازمة بترجع تاني يا دكتور للدم في عاملية اسمها اعادة الامتصاص الاختياري ماشي حلو ده اولاد مكونات النفرن طب تعالى بص على الصورة بسم الله الرحمن الرحيم بص صورة جماعة بتكون مهمة جدا 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 عشان الناس تكون فهمة فهم عميق بازن الله مش محتاجك حافظ ابدا 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 بصوا يا جماعة الرسمة اللي احنا عملناها هتسهل عليك شوي لكن لو شفت الصورة كده اول مرة كنت عدت ايه مخضوط شوي يلا اسمها والله دكتور انا شايف كده انا شايف يا جماعة حاجة عاملة كده زي الفنجان دي اسمها ايه محفظ اببمان صح كده حلو طيب سؤال يا دكتور مش محفظ اببمان ده اولاد بيخش لها حضرتك شعارات دموية كتير جدا 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 شايف الشوريان شايف الشعارات حلو تبدأ يا دكتور ترشح بعد ما ترشح يا دكتور تعمل حاجة اسمها قناة ملتفة قريبة بهذا الشكل يا ولاد بعد كده يا دكتور يبقى عندي حاجة اسمها ثانية هنل اهي نزلة في قلب النخيع يبقى جماعة اللابض اللي فوق ده هي الكشرة ده كل اولاد النخيع ماشي يبقى حضرتك سنة هنل فين في النخيع اهي دي يا جماعة كلها سنة هنل طب ارجعتنا في القشرة هتلاقي حضرتك القناة الملتفة البعيدة اخيرا يا دكترة الانبيب المجمعة اهي حلو يبقى يا دكتور بتتصل القناة الملتفة البعيدة الحمر دي هاولاد بالانبوبة المجمعة في منطقة الكشرة ولا النخيع القشرة وشفتها رأي على العين. حد يغلط فيها اولاد استحالة تيمي. طيب قال لك يا دكتورة الانبوب المجمع و بعد كده اولاد تيجي حضرتك تصب في حوض الكليا. كل النبيب المجمعها جماعة اللي جابت البول من كل الكليا من كل النفرونات تصب في الحوض. والحوض يبعت البول فين? في الحالب والحالب على المسانة والمسانة على مجرى البول. في حاجة صعبة? سعى على صح? طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي لي. بسم الله. النفو يا جماعة برعا اول حاجة يا شباب. محفظ بومان. اللي هي يا جماعة تشبه الفنجان. عاملة كده يا ولاد لها جدارين. عاملة كده. دي حضرتك اللي بترشح. شايف? اهيه. الدم يا ولاد داخل لها. ودي حضرتك محفظ بومان اللي بترشح. بعد كده حضرتك امبوب الملتفة قريبة. انا جبت لك بس كزا صورة عشي اللي اجيب لك في الانتحان ايه صورة صحيح تبقى انت عارف. يعني تعرف تتعامل. خلاص? بعد كده حضرتك يا دكتور القريبة تكمل كسينة هنل. بعد كده يا جماعة البعيدة هيت. بعد كده حضرتك القناة المجمعة. سؤال يا جماعة هو ايه الازرق ده? الاوريدة اللي بتاخد الحاجات اللي بنعمل لها اعطى امتصاص. اللي بياخد يا دكتور الدم او البلازمة النقية بدون فضلات. ماشي? حلو. تعالي لي. يا دكتور محفظ بومان. بقول لك يا دكتورة ده الطرف المنتفخ لانبوب النفر. وحضرتك اهو. ده يا جماعة طرف النفرن. بداية النفرن اولا. بعدها امبوبة منتفقة قريبة. بعدها ثانية هنل. بعدها بعيدة. بعدها قناة مجمعة. حلو حلو. حضرتك النفرن بيخلص هنا عند القناة البعيدة. يبقى دكتور بداية النفرن هي المحفظ يا جماعة. يبقى دكتور ده الطرف المنتفخ لانبوب النفرن. طيب مزدوجات الجدار يعني يا دكتور عندها جدارين واحدة اهو والتاني اهو. ايه كمان قال لك يا دكتور توجد في الكشرة ركز بها عشان تعرف كل حاجة موجودة فين. جماعة هي محفظة بومان فين? في الكشرة. الصورة جماعة كانت ما بينة خالص. قال لك يا دكتور والله دي كده الكشرة. الحد هنا جماعة. اللي عدل الخطة ده يموت ودي دكتور كده النخيعة. صح كده? يا دكتور والله المحفظة موجودة فين? في الكشرة طيب. والانبوبة القريبة موجودة فين? في الكشرة. والبعيدة موجودة فين? في الكشر. والاتصال مع الجماعة فين? في الكشر. ملميلي في النخاعة. سنية هنل. سن. تقولت ايه? سنل. 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 ماشي. اه ماذا ما تقول سنية هنل قالت سنل يعني بتختصم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بعد كده اولاد امبوب النفر. حضرتك انت خلصت والله المحفظة. اه يا جماعة. اهي تانية اولاد عشان بس ايه محتاجك اولاد ترسمو كده ايه تخلوا كده للتفريغ عظيم يعني. بعد كده حضرتك الانبوبة اللي بعد. اللي هو عبارة عن قناة ملتفة قريبة. ماشي. وثنية هنل يا ولاد. وقناة بعيدة. ثم امبوب مجمعة. تعال بسم الله. قال لك يا دكتور. امبوب النفر ان اولاد يبدأ يتعرق. يتعرق في القشر عشان يعمل. ليكون. الانبوبة. الملتفة. صحيلا انتي اسمعي. القريبة. صحي كده? حلو خلص. خلصت? لا لس. بعد كده يا دكتور. تنحني. ركز بقى. لم قول لك تتعرج يعني يا دكترة يا بتي حبيب. يعني يا دكتور بيتعرق كده. لكن تنحني يا دكتور يعني بتكون تانية. انحناء. في النخاء اللي تكون يا دكترة. مين بقى? سنل يا اسماك? سنل سنية هنل. ماشي? حلو. طيب. بعد كده حضرتك بتعود متعرجة مرة اخرى. عشان تكون يا جماعة امبوبة ملتفة يا دكتور. بس اي اسماك بقى? بعيدة. تمام? ممتاز جدا 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 جدا. طيب. ركز بقى. تخيل حضرتك مكان الامبوبة الجامعة. هيا دكتور. اللي موجود يا دكتور. في القشرة والنخاء اولاد وبتاخد البول. بتتصل مع الانبيب الملتفة البعيدة في القشرة. وتكمل في النخاء. عشان تروح على فين بقى يا جماعة. عشان تروح على التجويس يا جماعة اللي في حوض الكلي. قال لك يا دكترة تتجمع يا اولاد. الانبيب البعيدة في الانبيب الجامعة. حلو. والتي مين الجامعة يعني? تروح على فين بقى? تقع في تجويس الكليا. المقاعر في حوض الكليا. وتصب البول يا اولاد. فين بقى يا ستة اسماء? في الحالب. صح كده? عشان يا جماعة الحالب ياخد البول ويروح على المسانة البولية. ده اولاد بالنسبة لي تشريح الكليا. ده جماعة هتاخدوه بالتفصيل ان شاء الله في كلية طب ربنا كريمكم يا دكترة ان شاء الله. وتبقى احلى واجمل دكترة في المستقبل ان شاء الله. وترفعها رأسنا يا جماعة. طيب بس المهمة تذكروا يعني? طيب. بص سؤالات. ده جماعة كمان صغر عشان بس بقى احنا كده فرتكنا حرفيا الرسمة. ماشي عشان مجالكش الرسمة كده تتحجج بيها. انت تحل لاي سؤال ان شاء الله. ومن قاعدة الحل يا دكتور مع دكتور محمد ايمن فسس الرسمة تحل لاي سؤال. بص يا دكتور. الكلي هي. ماشي? اهي. خلاص? لما حضرتك تاخد حتة منها. بهذا الشكل يا اولاد. اخدت يا دكتور حتة منها كده. وكبرتها. هتلاقي بقى. تلاقي دكتور الكشرة. ثم. النخيع. ماشي. بصوا كده يا محفظ ابو من? في القشرة. بص المرتفة القريبة في الكشرة. بص سانية هنل. في النخيع. بص يا دكتور البعيدة في الكشرة. بص الاتصال مع الجامعة. في القشرة. خلاص. ان شاء الله يا جماعة كون الموضوع اتحضم بالنسبة لكم. وسهل جدا جدا جدا. يلا بينا نعرف يا جماعة زي الكلي بتستخلص البول. واحنا خلصنا على فكرة بس ايه? هنقرأ الكلام. بسم الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله ولاد. استخلاص البول. كيف يستخلص جسم حضرتك البول من الدم? قال لك والله دكتور انت بتبدأ انك تودي الدم الغرنقي للكلتين عن طريق شوريان كلوي. جاي منين? او شوريان بقى كليتي? جاي منين? جاي حضرتك من الاورطة. الاورطة. ماشي? ممتاز. طيب اركز بقى. يتجه كل من هم يقل احدى كليتي. يعني يا دكتور ادي كليا. زي اللوب يا ولاد وادي الكليا التانية. حلو. دخل له حضرتك شوريان كلوي من الاورطة. وشوريان اخر من الاورطة. حلو خلص الكلام ده? طيب ماذا بعد? قال لك يا دكتور يتفرع الافرع اصغر فاصغر فاصغر. يخش الجماعة جواك كله يتفرع عشان يعمل ايه اسماء? شعرات دموية تتجمع اسمها? الجمعة. تجمع اسمه الجمعة. ماشي? حلو. الجمعة ده فين? في محفظ البومان. في محفظ البومان. اهو? اهو? اهو. جوا جمعة الجمعة. وبعدين تعالى نشوف قال لك يا دكتور والله يحصل ترشيح. يعني ايه ترشيح? يعني يا دكتور الشعيرات بتسيب حاجاته. لمين? لمحفظ البومان. ده اسمه بترشيح. طيب. هنرشح مين بقى يا ولاد? خلي بالك. تخيل الشعارة الدموية بترشح. هترشح حاجات صغيرة ولا كبيرة? صغيرة جدا. ادي حضرتك شعارة دموية. صغيرة جدا يا ولاد. لان حضرتك هيفع ثقوب. بس يا جماعة الثقوب دي? فاكرين يا جماعة لما كنا بتقول ان الشعارات بتسلم الخلايا عند الانسجة. المواد الغذائية بالانتشار. فاكر? فاكر اسمها? فاكر يا بنتي حبيبة? ليه? لان يا دكتور في ثقوب في قلب الشعارة الدموية. هتعدي حاجات صغيرة جدا. شعارة اصلا انت ممكن متشوفها ايش. تخيل بقى الصقوب اللي فيها. انت بتخيل? حلو. يبقى جماعة الجزء اللي هيعدي يا دكتور هو الجزء السائل من الدم اللي هو اسمه البلازمة. هو انت فاكر يا دكتورة ان دمك كان عبارة عن بلازمة وخلايا. وكنا بنقول يا ولاد ان البلازمة عبارة عن اربعة وخمسين في المية من حجم الدم. يعني لو دم حضرتك من خمسة الى ستة لتر. فتلاقي البلازمة مسلا مسلا تلاتة لتر. السؤال يا جماعة. هي البلازمة بتعدي كلها بكل اللي فيها? لا. لان حضرتك البلازمة كان فيها بروتناك كتير يا شباب زي او كبيرة زي الالبيومين والجلوبيولين والفيبرونجين. كان بتاع الفيبرونجين ده? حد فاكر اكتفكم متاكد الى فاجر? كان بتاع الايه? الجلطة الدموية لان يا دكتور كان بتحاول لفايبرين نعمل الشبكة اللي بترسب عليها الصفاحة دموية. ياه. طيب ماشي. حلو جدا. يبقى دكتور الجزء السائل من البلازمة جماعة هو اللي بيعدي ليه? محفاظ البومين. طيب بيحتوي حليه? قال لك يا دكتورة بيحتوي على ماء. اول حاجة اولاد اتشي توقو. لان ماء جماعة جزياتها صغيرة بتعدي عادي. ماشي? ده البول اصلا يا جماعة. بول لحضرتك ان البول خمسة وتسعين في المية منه ماء. وخمسة في المية فضلات. ماشي? حلو خلص الكلام ده. طيب ايه كمان نقال لك دكتورة فضلات نيتروجينية. زي مين? زي اليوريا. ماشي? حلو. معادن غير عضوية زي مين? زي السوديم. زي البوتاسيوم. ركز معي. ياولاد ان شاء الله في تالتة سنوية هنقول حاجة مهمة جدا جدا جدا. هيبقى عندنا هرمون بيشتغل في جسمنا يا جماعة اسمه الهرمون المعدني. الهرمون الالدوستيرون. لو افتكرتي اسمها في تالتة ان شاء الله. اديك ساعات همتين جنيه. اسمه الهرمون المعدني او الالدوستيرون. بيعمل ايه? يروح عالكيليا. يقول لها يا حبيبتي. حبيبة حبيبتي. تقول لنها محبيبي. يقول لها احنا محتاجين السوديم للولا. الوقت ده ضغط وواطي. محتاجين السوديم يرجع للدم. نعمل له قاعدة امتصاص. تقول له والله انا وفقة. بس السوديم ده كب بيخرج في البول يخلي الملحات اليمالح تاني اخرجه بدل السوديم وندهه لك. تمام? قل لها خلاص. عندنا بوتاسيوم كتير. خد البوتاسيوم وهات الصوديم. فيا جماعة الهرمون ده هو بيروح عكيلي يا ولاد. يشتغل عن نفرن. يخلي النفرن يرجع الصوديم للدم. ويديله للبوتاسيوم يخرجه في البول. قل لك ده الهرمون الذي يعمل على اعادة امتصاص الصوديم للدم. وترضي البوتاسيوم في البول. ماشي? حلو خلاص الكلام ده? طيب يبقى دكتور ده مسلا مسأل على المعادة. ايه كمان يا ولاد? قال لك يا دكتورة الجلوكوز ولكن. لا اركزه الاول. قال الجلوكوز ولكن اذا عدى او اذا تعدى حد معين. جماعة مرض السكر اسمه ايه اصلا? اسمه مرض يا دكتورة البول السكري. اصلا. ليه يا دكتور بقى اسموه كده? لان يا جماعة اصلا بداية اكتشاف السكر انه البول بيكون مسأل. بقول لك لما السكر يعدي ترتمية وخمسين مليجرام لكل مية سنتيمتر مكعب. يبدأ اعدي في البول. اه جماعة بمعنى اصلاح تانية بقى اللي بيستخدمه في الطب يعني. مية وتمانين مليجرام لكل دي سي ريتر يا ولاد. جماعة سكرنا في الطبيعة المفروض ما عديش مية. يعني سكركم انتصامنا مفروض ما عديش مية. يكون اقل من مية. طيب. لو عدى مية وتمانين يبدأ انزل في البول. جدا الله رحمه شباب كان مريض سكر. ماشي? هو كان لوحده لما السكر يعلي عنده بيعرف. يعرف ازاي? خش الحمام كتير. يعمل حمام بول كتير. ليه? لان السكر بتاعه لما يعدي مسأل مية وتمانين ميتين ترتمية وربعمية يبدأ انزل في البول. والسكر لما ينزل في البول يا ولاد. بيعلي يا دكتور اسموزيت البول. لان السكر بيعلي الاسموزية بيعلي الضغط الاسموزي يقوم ساحة بوران مية. مكالية. فالبول يكتر. عشان كده حضرتك المصاب بالبول السكري عنده يا جماعة ثلاث اعراض. كعدد تبول وتعدد يشرب كتير عطش وجوع. يبقى جعان كتير يأكل كتير. دي فاهمينها دلوقتي يا دكتور. تعدد تبول. ليه? لان السكر في البول يسحب وراه المية. تعدد عطش. عام الحمام بول كتير في المية في جسمه قلت فيشرب مية. يعوض. الجوع بقى ليه? قالك لان الانسولين يا جماعة اللي بيكون الجلوكوز لقلب الخلاية عشان تحرقه وتطلع ايتي بيه. فلما ما يكونش عنده طاقة يحسه نوم هبط. يأكل كتير. لان الانسولين اصلا مش شغال كويس. بيأكل كتير بس برضو ما بيشباعش او برضو خلايا بتشباعش لان مفيش الانسولين اللي بيدخل الجلوكوز وهالخلايا. خلاص. كلام يعني ادفانسد عليكم. ولكن اللي فهم ده عالمي. ماشي? حلو. طيب. يبقى يا دكتور ده اسمه البول السكري. بقى جماعة الجلوكوز يعد في الدم طبيعي. لأ. يعني لو قسنا الحضرتك وانت راجل سليم او انتوا مثلا بنات سلام. السكر في البول مش هلاقي سكر. ماشي? او ممكن تلاقي النسبة صغيرة قوي. لكن يا جماعة السكر في البول لو عدى بنسبة. يبقى دكتور الراجل ده مارد بول سكري. امتى? لما يعد حضرتك 180 ميلي جرام لكل دي سي لتر. يبقى يا شباب اللي بيعدي من البلازمة ليه النفرون يا ولاد اربع حاجات يا دكتور. المية. والفضلات النيتروجينية. وبعض المعادن الغير العضوية زي الصوديام زي البوتاسيام وهكذا. والجلوكوز. طيب. مين ما بيعديش بقى يا دكتور? قال لك اللي بيعديش مسلا. قرات الدم الحمرة. ليه? حجمها كبير يا ولاد على السقوب بتاع الشعيرات. ماشي? طيب ايه كمان? قال لك خلايا الدم البيضة. زي مسلا جماعة خلايا اسمها خلايا حمودية وخلايا قاعدية وخلايا متعدلة. خدناها قبل كده صح? صح شطرة. دي دكتور الخلايا المتعدلة اللي هي متعددة التفصص. دي يا جماعة الخلايا القاعدية زي البيبل القاعد. ودي الحم ماشي? حلو خالص. المهم يا جماعة مش مشكلة قوي يعني? اني ولاد خلايا دم ما تعديش. ليه? حجمها كبير. ماشي? كل خلايا دم كل خلايا دم ما تعديش. حجمها كبير يا ولاد. تمام? ممتاز جدا. يبقى يا دكتور اللي بيحصل له ترشيح قلة وهو الاجزاء الصغيرة. يعني المياه وحاجات ضيبة فيها زي مين? زي الفضلات والمعادن والجلوكوز دي يا ولاد كده احنا رشحنا كمية كتيرة او كبيرة من البلازمة في النفرون طيب. لك يا دكتور لو حضرتك كل اللي ترش في النفرون بتاعك خرج في البول هتحتاج تشرف في اليوم مية وسبعين لتر مية. حد يقدر? لأ. اذا يا ولاد لابد من عملية اعادة الامتصاص اللي اختياري او الري اب زوربشن. ركز معي. الفكرة. قال لك دكتور النفرون دهو? ربنا خلق لك في حاجة اسمها اعادة الامتصاص. يعني ايه? يعني النفرون ده اقول لك انا هاخد منك الفضلات. وهرجعلك الحاجات الحلوة اللي انت محتاجها. بالله عليك. مش محتاج تبوسوا والله العظام. مش عايز تبوس النفرون ده? مش عايز تحمد ربنا على نعمة الكليتين? قلت لك انا هاخد من دمك الفضلات. وهرمي لك او هرجعلك الحاجات الحلوة اللي انت عايزها. يعني اعاход الجلوكوز? خد وعبنا مش عايز. انا بكون بول بس. عايز فضلات بس. عايز ماية? خد المايا. اخبالك انت? عايز مثلا مثلا حبة سوديم? خدوا السوديم. عايز ايه حاجة مفيدة? خدها انا مش عايزة للفضلات انا مش هاخد من دم كل الحاجات الوحشة بالله عليك مش عايز تشكر ربنا على الكليتين مش عايز تحمد ربنا على البول الحمد لله طيب ركز يا دكتور قال لك والله يا جماعة بيحصل اعادة امتصاص ليه في النفرن يا جماعة ليه الماء والجولوكوز والمعادن لا بالراح والله يا دكتور انا محتاج اعمل اعادة امتصاص الماء طبعا عشان ما تشربش كتير يبقى دكتور المية بترجع اولاد للدم وما انا دكتور البول في مية ازاي ده انت لسه ايه اللي 95% من البول مية اه كله مية عادي ولكن يا ولاد مش كل المية اللي بتترشح بتعدي بيعدي شوية تمام لكن معظم المية يا جماعة مش معظم ده كمية كبيرة جدا بترجع تاني اخبرك انت طيب قال لك يا دكتور الجولوكوز الجولوكوز ده انت بتتعب على ما تجيبه بتاكل كربوهيدرات وتهضم وتمتص وهكذا فاكر اللي كان بيحصل في الامعاء انت بتاكل مثلا كربوهيدرات تبدأ تهضم في الفم اماليز اه نشال ملتوس بعد كده ملتوس ينزل الامعاء وبعد كده الملتوس يكسره الى راحلة كبيرة قوي بعد كده مفصص للدم وكسه تقول من كلمة خرجها ليه عبطة تقولك لا خده طيب المعادن سوديام بتاسم ملح الطعم اني يا سيال تاكل ملح في الاكل محتاج الملح جماعة الملح ده مهم جدا جدا في نقل السيالة العصبي سوديام يا ولاد نقل السيالة العصبي ايه ليه بص يا سيالتي هقول لك او بص رجماعة دي كده الخلالة العصبية النوع بتاعتها دي اسمها زوائق شجيرية رجل ده بيعدي كل يوم في نفس المعاد ساعة عشر ونصف ده كده اسمه محور الخلالة العصبية بيكون مسلا ممكن يوصل لمتر عادي دي اسمها تفرعات نهائية عندي هنا حاجة اسمها صفائح المايلين صح خدتيها بكده صفائح المايلين دي عبارة عن دهون لماذا بقى المخ يا ولاد بيبعت اه الاشارة العصبية في خلية عصبية فالاشارة العصبية دي عبارة عن كهربا والكهربا ده كثرة ما هي الا تخطف الفيزة صح ما هي الا ايونات الكهربا في الحياة ما هي الا شحنات ماشي فقال لك ادكترة بتنتقل او بينتقل لجماعة السيالة العصبي عبر المحور بهذا الشكل يا ولاد تنطيت كده ليه لان الدهون دي عزلة لانتقال الشحنات الكهربية فبتخلي السيالة العصب يا جماعة ينتقل او يتنطط كده يا ولاد الشحنات حضرتك تنتقل طب سؤال يا جماعة هي لما تمشي مستقيمة اسرع ولا لما تتنطط فعشان كده جماعة ممكن السيالة العصب يمشي في العصب بسرعة مية واربعين متر الكل ثانية انت بتخيل سريع جدا جدا عشان كده دماجك مثلا عايز يرفع صبعك ده على طول في ثانية عارف حصل اي كده عارف عشان اكلمك ايه اللي بيحصل عارف عشان ارفع ايدي كده اللي بيحصل بيحصل عندي ارادة الاول في مخي انا عايز ارفع ايدي عايز اشرح للناس واخد بالك انت في يوم مخي باعت سيالة العصب فعصب للعضلة بتاعت الكتفي مسلا يا عضلة ارفع ايد محمد انقبض ترفعت ايديها السؤال انت بتحس بحاجة لأ كل ده بيحصل الجماعة في اجزاء صغيرة جدا جدا من الثانية وعضلتك تستجيبه سرعة جدا 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 واخد بالك يا جماعة سبحان الله جسمك عظيم وانت بتذاكر اي حاجة في الانسان لازم تتأمل في خلق المولى سبحان الله تعالى حاجة عظم اي اولاد تمام طيب في اسماء اللي بيتنطط كشحنات على السهل العصبي كده او على العصاب كده هو ايون السوديم ماشي ماشي حلو خلص طيب طيب بص يا دكتور قالك بقى انت عملت اعادة امتصاص ري ابزوربشال ليه الماء والجلوكوز والمعادل اللي انت محتاجه اخدته طب البول بقى محتاج حبة حاجات قالك البول في يا دكتور حبة ماء عشان يدوب الحاجات اللي نازل اقول فضلات ماشي فضلات يا دكتور نيتروجينية عديها في البول سكر زايد عن حده مسلا في جسم مريضة البول السكري على مسلا جماعة مريض البول السكري ده سكر بقى اربعمية سكر اربعمية ده حضرتك ممكن يعمل له كوارس في جسمه يعمل له في جسمه كوارس فقالك الكلاه بتساعد وبتخرج حبة بس مش كل السكر يتخرج حبة ماذا بعد قالك يا دكتور تعد الفضلات مع المواد الزايدة يا جماعة في البول والبول يروح حضرتك للحالب ثم المسانة ثم مجرى البول طيب حبة ارقام اه مهمة جدا يقول لك يا دكتور ربع الدم يصل للكليتين في كل دقيقة شوف فقى العظمة اللي جاة دي هو دم حضرتك قد ايه من خمسة لستة لتر قال لك ربع تقريبا واحد واثنين من عشرة لواحد وثلاثة من عشرة لتر دم في كل دقيقة كليتيك اللي اتنين بيفلتره لتر دم بالميت سبحان الله انت عاد الوقت بتشوف المحاضرة بقالك مثلا ساعة يعني عد ستين دقيقة كليتيك فلتره ستين لتر دم يا دكتور انت بتقول ايه الكلام على فكرة هو انا عندي دمي ستين لتر يعادي يا غابي هو بيلف بيعاب يروح ويمشي اخبالك يعني الشراين دي وديه والبريد ياخده عادي تمام فجماعة حجم الدم لتفلتر في الساعة دي ستين لتر فجماعة في الساعة بتفلتر حوالي ستين لسبعين سبعين مثلا لتر في اليوم بتفلتر عد ايه ادرف 24 ساعة 1680 لتر في اليوم يا ربي يا ربي يعني يا جماعة الكلية بيعد عليها في اليوم 1680 لتر دم يا دكتور عند اربعة بس يالا ياب يلفوا طيب بص يا دكتور اهو يقول لك يومين الف ستوائة لتر تقريبا يا جماعة يمروا خاري الكلاه ليه عشان يترشحوا بقول لك كل قطرة في دمك عشان بس تحمد ربنا وتشكر ربنا دائما على نعمه يقول لك كل قطرة بترشح في اليوم خمسمائة وستين مرة يا نهرها بيض يا نهرها بيض كل قطرة في دمي بتتنظف من الفضلات في اليوم خمسمائة وستين مرة عارف الناس اللي عندها ما فشل كله ان شاء الله ده هدو الوقت يعني بتخسل في الاسبوع مرتين او تلاتة يعني بروح يخسل دمه في الاسبوع مرتين ربنا بيخسلك في كليتيك دمك كل يوم خمسمائة وستين مرة انا يعني كلام لا يستوعب عقل خلاص يعني لازم تكون متأكد ان الخلق ده سبحانه وتعالى عظم جدا 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 طيب يلا ولاد سؤال امسكيو اول منطقة يطلق عليها السائل او يطلق علي السائل المار بها بول مين هي يا شباب القناة الجامعة صح كده لان النفرن اللي قبل كده لسه في حاجة اسمها مرشح وفي حاجات لسه بتعدل الدم في اعادة الامتصاص فلما نخلص اعادت امتصاص يبقى عندي حبة مية مليانين فضلات دول اسمهم بول ماشي ممتاز طيب عبارة عن البول الماء الفقد عن حاجة الجسم يعني شرت كتير 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 مبتعرقش نزل الماء في البول مش محتاجها ماشي سؤال الولاد هو البول حجمه اكتر في الصيف ولا في الشتاء لا غلط ليه في الشتاء يا دكتور اكتر انت بتعرق اسمها في الشتاء بسيط لكن في الصيف العرق كتير فقد الماء كتير فكيلة زكية تقلل البول عشان كده في الصيف بنخش الحمام اقل في الشتاء بنعمل حمام بول اكتر ماشي كده طيب ركز بقى قالك البول في ايه الماء الفقد ايه كمان فاضلات نيتروجينية اليوريا يا دكتورة اللي لو قاعدك في دمك تعمل لك تسمم بولينة ممكن تموت بالتسمم ده خلاص دي يا جماعة اهم حاجة بتخرج في البول ماشي حلو املاح غير عضوية زي البوتاسي زي السودي جولوكوز بس انهون الفقد او لما يعد مية وتمانين ميلي جرام لكل ديسليتر مش الفقد يعني اللي زي مع الحد يا ولاد طيب ايه كمان قالك يا دكتورة حبة فيتامينات فائضة عن حاجة الجسم يبقى الدكاترة مكونات البول يا ولاد مهمة جدا 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 الماء الفائض فضلات نيتروجينية املاح غير عضوية وجلوكوز وحبة فيتامينات فائضة عن حاجة الجسم ممتاز جدا 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 دكتورة ده يا ولاد بالنسبة لي استخلاص البول يبقى جماعة استخلاص البول عمليتين عملية اسمها اسمها ترشيح الاول هرشح البلازمة بعد كده عمل الحاجات اللي محتاجة عمل لها اعادة امتصاص يبقى دكتور استخلاص البول عمليتين ترشيح بعدي حاجات كتير خالص كمية كبيرة جدا في النفر بعد كده دكتور اللي محتاجه بعمله اعادة امتصاص ثم البول يخرج بالفضلات مية فائضة وفضلات نيتروجينية واملاح غير عضوية وحبة جلوكوز وفيتامينات فائضة عن الحد ماشي سهلا طيب يلا دكتور نشوف الفشل الكلوي الرين الفاليار بص سؤالات حد مسلا اللي قدر الله اصيب بسرطان في الكلية ورم في الكلية حد جاله املاح وحصوات كتير جدا 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 بوز الكلية بتاعته حد جاله عدوى بكترة ومتعليكش خرك في الكلية بوز الكلية بتاعته ماشي يا جماعة الكلية عضو حساس لان بقولك الكلية الوحدة فيها مليون نفرون وتخلي الوحدة قد ايه وتخلي تسد ازاي بعملاح عاملة ازاي وخبرك انت يا جماعة الاملاح الكتير بتوجع كليتك ليه او بتوجع جنبك بتحس انك موجوع ليه لان يا دكتور الكلية الانابيو بتاعتها رفاعة جدا فممكن زرط سده وممكن ملحاسه غرط سده ماشي حالب بص يا دكتور الفشل الكلوي افرد يا دكتورة عم عينة بدهو عايش يا ولاد او مسلا تخط لقى في جنبه او كان في اخناقه مسلا وخد سنجا في جنبه مطوى فقطعت الكلي شلو هيلو هيعيش بواحدة هيعيش ولا هيموت هيعيش بس األك سبحان الله التانية يا ولاد بتبدأ تكبر شوية عشان تقوم بوظيفة اللي اتنين عارفة الكبد يا اسماء فين الكبد الكبد كان هنا حد يجيبه ولاد فين الكبد من دي سرقو هتاكلها حبيبة تاكل الكبد بتاع عينبة وما هتمنع البتاعة فجماعة الكلة ده ايه لو حد يا دكتورة عيش بواحدة التانية بتكبر اهو ايوها شاطرة اهو ده هيتي هيتي بسرعة 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 طب عارفين يا ولاد سبحان الله الكبد ده اهو لو تقطع دكتورة منه حتة بيبدأ يكبر بيعود نفسه تجدد ماشي فجماعة جسمك ايه العظمة دي يا رب بجد والله الحمد لله على النعمة يا شباب اللي احنا فيها يعني والحمد لله على نعمة الصحة دي اكبر نعمة في الدنيا يعني ما زعلش ابدا من اي حاجة في الدنيا طول ما انت سليم ماشي طيب فهده كاترة بقول لحضرتك لو الانسان عاش بكليه واحدة التانية يا دكتور تبدأ تكبر في الحجم اللي كيتقوم بوظيفة الكليتين طيب هل يمكن للانسان ان يعيش بدون كليتين لأ ساعتها يا دكتور يعني من فشل كالوي خلاص طيب باسم الله قال لك يا دكتورة الرجل اللي عنده فشل كالوي مشكلته ايه مشكلة جماعة الا وهي تراكم الفضلات في الدم ومنها يا دكتور البولينة مادة سامة يا جماعة تعمل تسمم يؤدي الى الموت ماشي فلازم نعالجه اخترقنا ده كاترة جهاز جهاز غسيل الكلى او جهاز جماعة الغسيل الكلى ايه فكرة يا ولاد فكرة حضرتك ان انت محتاج تاخد الدم من واحد تخرج منه الفضلات ماشي طيب اخترقنا معا حاجة جامدة جدا عمله ايه قالك بكل بساطة ما احنا ممكن ناخد الدم ده من جسم الشخص نعديه في قلب الجهاز والجهاز ده حجة اسماء جهاز ده هو مليان سائل صبري بس هقولك اهو سائل يا ولاد هذا السائل هقولك هقولك اهو بيعمل ايه يحتوي حلو التفكير على فاجر مش وحش على جميع مكونات البلازمة ما عادة ما عادة الفضلات يعني سائل نقي يعني يا دكتور ما كان مليان بسائل في نفس مكونات البلازمة كلها معادة الفضلات النيتروجينية زي اليوريا مثلا لبا قالك يا دكتور احنا هنجيب انبوبة من ايد الرجل اللي عنده فشل كالوي ونسحب منها الدم ونعدي الدم يا دكتور في انبوبة ذات غشاء اولاد شبه منفذ اللي بقا عشان لما يعد يا جماعة في قلب الجهاز اللي مليان سائل يشبه البلازمة تعدي الفضلات من الانبوبة ذات الغشاء شبه المنفذ اللي ممكن يعدي بعض الفضلات الى السائل النقي بالانتشار ليه انتشار قالك لان الفضلات هنا في دم الرجل اللي عنده فشل كالوي عالية وانا مدخل سائل نقي ما فيهوش فضلات فاللي عنده فضلات كتير يهدف على ما عندهوش لاجم عسمه انتشار وباستمرار يا اسماء لان مش ياخد الدم كل مرة واحدة باخد حبة يعني حبة حبة يعني وباستمرار يا دكتور يخش من هنا سائل نقي يا ولاد ويخرج من هنا السائل الغرنقي يتنقى ويرجع تاني في الجهاز اذا انا خدت من دم الراجل هنا مثلا كده دم غير نقي مليان فضلات دخلت يا دكتورة مشي في انبوبة هي غشاشة بمنفذ عشان ايه عشان حضرتك يعدي لي الفضلات ليه السائل النقي حلو في السائل اللي في الجهاز ده بقى هو وحش والدم يا دكتورة خرج دم نقي صح كده حرجعت ان عند الوريب بتاع الرجل ماشي يبقى يا دكتور الفكرة بتاعته ايه ان حضرتك عندي جهاز مليان سائل يحتوي على جميع مكانات البلاز مما عدا الفضلات بحيس لما عدي فيها دكتور دم الراجل في قلب الانبوبة اللي فيها غشاشة بمنفذ يقوم يعد من الغشاء ده هو الفضلات للسائل بتاع الجهاز والجهاز ده دكتور يخرج السائل ده يا جماعة يترمي او يتنقي مثلا ويرجع تاني لدكتورة خلاص قدام دكتورة بتاع الراجل عمال ماشي 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 والفضلات عملها تخرج منه يبقى يا دكتور اكيني بيخسله كليته العمالة ده جماعة بتاخد ساعات يعني ممكن الراجل ده يقعد يخسل كلية في اليوم مثلا خمس ساعات ستة ساعات تخيل قاعد عالجهاز بس عشان يخسل مرة مرة في اليوم ستة ساعات انت بتخسل في اليوم كم مرة اكتر من خبس وقت مرة ماشي سبحان الله طيب بصوا بقى فيها جماعة معضلة صراحة اللي كان يا ولاد بيدي الكيلة كان لازم حد فيك اسأل السؤال اللي كان يا دكتورة بيدي الكيلة الدم غير ناقي ده كان مين الشريان حلو انت عارفين من الترمي الاول ان الشريان ده عميق مدفون في العضلات اخشله ازاي بيروح في الاسبوعات ثلاث مرات كلما يروح بقعد يدخله سرنجة في قلب عضلاته صعب جد جماعة في حاجة اسمها تحليل اكسوجين في الدم عشان اجيب الاكسوجينية البلد او الدم المؤكسش ده ازا مخش على شريان الممرضة جماعة لما تيجي تجيب الدم المؤكسش ده بتقوم داخلها عايزة حد سكيلفه القوي يعني شاطر قوي قوم داخل عميق بالسرنجة داخلها راشئ فعل بالايد لحد ما وصل الشريان ويسحب منه الدم طي ومال الدكتور اللي برا لازر قدمين ده الوريد يا ولاد خلاص فقال لك انك تاخد عينا من الوريد سهل انك تدخل سرنجة او كانو للوريد سهل لكن الشريان بعيد صعب فجماعة عشان ناخد الدم اللي هالنقيدة لازم ناخد من الشريان فكونا جماعة في الاول بيخش وكل مراجل يروح يخسل يقوم داخلهم بالانبوبة داخل الشريان ودي عمليه صعبة جدا جدا ومقلمة جدا 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 فاختروا عمليه يا ولاد اسمها دكتور واصلة شريانية وريدية ايه فكرتها ايه فكرتها قال لك الدكتور هيعمل عملية يوصل الشريان بالوريد في اليد بتاع الراجل ليه عشان حضرتك الدم المؤكسش يروح على الوريد ولما ارجع الدم من ناقي يرجع الوريد عادي بقى مش مشكلة خلص يبقى دكتور دي اسمها واصلة شريانية وريدية عشان يا دكتور تمكنني ان ااخد الدم بتاع الشريان ادخله في الجهاز ومشكلة مرة اروح بقى اعمل غسل كلاوي اخش على الشريان لا اخش على الوريد عادي وكده كده الوريد انوصلته قبل كده على الشريان واللي يعرف حد بيخسل كلا بيخش عملية كده بسيطة. يوصل لدكتور شوريان بوريت. ماشي? ده اولت بالنسبة لي جهاز الغسل الكالوي. تعني القرأة كده بسم الله. يقول لك يا دكتر يضخ الدم من الشوريان. ركز بقى. هو مش مش شوريان دايريكتس. هو من الوصلة اللي احنا عاملينها يا جماعة. ماشي? فاعتبرنا دم شورياني. خلاص? الى الجهاز. خلال الانبوبة. ماشي? ده تغشاء رقيق. شبه منفز. امسكيوها. هل منفز كله? لا مش منفز كله عشان معديش كل حاجة شبه منفز يا دكتر عشان يعد الفضلات. ماشي? حلو. يحتوي الجهاز على سائل لتنقية الدم. مكونته ايه? نفس مكونات البلازمة. ما عدا اليوريا ونواتك الاخراج. طيب? ثلاثة اولاد ترشح الفضلات بالانتشار. ليه بقى? لان حضرتك الاخشاء اللي هم استخدمه هو غشاء شبه منفز وتركيز الفضلات يا دكتر في دم المريض عالي. وتركيز الفضلات في الجهاز منخفض. اذا تعد الفضلات من المريض للجهاز بالانتشار. ماشي? يوعايد الدم النقي للمريض مرة اخرى. يلا حج روح الف سلامة. طيب. الوصلة الشورينية الوردية. ليه دكتور بعملها قال لك والله عشان. تسهل الوخز. الجماعة بيدخله في قلب ايده كده سرنجة. فعشان تدخلها في الشورين قلت لك صعب. فالوريد وخزه اسهل. وخز يعني ايه? دخل فيه سرنجة. ماشي? ماشي. كمان يا ولاد. لكي هتضفق الدم اليها بسرعة. هو مين يا جماعة اللي فيه ضغط دم اعلى من التاني. شورين ولا وريد? شوريان. طب انا محتاج الدم ده يروح للجهاز بضغط دم. اخد دم شورين ولا وريد? اخد دم شوريان. فقال لك الوصلة دي بيتسهل يا ولاد ان الدم يتضخف الجهاز لان الوصلة جابت دم من شوريان. فجماعة الدم يخرج بضغط كويس. تمام? يروح الجهاز بسرعة. منتز جدا جدا جدا. طيب. خلصت الكلية. بص على الكبت. سهل جدا يا ولاد. احنا على فكرة خدنا الترمي اللي فات. وكنت قلت لكم عليه حاجات خطيرة يعني. جماعة هو الكبت ده احنا اخدناها الترمي اللي فات فيه? اه وفي الهضم. خلحة كده? اه صفرة. اللي شغل بالك بي. جماعة مش الباشا ده. كان بيطلع وبيطلع منه جماعة القنوات صفروية. تصب العسارة الصفراء في قلب المرارة. اه. يبقى دكتور ده كان له دور في الهضم انه كان بيفرز جماعة العسارة الصفراء او الصفراء من خلال القنوات. هذه الصفراء اولاد بتعمل على الدهون. علشان تحولها لحاجة اسمها مستحلب دهني. حلو. بعد كده المستحلب الدهني يا جماعة مش تغل عليه حاجة اسمها انزيم اللايبيز. عشان يحولوا ليه احماض دهنية. صح يا ولاد? ممتاز. يبقى دكتور بيساهم في الهضم او بيساهم في الهضم عادي. طيب. بساهم يا جماعة في التمسيل الغذائي يا ولاد. احنا قلنا قبل كده برضو ان ده يا دكترة الجلوكوزي اللي في الدم. خلاص? عندي يا ولاد هرمون اسم هرمون الانسولين. لما الجلوكوز بتاع حضرت يزيد في الدم. يجي لك مرض السكر. فقال لك الانسولين دهو. يقوم يا جماعة باخد الجلوكوز من قده كده. اججه كده. ماشي يقوم دخل على فين? دخل على الكبت. يحوش الجلوكوز في قلب الكبت على صورة جلايكو جين. يبقى دكتور بيساهم فيه تمثيل غذائي. بيقال لجماعة الجلوكوز في الدم لانه بيخزن الجلايكو جين في الكبت. فدكتور كده دوره في الهضم والتمثيل الغذائي. دوره ده كترة في الاخراج بقى مهم جدا. بص جماعة احنا بناخد علاجات بقى وبناكل اكل فاست فود وحاجات بويزا كتير جدا. والاكل ده شباب فيه سموم بتخش جسمنا. ازاي بنتخلص منها? ركز معي. قال لك يا دكتور حضرتك بتتخلص من السموم كالتالي. جماعة عندي عضي جوا الخلاف بتاع الكبد اسمه ولاد الشبكة. امتازة. اندو بلازمية. مل ساء. دي دكتور كاب بتصنع الدكتور كاب بتصنع الدكتور. الدهون في الخلايا مش مشكلة دلوقتي. اللي عايزه جماعة انها بتقوم بتحطيم السموم. تحطيم السموم. ازاي? بتقصر السموم. بتحول السمكة دكتورة المركب غير سام. من دي؟ شبكة مل ساء. قال لك الكابت مليا. من اكتر الاعضاء اللي فيها شبكة اندو بلازمية مل ساء هو الكابت. ليه? لان دكتورة ساهم في تكسير السموم. اجماعة الكابت دهو ساهم في تكسير السموم. اه ويخلص الجسم جامعا للسموم. طيب. قال لك يا دكتورة دوره في الاخراج. هدم يا ولاد وتحطيم السموم. ممتاز. تعالي. هدم وتحطيم السموم باسم الله الرحمن الرحيم. اهو. ماشي? بعد كده حضرتك ساهم في الهضم اللي لانه هو دكتورة يفرز العسارة الصفرة. اه صفرة اللي شغلها بالك بيت. اللي بتحاول الدهو اللي مستحلى الدهو. بيفصل لجماعة حاجة اسمها الان اتش تو. من الاحماض الامنية. تعالي. 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 بص اولاد. جماعة الاحماض الامنية. عاملة ازاي? التركيبها عاملة ازاي يا ولاد? سي. ربعة كربون. بسك فيها ايه? كربوكسيل سي او اتش. دي مش وحشة. يعادي. و ايه? اتش. والكيل ار. اللي بتختلف من حمض امين الاخر. كان عندك في الحياة. عشرين نوع من الاحماض الامنية. فيه تسعتاشر نوع منهم بيختلفوا عن بعض عشان الار ده بتختلف. واحد بس اللي مفوش ار. حد عارف اسمه? الجليسين. في بدل الار ده ايه? اتش. ماشي? مش مشكلة. والله مش مشكلة. جماعة المركب رقم اربعة اللي متصل مع السي. اسمها دكتور اني اتش تو. مجموعة ايه اسماء? امين. اسمها مجموعة امين قاعدية. فقال لك يا دكتورة الكبت بيعرف يفصل مجموعة الامين القاعدية دكتور من الاحماض الامنية. بعدين اولاد بيخليها تتحد مع السي او تو. عشان تعمل سي او اني اتش تو باي تو. حد عارف من دي? من دي يا اسماء? قطع الصبر المرة اللي فاتت. اليوريا. ماشي دي يا دكتورة اللي بتخرج عن طريق الكلي. يبقى شباب. اللي بيصنع الفضلات النيتروجينية. الو هو? صنع الفضلات يا ولاد مين? مين يا بيت? الكبد. طيب اخرج الفضلات النيتروجينية. الكليا. يبقى جماعة اليوريا اللي بيصنحها هو الكبد واللي بيخرجها هي الكليا. سهل يا ولاد? تمام? طيب. يبقى دكتور بيفصل ان اتش تو من الاحماض الامنية. امين واسد يا ولاد. ماشي? يحاولها الى يوريا تطرط في صورة بولينة. يبقى يا جماعة اللي بيصنع اليوريا الكبد واللي بيخرجها. في صورة بولينة الكليا. طيب. ما هو تسمم بولينة? قال لك يا دكتورة ده تسمم نتج عن تراكم الفضلات النيتروجينية في جسم الانسان. او في دم الانسان. حالة تنشأ نتيجة تراكم الفضلات النيتروجينية في دم الانسان. بسبب ايه? توقف الكليتاني عن العمل يا ولاد. او عن اداء وظيفتهم. ما فيش حد بيخرج يوريا ولا بولين. ايه اللي يحصل بقى? قال لك يا دكتورة يتراكمه في الدم? يحصل تسمم يا ده كتر. خلاص? ده ولاد بالنسبة لي الكبد ودور في الاخراج يا جماعة واشتراكوا معا. واشتراكوا جماعة معا الكليا تاني في اخراج الفضلات النيتروجينية من جسم الانسان. اه خدنا يا جماعة كمان او رجعنا على دور الكبد في الهضم والتمثيل الغذائي. دعاء المذكرة اولادي ورب نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين بسم الله اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعله الحزنة اذا شئت سهلا. احنا دكترة نهينا الاخراج في الانسان. وعرفنا جماعة ان الاخراج في الانسان مش حاجة سهلة. عش عشان حضرتك تخرج بس حبة بول ده موال كبير قوي. ولما تراكم يا دكتور الفضلات في دم حضرتك لقدر الله ممكن تعملك تسمم بولينة وتنوتك. تكوين البول نفسه عملية معقدة. محفظ ابومان قناة ملتفة قريبة سانية هنل قناة ملتفة بعيدة وترشيح وعادة امتصاص وليلة كبيرة جدا جدا جدا. فجماعة الاخراج في الحيوان مشكلة معقدة او عملية معقدة. لكن يا دكترة بيقول لحضراتكم ان الاخراج في النبات لا يمثل اي مشكلة بالنسبة للنبات. لبق تعال اقول لك ليه. لكذا سبب. اول حاجة شباب ان معدل سرعة الهدم في النبات اقل بكثير من الحيوان. يا دكتور يا جميل هو يعني اصلا هدم. لا افكرك. اصلا حضرتك كان عندك درس الترمي اللي فات اسمه التنفس الخلوي. وتعلمنا فيها دي كترة يعني ايه كلمة ايد. قلت لحضرتك ساعتها الايد او التمثيل الغذاء يا ولاد كان عبارة عن عمليتين. اما بناء واما هدم. وكنت بقول لك ساعتها ان بناء مثلا انك تجي بحمض اميني تربطه في حمض اميني برابط ببتلية عشان تعمل سلسلة عديد ببطايد. وسلسلة مع سلسلة تعمل لبروتين. دي يا دكتور اسمها عملية هدم. طيب تستنفس طاقة ولا تنتج طاقة? تستنفس طاقة. تخلص الطاقة. لكن يا جماعة عملية الهدم هي العكس بقى. ان حضرتك مسلا مسلا تجيب الجليكوجين اللي هو عبارة عن جلوكوز كتير ماسك في بعضه. وتكسره تعمل جلوكوزات مختلفة. تمام? او جلوكوزات متفرقة. دي يا دكتور اسمها عملية الهدم. تعكس اللي انت عملته في البناء طيب. يا دكتور الهدم ده. بينتج طاقة ولا بيستهلك طاقة? ده يا دكتورة بيديك اي تي بي. بينتج اي تي بي. تمام? حلو خلاص الكلام ده. طيب. بعد كده يا ولاد كملنا مع الهدم ده. فعملية اسمها عملية التنفس الخلوي. التنفس الخلوي اللي كانت بتحصل يا دكتور. جوه الميتوكندريا في اجسام الكائنات الحية. صح كده? اي عملية يا ولاد حرق. مين بقى? الجلوكوز. لانتاج الطاقة اللي اسمها اي تي بي. وكنت بقول لحضرتك انك لو عندك اكسوجين هتعمل تنفس خلوي هوائي. فتنتج يا دكتورة تمانية وتلاتين اي تي بي. صح كده? ممتاز. ولو عملت لها هوائي تنتج اتنين بس اي تي بي. طيب. لو كنا يا دكتورة في العضلات هيطلع عندي حاجة اسمها? مع تنفس اللي هوائي حاجة اسمها? حمض لاكتيك اللي كان بيعمل التعب العضل. يا جماعة ده كده ملخص بسيط عن عملية الهدم. ماشي? قال لك يا دكتورة الهدم في النبات المعدل بتاعه اقل بكتير من انسان. ليه? سؤال معلش. انت كأنحية هو. بتقوم الصبح. تفتر. وتزاكر. المفروض يعني. وتروح الدرس. وتجم الدرس. تركب مواصلات. وتلعب وتهزر. وتعمل عملات حاجة كتير جدا جدا جدا. السؤال. الشجرة اللي هناك ده شباب. بتعمل حاجة? تعمل حاجة? لا هي واقفة. يبقى جماعة الهدم فيها اكتر منك ولا اقل منك? اقل منك بكتير. فجماعة النبات فضلاته اقل بكتير من الانسان. ليه? عشان معدل الهدمة اقل من الحيوان بشكل كبير جدا. طيب. تاني حاجة يا يعني اعاد التدوير. يعني يا دكتور النبات بيعيد استخدام الفضلات بتاعته. اه جماعة اقزر واوحش فضلات في الحيوان. اسمها ايه? اليوريا. النتيجة عن البروتين. صح كده اي دي البروتين. مش يجد الكابت يا جماعة كان بياخد الن اتش تري. النشادر يا ولاد. اتنين ان اتش تري. يحط عليها سي او تو. يعمل لحضرتك سي او. ان اتش تو باي تو. اللي اسمها دكترة يوريا. ودي حضرتك لو ترقمت في الدم تعمل تسمم بولينة. صح كده? فقال لك يا دكترة اخطر فضلات بالنسبة للانسان. هي اصلا في النبات بيتعمل لها قعد التدوير. يعني ايه? يعني جماعة النبات بيستخدم الفضلات النيتروجينية ليعيد استخدامها في بناء البروتين. يا سلام على النعيم. يا سلام على العظمة. تخيل الكابت بتاعك بياخد الفضلات النيتروجينية زي اليوريا مثلا يصنع لك بها بروتينات. تخيل كان بقى حاجة حلوة جدا جدا. يبقى جماعة النبات بيعيد استخدام الفضلات النيتروجينية ليه اصلا او حش فضلات. ماشي? كواس جدا جدا طيب ايه كمان النباتة يا ولاد بيعيد استخدام نواتج عملية التنفس الخلوي في الميتوكندريا لكي يستخدمها في البناء الضوئي في البلاستي ده. يعني ايه الكلام ده بص يا دكتور مش حضرتك ده كده الميتوكندريا او الميتوكندريا مش ده جماع بتعمل عملية التنفس الخلوي اه يعني ايه يعني حضرتك بتحرق الجلوكوز الجلوكوز لانتاج الطاقة فيطلع عند حضرتك اي تي بي كده اندخلت اللي انت عاوزه. بس يا دكتورة العملية ده اصلا بينتج عنها فضلات. ايه فضلات التنفس الخلوي? الاتش تو او والسي او تو حلو. هل النبات يرميهم كلهم? لا. يعيد يا ولادي استخدام الماء وسي او تو ان يتجين من التنفس الخلوي في الميتوكندريا لكي يقوم باستخدامهم في البناء الضوئي. لان حضرتك النبات عشان يبني الجلوكوز يا ولاد في البناء الضوئي محتاج دكتورة اتش تو ا وسي او تو. ماشي? يبقى جماعة النبات بيعيد استخدام الفضلات بتاعته زي المية زي السي او تو زي الفضلات النيتروجينية. يبقى جماعة الفضلات بالنسبة لنبات مشكلة كبيرة? لا خالص. مش مشكلة كبيرة على الاطلاق. تمام? حلو. ولك ازا السبب. اول حاجة يا دكتورة ان الهدمة اصلا اقل من الحيوان. تاني حاجة حضرتك بيعيد استخدام فضلاته زي مين? زي الماء ولاد والسي او تو اللي بيعاد استخدامهم في البناء الضوئي. والفضلات النيتروجينية يعاد استخدامها في بناء البروتين. دي يا دكتور تاني حاجة. طيب. تالت حاجة اولاد بالراحة كده عشان محتاجين نفهم. يقول لك ايه? النباتات الارضية تختزن الاملاح والاحماض العضوية على شكل بلورات غير زائبة اولاد في السيتوبلازما والفجوة العصارية. بص يا دكتور. حضرتك الاملاح الزائبة عندك او الاملاح الزائدة عن حاجتك بتخرجها. اما في العرق او في البول. قال لك النبات بكل بساطة. لو لقى عند وجماعة حبة املاح او احماض عضوية. ممكن يجي اولاد على الخلية النباتية اللي جواها حاجة اسمها فجوة عصارية كبيرة الحجم. ويخزن فيها اولاد الاملاح والاحماض العضوية على صورة بلورات غير زائبة. يعني ايه? عارف حضرتك التبالور. يعني تجيب مثلا زرة ملح مع زرة ملح مع زرة ملح مع حبة زرة ملح. وتعملهم كده بلورة ملح. ماشي? يعني تجمحهم مع بعض. ويقوم عينهم فين? جوة الفجوة العصارية او في السيتوبلازما. يبقى يا جماعة ده كده طريقة من طرق التخلص من الاملاح والاحماض العضوية ال� ايه? طيب السؤال يا جماعة. هو النبات يا ورد لما يخزن البلورات دي هو كده استفاد حاجة? لا استفاد. هبسطها لك. هبسطها لك. يا دكترة هو النبات لما يخزن املاح داخل الفجوة العصارية جوا الخلية النباتية بتاعته. وافرض الخلية دي كانت مثلا مثلا في الشعيرة الجزرية اللي كانت في التربة. فالفجوة يا دكترة بقى فيها ملح كتير. هل كده النبات استفد? اه اه. اصلا دكترة لما يخزن الاملاح داخل الفجوة العصارية كده بيعلي الاسموزية في الفجوة العصرية في دكتور انتقال الماء بالاسموزية من التربة للفجوة العصرية هيزيد صح كده؟ يبقى دكتور النبات بيستخدم كل حاجة عنده أولاد قالك ممكن يخزن الأملاح والأحماض العضوية على صورة بلورات داخل الفجوات العصرية والسيتوبلازم عشان يعلي بها الاسموزية أولاد علشان تنتص الماء سهلة؟ طيب؟ اللي بعده؟ تعالي قالك يا دكتور يتخلص النبات من غاز السي أوتو يا أولاد والأملاح الزائدة عن طريق الجزور الجزر يا أولاد ده مثلا شعيرة جزرية فقالك يا دكتور ممكن السي أوتو الزائد يا أولاد يروح للطربة بالانتشار يعني مثلا يا جماعة الخلال النباتية بقى عندها سي أوتو كتير قالك يعدلوا الطربة بالانتشار هو الأملاح الزائدة بس كده بس كده بكل بساطة بكل بساطة بدون أي عملية معقدة ولا أي عملية معقدة من تركيز عالي لتركيز قليل بس خلاص طيب اللي بعده رقم خمسة قال لك يا دكتورة سي او تو الناتج عن التنفس يا ولاد تنفس الخلوي ماشي و او تو الناتجين عن البناء الضوئي بيروحوا فين بقى قال لك بيخرجوا بالانتشار عبر صغور الاوراق اه ركز بقى جماعة احنا كان عندنا قطعة في الورقة الترم اللي فات حد فاكر كان عندي يا دكتورة خلايا برانشمية برميلية الشكل تمثل البشرة العليا صح كده وخلايا برانشمية برميلية الشكل تمثل البشرة الصفلة وكان حضرتك منتشر في البشرة الصفلة حاجة اسمها ولاد الصغور صح كده وكان هنا حضرتك كده حاجة اسمها نسيج عمادي خلايا عمادي اولاد فيها بلاسيدات خضراء بتعمل بناء ضوئي ونسيج سفنجي خلايا برانشمية برضو جماعة بينها مسافات بانية ايه الفكرة بقى قال لك يا دكتورة مش ممكن الصغر دهو يخرج عن طريقه الغازات صح طبعا نحن خدنا يا جماعة الكلام ده في اخر درسي في الترمي الاول لما كنت بقولك ازاي النبات بيتخلص من الفضلات الزائدة او الغازات الزائدة تمام؟ ممكن تخرج حضرتك بالانتشار عبر الصغور تمام؟ حلو خلص يبقى دكتور ممكن لنبات يخرج الاوتو بواسطة الانتشار عبر صغور الاوراق طيب ايه كمان؟ كلام يا جماعة سهل جدا قال لك يا دكتور ممكن فيه نباتات تكون يا جماعة بتعيش في تربة بها كمية كبيرة من الكالسيم يعني جماعة تربة غنية بالكالسيم فالنبات بالطبيعة بيمتص كالسيم كتير لان التربة اصلا ملينا كالسيم واخبالك انت طيب يستخدم اللي هو عايزه والباقي يبقى زيادة عنده يعمل فيه ايه؟ قال لك يا دكتور النبات ده سبحان الله عارف يا جماعة ان فيه اوراق بتقع في فصل فصل ايه؟ الخريف في قوم بعت لها الكالسيم بقولك ايه؟ مش انت كده كده واقع بعد شوية وانت نازلة اخد الكالسيم يبقى جماعة يقوم النبات بتغزين الكالسيم الزائد عن الحد في الاوراق التي تتساقط في فصل الخريف لكي يتم الدخلص من الكلسيم شفت الجمال والحلاوة والدهاء والزكاة والحاجات الحلوة، يبقى جماعة الكالسيم ده يخزم في الاوراق التي تتساقط في فصل الخريف ممتاز جدا جدا جدا. طيب. فضل ايه? فضل المية الزائدة عن الحد. اتكلمت عن غزاية وسي قتو وقتو وكلسة مهاجزة. فضل حضرتك والاملاح. فضل لجماعة المية الزائدة. نعمل فيها ايه? حاجات سهلة جدا جدا. الادماع والناطح. ولكن رجع تاني. بص اولاد. لماذا لا يشكل الاخراض في النبات اية مشكلة? تقول ليا دكتورة اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. النبات اصلا هل عنده فضلات كتير زي الانسان او الحيوان? لا. ليه? لان معدل سرعة ال هدم. يعني الحارق اولاد في النباتات اقل بكثير من الحيوانات. ادي اول الحاجة. يبقى الفضلات اصلا قليلة. دي اول حاجة اولاد. طيب. تاني حاجة اولاد. يقول لحضرتك النبات بيعمل او قاعدت استخدام. والله يا دكتورة لو بتتكلم على اكتر عملية بتحصل في النبات. عملية التنفس الخلوي والبناء الضوئي. فهم بيتكملوا بعض. ورسمة دي جامعة كانت مترم الاولاني. في درس التنفس الخلوي. لما كان يا دكتور بيحصل تنفس خلوي جوه الميتوكوندريا. كان بينتج عن حرق الجولوكوز وانتاج الطاقة الاتي بي. سي او تو واتش تو او. اعمل فيهم ايه? قالك دخالهم على البلاستيدة. عشان تستخدمهم وتعمل بناء ضوي. وتصنع جولوكوز. يبقى دكتور بيعدي استخدام الفضلات اللي هما الاتش تو او سي او تو. سهل? سهل. طيب. اللي اخطر من كده ولاد. اللي اخطر مما هو سي او تو. قالك دكتور اللي اخطر من كده الفضلات الايه? النيتروجينية. لان حضرتك دي مواد سامة. قالك النبات سبحان الله بيقد يقدر يعيدي استخدامه وانصنع البروتين. يبقى جماعة كده الفضلات اصلا قليلة. ادي اول سبب. ثاني حاجة دكتور بيعمل. اعادة تدوير او اعادة استخدام. يعيدي استخدام المياه وسيئته والناتجين عن التنافس الخنوي. في البناء الضوي. ويعيدي استخدام الفضلات ياسماية النيتروجينية لبناء البروتين. دور كده سببين. ثالث حاجة يا ولاد. يقول لحضرتك النباتات الارضية. يعني جماعة النباتات اللي عايشة على الارض. تخزن الاملاح والاحمض العض في صورة باللورات. يعني جماعة كل ما تحوش حبة ملح زيدين يقوموا مجمعينهم مع بعض. يعملوا باللورة. تقعد في السيتوبلازم او تقعد في الفجوة العسرية. ودي بتفيدوا. ليه? لانها بتعلي الضغط الاسموزي للخلية النباتية. بالتالي بيمتص ماء بالاسموزي بشكل كبير. سهلة? طيب اللي بعده. قال لك يا دكتور يتخلص النبات من السيئوتو والاملاح عن طريق الجذور. تعديها ولاد ليه الطربة. اللي بعده. قال لك السيئوتو والنتج عن التنفس. والاوتو والنتج عن الب صغور الاوراق. وده جماعة كلام قديم من الترمي اللي فات. طيب اللي بعده. قال لك والله دكتور الكالسم الزائد عن الحد. ممكن يخزن في الاوراق يا ولاد. حتى تتساقط في فصل الخريف. يبقى جماعة نبقى كده اتخلص من الورقة. ومعها الكلسم الزائد. سهلة? طيب اللي بعده قال لك يا دكتور بقى خش على الماء الزائد عن حاجة الجسم يا ولاد. قال لك بيخرج عبر عمليتيني. حضرتك مخلص قبل كده اصلا واحدة. والنهاردة تاخد التانية. القول لك يا جماعة اسم التانية اسمها الادماع. ركز معي. يا دكتور احنا خدنا في بداية الترمي اللي فات. ازاي النبات بيمتص يا ولاد الماء والملح. وكانت النظرية الاقوى لامتصاص الماء من التربة. هي نظرية التماسك والتلاصق وقوة الشد الناشئ عن النتح. ساعتها شرحت لك النتح. ركز بقى. اجل النتح شوي. تعالى بص على الحاجة اسمها الادماع. جماعة الادماع جاي من? الدموع. لكن يا جماعة الورقة بتعيط. قال لك والله سبحان الله. لو بصيت على اوراق النباتات يا ولاد في فصل الربيع. في الصباح الباكر. هتلاقي حضرتك الورقة بيخرج عليها يا ولاد. كطرات. اللي بالك. مش بخار ماء. يخرجいて اسماء? قطرات ماء عند اطراف بعض اوراق النباتات يا ولاد في الصباح الباكر في فصل الربيع. تلاقي دكتور اك انها بتعيط. بتدمع. بتخرج يا جماعة. كطرات ماء. حد شافها قبل شبك. ده دكتور دي اسمها قطرات ماء مش بخار يا ولاد. ده حضرتك اسمه الادماع. بتخرج يا دكترة عن طريق فتحة ما اسمهاش الصغر لا اسمها دكترة الصغر المائي هناك فرقة بين الصغر والصغر المائي فاكر القطاع اللي في الورقة اللي فوق اللي كان يا دكتور موجود في البشرة السفلة ده اسمه صغر عادي اللي بيحصل منه ندح خروج الماء من النبات في صورة بخار ماء عادي لكن دكترة هنا في الادماع ده اسمه دكتور الصغر المائي خروج يا ولاد الماء من النبات في صورة قطرات ماء في الصباح الباكر في فصل الربيع ماشي كده عند اطراف بعض الايه اه اوراق النباتات ممتاز جدا تعال بسم الله ما هو الادماع قال لك دكتورة الادماع عبارة عن خروج قطرات ادي حضرتك امسك يو رقم واحد علم معي الله علمي معي خروج قطرات ولايث بخار ماشي اقولك استنى هنزاكر الدرس مع بعض عن منص استنى ماشي خروج قطرات مائية فين بقى يا دكتورة عند اطراف بعض اوراق النباتات ادي حضرتك امسك يو رقم اتنين ماشي امتى في الصباح الباكر رقم ثلاثة ماشي امتى في نهاية فصل الربيع ايه ده يعني مش طول السنة لا مش طول السنة يبقى جماعة الادماع لوقت معين وليه مكان معين يبقى دكتور خروج قطرات وليس بخار عند اطراف اوراق بعض النباتات يا ولاد امتى في الصباح الباكر فانهي فصل في الربيع ايش معنى ربنا خلقه كده ماركش دعم ماشي حلو طيب عبر جهاز دمع متخصص يعني جماعة اللي بيخرج الدموع دي او القطرات يا ولاد اسمه جهاز دمع متخصص عبر عن ايه قالك عبر عن خلايا نباتية واحدة او اكثر ماشي بيسموهما جماعة جهاز دمعي خلاص تفتح بفتحة مفتوحة باستمرار تفتح بفتحة مفتوحة باستمرار اسمها ايه اسمها حضرتك الصغر المائي امسك يو جماعة مهم جدا 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 رقم خمسة يبقى ولاد الادماع يتم في فصل الربيع فانهي وقتهم اليوم في الصباح الباكر حلو عبر الثغر المائي عبر جهاز دمعي متخصص يا دكتور خلية او اكثر تمام حلو جدا جدا هزا الكلام طيب كمان حاجة جماعة مهمة جدا 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 يا ولاد النتح هقول لحضرتك النوع عبر عن بخار ماء وجماعة ما لما تبخر البخار بيكون ميا بس بخار ما تبخر عادي جدا ميا فقط يا ولاد لكن يا دكتورة الادماع بقول لك يا دكتور ليس ماءا خالصا وانما بها بعض الرواصب يعني ايه قال لك والله دكتور لما بيتبخر الكترات دي يا ولاد لما تتبخر يعني من على اسطح الاوراق بتلاقي حضرتك على الاوراق نفسها بعض الرواصب هقول لك على حاجة زمانه انت في الابتدائي اخدت تجربة مهمة جدا كان بقول لحضرتك لما تجيب ميا بملح مزيب ومزاب وعايز تخلي الملح معاك وتبخر وما تعمل ايه؟ حطها على النار فالميا تبخر والملح يبقى راصب يا جماعة لما الكترات بيهت تبخر بتلاقي على الاوراق نفسها رواصب يبقى الميا اللي كانت طالع دي ميا صافية ولا فيها حاجات؟ فيها حاجات فيها املاح مثلا واخبالك انت فيها فضلات من النبات يبقى جماعة الميا بتاعت الادماع ليس ماءا خالصاً ماشى؟ ممتاز يبقى دكتور الادماع سهل جداً يا ولاد عبارة عن خروج قطرات مائية عند اطراف بعض اوراق النباتات في الصباح البكر في نهاية فصل الربيع عبارة جهاز دمعي متخصص عبارة عن خليها واحدة او اكثر ماشي حاج تفتح بفتح اسمها الصغر ولا الصغر المائي الصغر المائي مش الصغر العادي لان الصغر العادي اللي كان في الاوراق في البشرة الصفلة ده بتاع النتح مش بتاع الادماع لكن يا دكتور اللي هنا ده اللي على اطراف الاوراق يا جماعة اسمه الصغر المائي تمام؟ مفتوح باستمرار ولا بيقفل؟ مفتوح باستمرار ما بيقفلش بيشتغل امتى؟ في نهاية فاصلة الربيع تمام؟ ليس ماءا خلصنا وانما بيهي بعض الرغاص خلصنا الادماء بكل اسئلته بكل اسئلته طيب بسم الله خش حضرتك على النتح قال لك يا دكتور النتح تلت انواع في يا جماعة حاجة اسمها النتح الثغري يعني بيحصل عبر الصغور و النتح يا دكتور اسمه نتح كيوتيني ودي غريبة شوية يبقى عبر طبقة الكيوتين اللي كانت بتغطي الخلال البرانشمية بتاع البشرة ماشي و نتح عديسي فاكرين العديسات اللي خدناها في اخر درس الترم اللي فات اللي كانت موجودة في الساق اسمها دكتور عديسات الساق الخشبية ماشي يبقى جماعة النتح قد يكون نتح ثغري نتح كيوتيني نتح عديسي وخلي بالك مترتبين على حسب الاهم فالاقل اهمية يعني جماعة معظم الميا اللي خارجة في النتح بتحصل عن طريق الصغور يبقى نتح ثغري خمسة في المية فقط من النتح او من الماء الخارج في النتحة عن طريق الكيوتين نتح كيوتيني كمية قليلة او صغيرة جدا عن طريق النتح العديسي او على الودايسات خلاص ممتاز جدا طيب بص سؤالات تعالى نبدأ مع النتح الثغري باسم اللي هالرحمن الرحيم هقرأ التعريف انت اقول لي الفروق ماشي هتقول الفروق اقول لك دكتورة فاقد النبات للماء حد الان زي الادماء عادي في صورة بخار ماء ايه الفرق الاولاني ان حضرتك التاني الادماء كان قطرات لكن يا جماعة النتح الثغري ده فقد في صورة بخار ادي يا جماعة امس كيوب حلو عن طريق الصغر المائي ولا الصغر اسمه النتح الثغري بقى دكتورة عن طريق الصغر ولاس الصغر المائي تمام حلو جدا جدا طيب بصوا بقى بقول تسعين في المائة من الماء المفقود من النبات بالكامل بيخرج عن طريق النتح الثغري يبقى اهم النتحة والنتحة الثغري بيخرج تسعين في المائة من الماء الخارجة في النبات يعني جماعة انبات ده لو بيخرج بيت مينلي فبيخرج تسعين يا ولاد عن طريق النتحي الثغري ماشي تركز بقى اه الفكرة ولاد تعال نشوف احنا بهذاż أكلنا قبل كده رسمة 부رضة خطيرة جدا في الترم الاول لما كنت بقول لحضرتك ازاي المية او العصارة جماعة بتصعد لحد الاوراق هنا جماعة الورقة ماشي ده اولادك قطع في الورقة خلاص افكرك دي حضرتك كتشعار الجزيرة اللي بتمتص الماء والاملاح عبارة عن امتداد لاحد خلايا الطبقة الوبارية اللي هي البشرة بتاع الجزر تمام بعد كده حضرتك خلايا الكشرة في الجزر بعد كده الخشب بتاع الجزر وخشب الجزرة دكتورة متصل مع خشب الساق ده جماعة خشب الساق وخشب الساق متصل مع خشب الاوراق دي يا دكتور الورقة تمام حلو خلص طيب بص بقى دكتور ده جماعة كده قطع في الورقة كان عبارة عن ايه بشرة عليا عليها كيوتين طبقة شمعية اسمه كيوتين او كيوتكل بشرة سفلة يا دكتور وكان فيها خلايا حارثة للصغور وصغور تمام بيخرج دكتور ابو خرماء ده جماعة ندحه اللي ما بين يا ولاد البشرتين كان اسمه النسيج المتوسط او الميزوفيلي تاني اللي بين البشرة العلاة والبشرة السفلة اسمه نسيج المتوسط او الميزوفيلي تمام فلما قلک خلايا نسيج الميزوفيلي تبقى انت عارف اللي بين البشرة العلية والسفلة عبارة عن أي عبارة حضرتك عن نسيج عمادي والنسيج اسفنجي ازاي يا ولاد الماء بتطلع في النبات قلني يا دكتور نظرك كتير كان اقوىهم يا شباب واهم واحدة التماسك يعني حضرتك التماسك بين قطرات الماء وبعضها. والتلاصق يعني التلاصق بين قطرات الماء والجدار الخشبي اللي كان فيه لجنين مادة محبة للماء ومعها سليلوز في الجدر بتاع الخلايا بتاعة الخشب. عشان كده كان بيحصل لجماعة تلاصق قوة تلاصق بين قطرات الماء وبين او بين عمود الماء وبين الوعي الخشبي. طيب الاهم يا شباب هي قوة الشد الناشئة عن النتح. قالت الفكرة كلها ان الصغر ده بيخرج مية. بخار مية. تمام? وبالتالي دكتور بيسحب من الغرف الهوائية اللي موجودة في النسيج الاسفنجي. فجماعة المية بتخرج عن طريق الصغور. حلو. والغرف الهوائية دكتور تسحب منين? من خلايا النسيج? الاسفنجي. طيب والاسفنج يسحب منين بقى? من الخشب. يبقى دكتور بيحصل قوة شد لتحت يا ولاد. لتحت. لتحت. وهكزا. يبقى جماعة اسمها قوة الشد الناشئة النتحة. يبقى جماعة الفكرة في النتحة الثغري ايه بقى? هنا يا شباب الشعارة الجذرية. ماشي? اهي. امتداد لأحد خلايا طبقة البشرة الابرية. بعد كده حضرتك الكشرة. بعد كده ولاد هيبقى عندي الخشب. خشب الجذر. خشب الساق. ثم خشب الاوراق. بهذا الشكل. حلو خلص الكلام ده. طيب وبعدين. قال لك يا دكتور والله الورقة بقى نفسها. فيها جماعة خلايا برانشمية. بشرة عليا. ماشي? وخلايا برانشمية بشرة صفلة. تمام? حلو. كان يولاد في البشرة الصفلة بينتشر الصغور بشكل كبير. هنا جماعة خلايا حارسة للصغر واد الصغر بيخرج بخار ماء. تمام? حلو. وحضرتك ده كده اسمه النسيج الميزوفيلي ده كل اولاد. اسمه الايه? الميزوفيلي. طيب. جوا ايه بقى? قال لك جوا حاجة كتير. جوا يا دكتور اول حاجة نسيج عمادي خلايا جماعة عمادية. مستطيلة الشكل اولاد بها كمية كبيرة من البلاستيات الخضراء. عشان تعمل بناء ضوء بشكل كبير. طيب وبعدين قال لك والله دك ترى في بقى حاجة اسمها النسيج الاسفنجي. الاسفنجي ده اولاد نسيج في مسافات بانية بشكل كبير عشان يعمل تهوية. خلاص? حلو خلاص. طيب. كيف ينطقل يا ولاد الماء خلال النبات? قال لك سهلة. يفقد الماء من خلال الجذر. هنا اولاد في سورة بخار ماء. ندحي فغري. فيسحب الماء من الغرف الهوائي. والغرف الهوائي تسحب الماء من جدر او الجدر الراطبة للنسيج المتوسط او الميزوفيلي. ثم يتم سحب الماء من الخشب الموجود في الاوراق. وبالتالي دكتور بتتولى القوى شد تسحب الماء من اعلى او من اسفل لاعلى. تمام? ممتاز جدا. هي بقى اولاد الفكرة كلها في النفح الثغري ان حضرتك جدر خلايا الراطبة اولاد للنسيج الميزوفيلي اللي هي شباب بتاع النسيج الاسفنجي مثلا. خلاص. هتسحب الماء او هتود الماء على هواء المسافات البيانية اللي بينها يا شباب. يعني حضرتك الماء تخرج من هنا للمسافات البيانية. بعد كده ولاد الماء تروح او تنتشر خلال فتحات الصغور الى الهواء الخارجي في صورة بخار ماء. ده يا جماعة اسمه النتح الصغري. تمام? حلو خلص. طيب. عايزك تعرف في النتح شوات حاجات مهمة جدا. ان جماعة النتح عبارة عن فقد النبات للماء في صورة بخار ماء. دي اول حاجة. عن طريق صغر ولا صغر مائي? لا صغر. لان جماعة الادماع كان صغر مائي. طيب معظم الماء اللي بيفقد بيفقد عن طريق النتح الثغري تسعين في المية. تمام? وعرفنا يا دكتور الميكانيزم او الطريق اولاد. طيب خش حضرتك على تاني حاجة. الا وهو النتح الكيوتيني. وده جماعة يعني اللي مذاكر كويسي بترميل اول هيبقى عنده مشكلة في النتح الكيوتيني. ليه? اه ده حضرتك لما انت اديتني اصلا زمان البشرة العليا بتاع الورقة. اللي كانت مغطاة بمادة شمعية اسمها كيوتيكل او كيوتين. كيوتيكل او كيوتين. كان حضرتك دي مادة شمعية عازلة للماء. ازاي بقى تقول لي نتح كيوتيني? يعني ازاي عن طريق كيوتين? هقول لحضرتك. قال لك يا دكتور ده الدفكت او الخاطئ يا جماعة اللي بيحصل في الكيوتين. بقول لحضرتك ان المي اللي بتعد من الكيوتين ما هي الا خمسة في المية فقط من الماء الخارج في النبات او من الماء المفقود في النبات. يعني جماعة او فعلا بيعزل. يا جماعة لما فيش كيوتين في الخلايا النباتية كان خرجت كل الماء. قال لك الماء اللي بتعدي يا دوب خمسة في المية. بدي حاجة في صالحه. يبقى جماعة الكيوتين فعلا بيعزل الماء. تمام? ليه? لانه بيحافظ على خمسة وتسعين في المية جوة الخلايا. تمام? يبقى جماعة النتح الكيوتيني كمية بسيطة. خروج الماء ولاد في سورة بخار عن طريق الكيوتيكل. خمسة في الماء جماعة حاجة بسيطة جدا جدا. طيب يبقى دكتور كده خلصت. النتح الثغري والنتح الكيوتي. خش على النتح العديسي. باسم الله الرحمن الرحيم. قال لك الله دكترا. فقد النبات للماء في سورة بخار يا جماعة طالما قلنا نتحي بقى ايه? بخار. ماشي? عن طريق العديسات. ايه العديسات دي? قال لك عبارة عن فتحات صغيرة ولاد توجد في طبكة الفلين التي تغطي السيقان الخشبية. جماعة ده الساق بتاع الشجرة. ماشي? قال لك يا دكترا مغطى من الخارج بطبقة من الفلين يا ولاد. فيها حضرتك فتحات صغيرة اوي اوي اسمها عديسات الساق الخشبية. يعني يا دكتور فتحات في قلب الساق صغيرة انت اصلا مش هتشوفها بيخرج منها ولاد حبة مية. ولكن بكمية صغيرة في سورة بخار ماء. يبقى جماعة اكتر كمية من الماء بتخرج فين? في النتح الثغري. خمسة في المية فقط في النتح الكيوتيني. كمية اصغر بكتير عن طريق النتح العديسي. ده اولد بالنسبة ليه العديسات. تمام? حلو خلاص الكلام ده. طيب. عوامل مؤثرة على النتح. يا ولاد. عايزكم تعتبروا النتح ده زي العرق في الانسان. تعرف تقول لي ايه ممكن يا زودة العرق بتاعك? اول حاجة في الحقيقة ايه? اه. الحرارة جماعة تكون عالية. تمام? لما الحرارة كن عالية جسمك هيسخن. والهدف الاساسي من العرق هو انه خلصك من الحرارة الزائدة. صح? خدنا الكلام ده المرة اللي فاتت. تمام? في النبات كزلك يا ولاد. هعدي بس حتة كده ورجعها تاني. جماعة اهمية النتح ايه? بحب اي لوف النتح ليه? ركز. قالك بحب النتح علشان اول حاجة يا دكتور بخفف حدة ارتفاع درجة الحرارة. ليه كي لا يتدمر البروتوبلاست? يعني جماعة بقلل حرارة النبات. هقول لك البروتوبلاست دا ايه? عشان يا ولاد ما يتدمرش الخلية واللي جواها والعملات اللي حياتها متقفش. تعال يا دكتور نشوف يعني ايه بروتوبلاست? بصوا يا جماعة. دي حلوين خلية نباتية. اللي برا ده اسمه? جدار خلوي. جدار سيرلوزي. طيب الجوة? غشاء بلازمي. طيب والحمرة دي? النواة. والمية اسمها? لا سيتوسول. ودول اسمهم عضياط. شبكة اندوبلازمية بقى خشنورمالساء وهكذا. حاجات كتير. بصوا بقى يا دكتور. ودي اني جوا? لا دي اني جوا النواة. دي الشبكة الاندوبلازمية الخشنورمالساء. بص اولاد. قال لك الخلية النباتية عبارة عن جدار خلوي اللاصمر ده يا ولادي. به بروتوبلاست. ابقى جماعة ما هو البرتوبلاست? كل ما هو داخل الجدار الخلوي. يعني عبارة عن ايه? عبارة عن غشاء بلازمي. وما يحتوي. ما هو البرتوبلاست? الغشاء البلازمي وما يحتوي. طيب البرتوبلاست يوجد خارج او يوجد داخل الجدار الخلوي. ابقى جماعة تعام فصص ما هو البروتوملست قال لك الغشاء البلازمي الآخضر ده ولد والبروتبلازم من بروتوبلاست يبقى الضتوني هو因為 كل ما داخل الزهدر الخلوى لكن حضرتك البروتوبلازم هو كل ما هو داخل الغشاء البلازمي على اي niin اللي هلقونه ده ولد هو البروتوبلاظم ده يا شباب كل ده اسمه ايه اسمه ايه شباب بروتو بلازم حلو طيب ما تيجي مفاصص البروتو بلازم عبارة عن ايه قالك البروتو بلازم عبارة عن النواة ركز بقى النواة والسيتو بلازم اهو قالك الدكتور الاصفر ده عبارة عن ايه النواة دكتور والسيتو بلازم حلو السيتو بلازم عبارة عن ايه عضيات الخلية والسيتوسول يا بلاد السيتوسول دهو هي المية اه الماء يا جماعة لداخل الخلية يعني يا دكتور سايتومتاز أسماء سايتوبلازم غير عضي يعني جماعة سايتوبلازم بدون عضيات اسمه اي اسمه السايتوسول يبقى أولاد أكبر حاجة الخلية النباتية عبارة عن جدار وبروتوبلاست البروتوبلاست عبارة عن غشاء بلازمي وبروتوبلازم فوقك من الغشاء البروتوبلازم عبارة عن نواة وصايتوبلازم السايتوبلازم عبارة عن عضيات الخلية وسايتوسول ايه هو السايتوسول ده المية من غير عضيات مش اولاد حلو يبقى لما قول لحضرتك النتح بيخفف حدة ارتفاع الحرارة لكي لا يتدمر البروتوبلاست ايه البروتوبلاست ده بقى كل ما هو داخل الجدار الخلب تمام حلو خلاص الكلام ده زي الفول يا دكتور يبقى جماعة لكي لا تدمر بايه البروتوبلاست ماشي حلو ايه كمان يا ولاد قال لك يا دكتور زي ما قلنا طبعا ان جماعة فايدة مهمة جدا جدا من فوائد عملية النتح قال وهي رفع الماء لان يا دكتور اهم قوة بترفع الماء والعصارة قال وهي قوة التماسك والتلاصق والشد الناشئ عن النتح يبقى جماعة بيعمل على رفع الماء والاملاح من التربة بسبب قوة التماسك والتلاصق وهي الشد الناشئ عن النتح تمام حلو خلاص الكلام ده طيب تخفيف حدة ارتفاع درجة الحرارة ولاد لكي لا يتدمر البروتوبلاست ولكي لا يتقف العمليات الحياة جماعة داخل خليه النباتي ده جماعة فايدة النتح طيب ما هي العامل المؤثر عن النتح يا ولاد تعا نشوف بسم الله ايه رأي حضرتك لو زادت عدد الاوراق حضرتك كلام منزود عدد الاوراق يعني بنزود يا جماعة مساحة السطح بتاع الاوراق يبقى ايه اللي بيحصل اولاد النتح يحصل له ايه تقولي يا دكتور كلاما العدد بتاع الاوراق زاد يبقى عدد الصغور هيزيد يبقى النتح هيزيد صح كده طيب لما رسم لك علاقة هنا يا جماعة على الصادي النتح وعلى سنين ولاد عدد الاوراق او عدد الصغور او مساحة السطح بتاع الاوراق ها العلاقة كلاما زاد عدد الاوراق يا دكتور كل ما زاد معدل النتح فهدكترا اللي لك هكون ترضية. طيب تعال باسم الله. هنا جماعة كثرة الصغور. كل ما الصغور بقت اكتر واكتر واكتر. كل ما النتح بقى اكتر واكتر واكتر. طيب. الحرارة. جماعة كل ما الحرارة زادت. النتح يعمل ايه? يزيد ولا قل. هنا يا دكتور على السيني الحرارة. وهنا على الصد يا ولد النتح. يبقى دكتور اللي لك هكون ترضية. كل ما زادت درجة الحرارة. كل ما النباتة جماعة يعرق اكتر. يخرج مياه اكتر. يبقى دكتور اللي كثيرا. طيب. قول لحضرتك من العوامل اللي بتزود معدل النطح يا ولاد. هي انخفاض نسبة الرطوبة في الجو. جماعة يعني ايه الرطوبة? ده حاجة في الفيزياء بقى. قال لك الرطوب عبارة عن تشبع تشبع الهواء الجوي ببخار الماء. يعني جماعة كلاما الرطوبة بقت عالية كلاما بخار الماء بقى اعلى في الهواء. طيب وكلما انخفضت الرطوبة يا ولاد كلاما بخار الماء بقى اقل في الهواء. السؤال جماعة النبات يا إولاد لو الرطوبة في الهوى عالية يعني الهوى مشبه ببخار الماء يعني الناح يزيد ولا يقل يقل أما يا دكتور لو الرطوبة انخفضت في الهواء الخارجي يعني يا جماعة الهوى ما فية بخار مية فالناتح يزيدي بقى جماعة انخفض الرطوبة بيزود معدل النتح يا إولاد true our child بقى اللي بعدها شدته الطوق على فكرة سهلة جدا 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 يا دكتور لو حط النتح على الصداي وشدة الطوق على السن يا إولاد كل ما زادت شدة الضوء كل ما زادت الحرارة لان جماعة كل ما زودت الضوء اللي جاي عليها كل ما الحرارة زادت فعرة اكتر فدكتور لما الضوء يزيد الحرارة تزيد يا ولاد النبات يزيد فالنادحة يزيد طيب ركز اقول لحضرتك ايه رأيك لو زاد معدل امتصاص الماء يعني جماعة قوة التماسك والطلاصك والشد دي عملة تزيد اوي 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 يبقى النتح عمال ايه? يزيد هو كمان. يبقى جماعة كلما زاد معدل امتصاص الماء. اكن حضرتك شربت ماء كتير. كلما تشرب 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 تمتص تمتص تمتص. كلما زاد معدل النتح اولاد. علاقة طبعا ترضي. تمام? ده اولاد بالنسبة ليه? العامل المؤثرة على آآ زيادة معدل النتح. زيادة مساحة سطح الاوراق او زيادة عدد الاوراق. كثرة الصغور. ارتفاع درجة الحرارة هيعلي النتح او معدل النتح. انخفاض الرطوبة. شدة الضوء اولاد ومعدل امتصاص الماء كلما زاد كلما زاد معدل النتح. تمام? قلنا جماعة ان فايدة النتح حكتين. بيخفف حدة ارتفاع الحرارة. كمان يا دكترا بيرفع الماء والاملاح عن طريق قوى التماسك والتلاسك والشد الناشئ عن النتح. تمام? وعرفنا دكاترا ان الخليل نباتي عبارة عن جدار الخلوي وبروتوبلاست. والبروتوبلاست عبارة عن ده دكتور كل ما هو داخل الجدار الخلوي عبارة عن غشاء بلازمي وبروتوبلاست. اما جماعة البروتوبلاست عبارة عن النواة والسيتوبلازم. السيتوبلازم عبارة عن سيتوصول وعضيات. طيب يا جماعة السيتوصول عبارة عن سيتوبلازم بالعضيات. تمام? وعرفنا دكترا قوى الشد النشاء عن النتح بتطلع ازاي? خلال الرسمة آآ الجميلة جدا دي اللي هي اصلا من الترمي الاولاني. طيب ركز يا دكتور. مقارنة جماعة مهمة جدا جدا من الكتاب بتاعنا بين الادماع والنتح. يلا الاولاد. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة لو بنتكلم على التعريف. ده فقد ماء وده فقد ماء. ولكن الادماع فقد الماء في صورة قطرات مائية. تمام? طيب اما جماعة النتح فقد الماء في صورة بخار ماء. طيب خش على وقت حدوث. دكترا مين اللي ليه وقت معين? فصل معين بيحصل فيه? الادماع بيحصل فين? في نهاية فصل الربيع في الصباح الباكر. لكن النتح يا ولاد طول السنة شغل يا جماعة في جماعة في صورة سنة طول العام يا ولاد. بس بيزداد امتى? من اللي كان بيزوده? الحرارة وانخفاض الرطوبة ومعدة امتصص يزيد وهكذا. يبقى دكتور بيزيد مع الايام المشمسة او الدافئة. ليه? بسبب ارتفاع درجات الحرارة. طيب خش على مكان حدود. فقال لك والله يتم او يحدث اولاد بوسطة جهاز دمعي متخصص عبارة عن خلية او اكثر. تمام? حلو خالص. تفتح بفتحة تسمى الصغر المائي. لكن حضرتك النتح بيحصل عن طريق كزا حاجة اما الصغر العادية او طبقة الكيوتيكل او العديسات. تمام? ممتقس طيب. جماعة الصغر اللي بيحصل من خلاله الادماع بيفتح ويقفر ولا مفتوح باستمرار? مفتوح باستمرار. لكن يا جماعة الصغر العادي بتاع النتح يا ولاد كان حواليه خليتان اسمهم خليتان حارستان للصغر. تمام? لما النبات يا شباب يكون عنده مية كتير بيقوم فاتح الصغر دي عشان تعدي بخار مية وتعمل نتح. طيب افرض النبات بقى عنده جفاف. يفتح الصغر ويعمل نتح? لا. الخليتين دول يا ولاد يقفلوا الصغر ما يخرجوش مية. يبقى جماعة الصغر دي هي بتفتح وتقفل على حسب حاجة النبات وكمية الماء. لو عنده مية زائدة يفتح الصغر. ما عندهش مية وجفاف يقفل الصغر. تمام? حل. طيب. مكونات الماء المفقود. قال لك يا دكتورة الماء المفقود في الادماع يا ولاد القاطرات الدمعية تحتوي على بعض المواد المختلفة التي قد تترسب اذا تبخر الماء بتاع الادماع بصورة. ماشي يا يا جماعة ماء الادماع ليس ماء نقيا. وانما ماء النتح يا ولاد خالي من اي مواد. يعني يا دكتور ماء نقل. طب خش على آآ كمية الماء المفقود. قال لك ده النتح يا دكتور دهو كمية الماء المفقود بالنتح كبيرة جدا. لكن جماعة الادماع قطرات دمعية قليلة جدا جدا جدا. ماشي? حلو خلاص الكلام ده. ده كمان بيحصل في الربية بس ده جماعة طول السنة. ماشي? حل. طيب كده ده كاترة الدرس بتاعنا خلاص الحمد لله ضمن. ولكن في حب التجربة عشان بس ايه? اه ما يبقاش انت واقف قدامك ايه حاجة وكراها معك بالحرف زي ما في الكتاب. ماشي? ركز معي. قال لك يا دكتور. اول تجربة. حضرتك عايز تثبت قيام النبات بالنطح. هتعمل ايه? قال لك والله هت هتحضر نباتا موراقا. يعني ايه? يعني جماعة نبات عنده اوراق. ليه اولاد? عشان يعمل نطح. انت اصلا عايز تثبت النبات بيعمل نطح. فهتجيب نبات عنده ساق بلا اوراق. مين اللي هتعمل نطح? ده حضرتك النطح بيحصل عن طريق الصغور اللي في الاوراق. تمام? او معظمة في الاوراق. يبقى دكتور لازم نبات مورقة. ماشي? مزروع في قصيص. ثم غطي القصيص يا ولاد ده هو. ركز بقى. غطي القصيص يا دكتور ده هو بور مشبع بزيت البرافين. يعني ايه? يعني حضرتك هتغطي الاستيس اللي فيه تربة بورق مشبع بزيت برافين. ليه يا ولاد? ليه? حد يعرف ليه? عشان التربة نفسها ما تخرجلش مية. انا عايز اثبت ان المية اللي خارجة بتاعت مين? بتاع الاوراق. سهلة? يبقى جماعة انا بغطي التربة عشان ما يخرجلش مية من التربة. ماشي. تعال بقى بسم الله. ضع القصيص على لوح زجاجي ثم نكس على القصيص ناقوسا زجاجي. يعني يا دكتور حطه على لوح زجاج كده. وب يا جماعة. هتشوف بقى حضرتك. قال لك المشاهدة ظهور قطيرات دقيقة من الماء على السطح الداخلي للنقوس. جام من اين? في بخار ماء طلع من الاوراق. وبعدين حصل تكسيف على الجدار الداخلي بتاع النقوس. فحضرتك شفت حبة قطيرات. سهلة دي? طيب. تتجمع هذه القطيرات الى قطيرات اكبر في اكبر فتسيل على الجدار الداخلي للنقوس. كده يا جماعة استنتجي. ان النبات يكون بيه النتح. اهو. الاسنتاج قيام النبات الاخضر بعملية النتح يا ولاد. حيث مر بخار الماء من اجزاء النبات المعرضة للهواء. الى الهواء المحيط بها. ماشي? داخل النقوس يعني. وقد يتكثف جزء منه في صورة قطيرات. ويمكن التأكد من ان هذه القطيرات هي قطيرات ماء. فعلا بوضع ركز بقى كبريتات النحاس اللامائية البيضاء. جماعة عندي مادة اسمها كبريتات نحاس لا مائية. لونها ابيض يا ولاد. ماشي? لما تحطت عليها مية تتحول للون الازرق. يبقى يا جماعة سؤال. كيف تكشف عن او كيف تتأكد من ان الماء المكثف دهو? او ان القطير القطيرات المكثفة هي قطيرات ماء. تقول له سهلة احط عليها كبريتات نحاس. رمزها يا ولاد. سي يو اس او فور. لا مائية بيضاء. ماشي? لما تبقى مائية يبقى دكتور لونها ازرق. لما تحط عليها مية عمية. او لما تعرضها للمية تتحول للون الازرق. يبقى دكتور كيف تكشف عن الماء. حط عليه سي يو اس او فور لا مائية. ماشي? التحول للون الازرق. طيب التجربة رقم اثنين. بصوا بقى. انت كده اثبت ان النبات بيعمل نطح. عاي عايز تثبت ان النبات بيحصل فيه صعود الماء من اوعية الخشب ليصل للاوراق. يعني جماعة عايزين نسبة ان النبات الماء اللي طالع في الورقة طالع من الخشب. تعا نشوف بسم الله. هنعمل ايه? املأ قنبوبة اختبار بمحلول صبغة الايوسين. صبغة جماعة اسمها الايوسين. هتملأ قنبوبة بصبغة الايوسين. وبعدين قال لك يا دكتور انزع نباتا صغيرا مزهرا يعني عنده جماعة الاوراق بتاعته وعنده الزهرة بتاعته. بجزور يعني شده كده بجزور متط وبعدين قال لك حط النبات وغطسوا الجزور فين? في الصبغة. ليه يا ولادي? عشان الجزور تمتص منها صبغة. تمام? انت بتخمن ان اللي هيحصل صح? لما الجزور تمتص صبغة ملونة. وانا اجي اقطع قطاع في الساق. هلاقي الخشب اللي جوه الساق في ايه? صبغة ملونة. صح كده? كده اثبت ان الخشب بتاع النبات بيمتص الماء. تمام? والماء بتطلع عن طريل الخشب. تعا نكمل مع بعض. يقول لك ايه? ثم اغمور جذور النبات في او النبات في محلول الايوسين. حط الجزر فيه. ليه عشان يمتص? سهلا. طيب. سد في وقت الانبوبة بقطعة قطن. اهي. وذلك حول الساق النبات تثبته يعني. ماشي? احفظ الانبوبة مثبتة في وضع رأسي لعدة ساعات. تسيبها كده حبة ساعات. مش على طول يعني. كده يمتص في ساعاتها. مش مش انسان بيشرب. في عملية بتحصل. ماشي? حل. تبكز بقى. المشاهدة. بص يا دكتور. قال لك الله يتلون قواعد الاعناق وعروق بتلات الزهرة بلون صبغة الايوسينة. جماعة الز الشباب اسمه. عونق الزهرة. ده اسمه التخت. ماشي? في اوراق خضراء اولاد تسمى سبلات. اتركوا قبل كده الكلام ده صح? اسمها سبلات. ماشي? واوراقها دكتورة ملونة اسمها بتلات. ده اللي حضرتك بتشميها في الزهرة. ريحيتها حلوة ولونها حلو. بعد كده جماعة في حاجة اسمها طلع. عضو التسكير في الزهرة عبرها عن خيط وموتك. خيط وموتك. بعد كده اولاد حاجة اسمها المتاع اللي فيه مبيض يا اولاد. ميسم وقلم ومبيض. ماشي? حلو. النبات شد الصبغة. وصلت لحد الازهار في حضرتك شفت الاعناق بتاع الازهار القواعد بتاعتها منونة. بنفس لونه الصبغة. وقال لك يا دكتورة وعروق البيتلات. جماعة الورقة بتاع الزهرة بتقفها عروق كده يا اولاد. عارفينها? هجبها استنى استنى استنى. هوريكم. بصوا جماعة. بصوا اولاد. دي مثلا جماعة ورقة في قلب النبات. خلاص. اهيت. هتلاقي حضرتك فيه عرق في النص كده. وعروق طلع منه كده. ماشي? هتلاقي حضرتك العروق دي ملونة. لان يا دكتور دي اللي بيمشي فيها العصارة الممتصة من التربة. يا دكتور تلون قواعد الاعناق يعني حضرتك هتشوف العنق من تحت كده اولاد متلون. دليل على ايه? دليل على ان النبات متص الماء. والعنق قاعدته تلونت. يبقى المشاهدة يا دكتورة تلون قواعد الاعناق. حضرتك عرفت ايه هو العنق بتاع الزهرة. ماشي? وعروق بتل الزهرة. انت كده عرفت برضو ايه يا البتل? العروق يا دكتور اللي في البتل للورقة يعني يا اولاد. ماشي? بلون صبغة الايوسين الكرونفولي. حلو. طيب بعد كده حضرتك هتعمل قطاع في ساق النبات. ثم ضعه على شريحة وافحصه مايكروسكوبيا. يعني حضرتك هعمل قطاع في الساق كده وحطه على الشريحة وافحصه بالمايكروسكوب. طيب يا دكتور ما انت عارف اصلا من الترم اللي فات الساق كان عبارة عن ايه? كان عبارة عن? قولوا معي يا اولاد بشرة وكشرة. ثلاث طبقات. وحزمة وعائية. صح كده? حلو. والحزمة دي كان فيها ايه? خشب وكانبيوم ولوحاء. صح كده? حلو. قال لك يا دكتورة المشاهدة هتلاقي حضرتك الخشب متلون تلون نسيج الخشب فقط بنون صبغة الايوسين. يبقى ده دليل على ايه? على ان اللي بيمص الصبغة الكرونفولي يعني هو الخشب. صح كده? حلو. قال استنتاج يا ولاد يتم امتصاص الماء بواسطة الجزور وينتقر الماء جماعة الى اعلى خلال خشب الساق الى الاول ممتاز جدا. طيب التجربة الثالثة. اثبات صعود العصارة في النبات بقوت الندح. كلام قديم. بس تعال نشوف. بسم الله قال لك الدكتورة والله املأ امبوبة رفيعة مفتوحة الطرفين يا ولاد. ايه يا شباب دي امبوبة مفتوحة الطرفين. خلاص? يعني يا جماعة من تحت مفتوحة مفق مفتوحة. بالماء واغمص طرفها السفلي في كأس بها زقبك. يعني يا دكتورة تملع مية. وانت ما تقعش المية. حط الطرف السفلي في كأس بها زقبك. خلاص? حلو خلص. خليك بس معي. اقطع فرع نبات مورق مزروع في قصيص نفس الكلام. بحيث تم القطع تحت سطح الماء. هل تعرف يا جماعة دي ليه? يعني يا جماعة لما اقطع الساق بتاع النبات المزهر ده او المورق ده يا شباب. هقطعو تحت المية ليه? لكي لا ينقطع عمود الماء. عشان يخليه مطص يا ولاد. فاكرين الكلام بتاع التم الأول. ماشي? طيب. اجا على الطرف السفلي للساق ينفذ من ثقب سدادة فلين. يعني يا جماعة الساق بتاع النبات اللي معي لما اقطعو تحت سطح المية. هعديه من سدادة فلين وحطه فيه آآ الانبوبة اللي فاها زقبك. ماشي? الانبوبة اللي فاها مية. طيب بعد كده يا جماعة هنثبت السدادة وفرع النبات المثبت بها على الفوهة العلوية للانبوب. واحكم سدها بوضع فزلين او نسيج مشبع بالزيت حول السدادة عند اتصالها بالانبوب. يعني يا جماعة هنقفل يعني الفتحة بتاع الانبوبة بشكل كويس يعني محكم. ما تعديش الماء. ماشي? حلو. حدد سطح الزقبك في الانبوبة. يعني يا جماعة نعمل خطة كده. للزقبك. ماشي? اترك الجهاز في مكان مفتوح لفترة. يعني يا جماعة هنسيب الجهاز كده في مكان مفتوح. مفروض اللي يحصل. الاوراق تعمل. نتح. تخرج المية. فالساق يمتص. مية. حلو. فالزقبك يطلع لفوق ولا ينزل تحت. يطلع لفوق. صح كده? انا لما ياخد مية. فالزقبك عمال يطلع لفوق? في الانبوبة. تمام? اهو. المشاهدة ولادي ارتفاع سطح الزقبك في الانبوبة في نهاية التجربة عن مستوها الاصلي. يعني يا جماعة حطنا مثلا خط هنا كده. بقى هنا يا ولاد. ده يدل على ايه? على ان يا ولاد الساق امتص حبة مية لما الاوراق خرجت المية في النتح. ماشي? التفسير يفقد او بفقد النبات يا ولاد ماء خلال النتح يمتص ماء من الانبوبة لتعويض الفقد يعني مما يؤدي الارتفاع الزقبك في الانبوبة. ماشي? حل. اهو. بقول لك انت بتقطع لي فرع النبات تحت سطح الماء حتى لا تمر فقاعات هوائية داخل الاوعية الخشبية لهذا الفرع عشان حضرتك لا تقطع عمود الماء واستمر يا ولاد الامتصاص. تمام? تمام. قال استنتاج يا شباب فقد النبات للماء بالنطح يولد شدا يرفع الماء لأعلى. مشي. ده جماعة تجارب ما تحفظوهاش يا ولاد. افهموها بس وخلاص عدوا عليها كده عشان لو سعلك عليها سؤال تعرف بازن الله تجاوب يعني. تمام? وبكده ده كترة ان نكون خلصنا بفضل الله الفصل الاول كاملا من الصف الثاني السنوي الترم الاول مع الاخراج في النباتات. تمام? اه لا تنسوا التكريم بتاع اه اوائل الكوز هينزل ان شاء الله على الجروب. اه فما تنساش تبص على الجروب عشان تشوف ان شاء الله انت من الاوائل ولا لأ. واكتهد عشان اي حد بيقفلك وزع منصة بيتكرم في اه التكريمات ولوحات الشرف اللي بتنزل على جروب الفيسبوك. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد ان لا اله الا انت. نستغفرك ونتوب اليك. وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وقفل للذي حاز العلم هاشم احمد المختار من سادة الاول. وعلى اهل وصحب سادة ليس فيهم عاجز الا بطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.